بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المملكة العربية السعودية وزارة المعارف التربية الخاصة المكتبة المركزية الناطقة للمكفوفين بالرياضة كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم اجعل العمل هذا خادصا لك اللهم إني أسألك أن تنفع به وأن تثيبني عليه وصل اللهم على سيدنا محمد معلم الخير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا وصلاة والسلام على رسوله هذه هي الطبعة الثالثة من هذا الكتاب سيد الخاطر أسأل الله أن ينفع به وأرجو ممن انتفع منه أن يدعو لي بالخير ويدعو لمؤلفه ولمحقيقه ولناشره وأن يكون لهم من صالح الأعمال التي يستحق صاحبها الثواب مكة المكرمة غرت سنة تسع وتسعين وثلاثمائة والف للهجرة الشيخ أعالي الطنطاوي المقدمة كنت أعمل في بغداد نحو سنة ست وثلاثين وتسعمائة والف للميلاد أدرس العلوم الشرعية في الأعظمية وأقيم فيها منفردة فكنت إذا طال علي الليل ووحشت الوحدة أفزع إلى مكتبة الكلية أستعير منها الكتاب بعض الكتاب أنظر فيه فأطالع بعضها وأكتفي من بعضها بتصفح أوراقه والإلمام بموضوعاته والبعض أدرسه وألخصه وبعض أختار منه وكان فيما استعرت منها كتاب بلغ من إعجابي به أن استبقيته عندي إلى أن فارقت الكلية إلى أن فارقت الكلية أقرأ فيه كل يوم فلا أمل القراءة فيه ولا تخلو نظرة فيه من موعظة أتعظ بها أو فائدة أستفيدها أو طرفة آنس بها وفيه فوق ذلك تحليل للنفوس وفيه وصف للمجتمع في أسلوب مبتكر وطريقة في التصنيف لا أعرفها لأحد من المصنفين وكان الكتاب صيد الخاطر لابن الجوزي اثنان وفي هذا الاسم توفيق عجيب ذلك أن الخواطر لا تفتأ تمر على الذهن كأنها الطيور التي تجوز سماء الحقل تراها لحظة ثم تفتقدها فكأنك ما رأيتها فكأنك ما رأيتها فإذا أنت استطدتها وقيتها ملكتها أبدا لذلك جعل المؤلف هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر فكان الاسم نفسه نفحة من نفحات العبقرية وقد قلده فيه أحمد أمين فسمى ديوان مقالاته فيض الخاطر وشتان ماهما ولو أن كل عالم بل لو أن كل متعلم قيد ما يمر بذهنه من الخواطر لكان من ذلك ثروة له وللناس لكان من ذلك ثروة له وللناس يعود هو بعد سنين إلى ما كتب فيرى فيه تاريخ تفكيره ويجد فيه مفتقد من نفسه والإنسان أبدا في تبدل يذهب منه شخص ويولد شخص وحينما تقرأ وأنت شيخ خواطرك التي سجلتها وأنت شاب تجد شيئا غريبا عنك كأنك ما كنت أنت صاحبة وكأنه خطر على بال غيرك ثم إنه إن كان عالما أو مفكرا كان من هذه الخواطر كتاب علم وأدب وفن كان من هذه الخواطر كتاب علم وأدب وفن ككتاب ابن الجوزي ثلاثة فلما عدت إلى دمشق فاتشت عن نسخة من الكتاب وكانت نسخة نادرة من تلك الأيام حتى وجدتها فجعلت أنظر فيه دائما ورآه أخي ناجي القاضي الشرعي فأولع به ولازم مطالعته حتى كاد يحفظه عن ظهر قلب ووضع العناوين لفصوله واتخذ له فهارس يصنع ذلك لنفسه لا يفكر في طبعه ولا في نشره فلما رأيت ذلك ورأيت الكتاب جيدا جدا ونسخه قليلة جدا ورأيت الكتاب جيدا جدا ونسخه قليلة جدا فكرت في نشره وكان في الكتاب كثير من التحريف والخطأ ففتشنا عن نسخ منه مخطوطة وأمدنا الصديق الدكتور صلاح الدين المنجد مدير معهد المخطوطات بها فاشتغل أخي ناجي بمقابلة المطبوع عليها وحققه ما استطاع وإن لم يسلم من كثير من الغموض ومن آثار تحريف النساخ لأنه لم يجد نسخة مخطوطة صحيحة يعتمد عليها وكان عملي فيه أن راجعته فرأيت المؤلف رحمه الله يتبع في كل خاطرة وحي الساعة كما يقولون يسجل ما يخطو على باله فيقع أحيانا في تناقب يسوق الرأي قد ساق من قبل ضده ويذم شيئا كان قد وقع هو فيه ويأتي بأراء لا يسلم له بها ولا يجوز السكوت عنها فكنت أعلق على ذلك بما أبين به الصواب الذي أعرفه وإن كنت لا أصلح تلميذا لتلاميذ تلاميذه وأين أنا من ابن الجوزي ولكنه الواجب والغلام إن عرف الحق في مسألة رد فيها على شيخ الإسلام وقد تلقى أبو حنيفة علمه الذي قاله هو ونسي من حجام في مكة وردت عجوز على عمر وهو على المنبر فقبل منها ورجع إلى رأيها أربعة وأنا قديم التعظيم لابن الجوزي قديم الحب له ولقد كان كتابه في سيرة عمر ابن عبد العزيز الذي نشره خالي الأستاذ محب الدين الخطيب سنة 31 3300 ألف للهجرة من أوائل ما قرأت من الكتب وقد خلف في نفسي أثرا لا يزول وكان من أسباب الرشاد لي والحمد لله ولرب كلمة يسمعها الناشئ أو كتاب يقرأه أو إنسان يصحبه يكون سبب دخوله الجنة أو دخوله النار ويكون بداية سيره في طريق الخير أو في طريق الشر فلينتبه الشبان لما يقرؤون ولمن يصحبون ولينتبه قبل ذلك أباؤهم فليختاروا لهم المدارس التي تعلمهم ما ينفعهم وتثبت عليهم أيمانهم وأخلاقهم وتثبت عليهم إيمانهم وأخلاقهم ولا يكون ذلك إلا إن كان القائمون عليها والمدرسون فيها من أهل الدين والتقوى والعلم بالشريعة والعمل بما يعلمونه منها خمسة رأيت ابن الجوزي في هذه السيرة مؤرخا جامعا واسع الرواية ثم قرأت له تلبيس إبليس فوجدت فيه محدثا فقيها ناقدا بصيرا يزن النسى بميزان السنة الصحيحة فيرفع من يرجح في هذا الميزان ويخفض من يكون مرجوحا لا يبالي في الحق كبيرا ولا صغيرا ولا يخدعه عن حقيقة المرء سعة وجاهه وشهرته بالصلاح ولقد كان هذا الكتاب أولى ما نبهني إلى انحرافات بعض الصوفية عن طريق السنة ثم قرأت له كتاب الأذكياء الذي جمع فيه من أخبار أذكياء الملوك الذي جمع فيه من أخبار أذكياء الملوك والقضاة والأطباء كل معجب مطرب وقرأت له كتابا في أخبار الحمقى والمغفلين فيه من النوادر والطرائف ما يضحك الحزين ولما أراد صديقنا يومئذ الأستاذ حسام الدين القدسي أن يطبع كتابه في أخبار الظرافي والمتماجنين كلفني أن أقدم له بكلمة فكتبتها وهذه المقدمة من آثار الشباب التي لا أرتضيها وقد كتبتها سنة طبع الكتاب وهي سنة 47 و300 ألف للهجرة أي قبل ثلث قرن كامل وعجبت من كثرة الموضوعات التي ألف فيها ثم رأيت كتاب عقودي الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصليفا فأكثر لجميل العظم وقد ذكر ابن الجوزي وعد من مؤلفاته مئة وتسعة وعشرين مؤلفا فازداد عجبي منه وإعجابي به وقرأت ترجمته في البداية والنهاية فرأيته يصفه بأنه أحد أفراد العلماء برز في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره وجمع المصنفات الكبارة والصغار نحو من ثلاثمائة مصنف وكتب بيده نحو من مئتي مجلد وله في العلوم كلها اليد الطولة والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو وله من المصنفات في ذلك كله ما يضيق هذا المكان عن تعدادها وحصر أفرادها منها كتابه في التفسير المشهور بزاد المسير وله تفسير أبسط منه أي أوسع لكنه ليس بمشهور وله جامع المسانيد استوعب غالب مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي وله كتاب المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم أو المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم في عشرين مجلدا وقد أوردنا يقول ابن كثير في كتابنا هذا كثيرا من حوادثه وتراجمه ولم يزل يؤرخ أخبار العالم حتى صار هو تاريخا ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبة سبعة وقال ابن خلكان إنه كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ صنف في فنون كثيرة منها زاد المسير في التفسير أربعة أجزاء أتى فيه بأشياء غريبة وله في الحديث تصانيف كثيرة وله المنتظم في التاريخ وهو كبير وله الموضوعات في أربعة أجزاء ذكر فيها كل حديث موضوع وله تلقيح فهوم الأثر على وضع كتاب المعارف لابن قتيبة أي على طريقته ومنهاجه وله نقط المنافع في الطب وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد وكتب بخطه شيئا كثيرا والناس يغالون في ذلك حتى يقولوا إنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمره وقسمت الكراريس على البدة فكان ما خص كل يوم تسع كراريس وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله العقل ويقال إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل منها شيء كثير أوصى أن يسخن به الماء الذي يغسل به بعد موته ففعل ذلك ففعل ذلك فكفت وقال الحافظ الذهبي ما علمت أن أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل قال ابن تيمية عددت له أكثر من ألف مصنف ورأيت بعد ذلك ما لم أره الهامش ابن رجب في الذيلة انتهى الهامش وقال الموفق المقدسي كان ابن الجوزي إمام عصره في الوعظ وصنف في فنون العلم تصاليف حسنة وكان صاحب فنون وكان يدرس الفقه ويصنف فيه وكان يدرس الفقه ويصنف فيه إلا أننا لم نرضى تصاليفه في السنة ولا طريقته فيها الهامش لم يرضى عنه رغم عصبيته للحنابلة وتحامله على الأشاعر فماذا لعمري يقول عنه لو كان معتدلا انتهى الهامش ثمانية ويقول ابن الجوزي نفسه في لفتة الكبد وقد علمت يا بني أني صنفت مئة كتاب فمنها التفسير الكبير عشرون مجلدا والتاريخ عشرون مجلدا وتهذيب المسند عشرون مجلدا وباقي الكتب ما بين كبار وصغار يكون خمسة مجلدات ومجلدين وثلاثة وأرضعة وقل وأكثر وقال القطيعي ناولني ابن الجوزي كتابا بخطه فيه فهرسة مؤلفاته كلها وقد عرض في صيد الخاطر لذكر طائفة من كتبه منها لقط المنافع في الطب ذكره في الفصل الثالث والخمسين ذم الهوى الفصل الثالث والستون تلبيس إبليس الفصل الواحد والسبعون ومائتين وفي الفصل رقم مائتين وسبعة وربعين وثلاثمية وثمانية وثلاثمية واثنين عشر كتاب الأذكياء في الفصل رقم مائة واربعة وثمانين المنتظم أو المنتظم في الفصل رقم ثمانية بعد الثلاثمية أخبار الحسن وأخبار سفيان الثوري وأخبار إبراهيم ابن أدهم وأخبار بشر الحافي وأخبار أحمد بن حنبل وأخبار معروف الكرخي وكتابه في أغاليط الغزالي في الإحياء في الفصل رقم ثلاثمية وستة وثلاثين تسعة وقد عابوا عليه أشياء الهامش الذيل لابن رجب انتهى الهامش وقد عابوا عليه أشياء منها كثرة أغاليطه في تصاليفه وعذره في هذا واضح وهو أنه كان مكثرا من التصاليف فيصلف الكتاب ولا يعتبره بل يشتغل بغيره ولربما كتب في الوقت الواحد تصاليف عديدة ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة وقد ينقل من التصاليف علم من غير أن يكون متقنا لذلك العلم من جهة الشيوخ والبحث ولهذا نقل عنه أنه قال أنا مرتب ولست بمصنف وكان إذا رأى تصليفا أعجبه صنف مثله في الحال وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل لقوة فهمه وحدة ذهنه فربما صنف لأجل ذلك الشيء ونقيضة بحسب ما يتفق له من الوقوف على تصانيف من تقدم عشرة أما منزلته في الوعظ فما أعرف من يدانيه فيها ولقد قرأت سيرة عشرات من أساتذة الوعظ فما رأيت من أوتي من قوة العارضة وحسن التصرف في فنون القول وشدة التأثير في الناس ما أتيه ابن الجوزي ولم يكن الوعظ في صدر الإسلام صناعة ولا كان في الناس من ينقطع إليه ويعرف به ولم تكن تعقد له المجالس ينصب للوعظ فيها الكراسي ويجتمع فيها الألاف من الناس بل كان الرجل يلقى العالم فيسأله الموعظة فيعظه بكلمة تخرج من القلب لا يعمد فيها إلى تجويد عبارة ولا إلى تحسين لفظ ثم نشأت طبقة اتخذت الوعظ حرفة وعقدت له المجالس وخلطت فيه السنة الصحيحة بالإسرائيليات والرواية بالخطابيات وكان هؤلاء الوعظ يعرفون أو يعرفون بالقصاص الهامش وقد ظن شفيق جبري أن القصاص مثل إسكندر دوما وأضرابه فخبط في الكلام عنهم في كتابه عن الأغاني فخبط في الكلام عنهم في كتابه عن الأغاني خبط أعشى في ليل بهيم انتهى الهامش فما كان عصر ابن الجوزي فما كان عصر ابن الجوزي حتى صار الوعظ فنا له قواعده وله أصوله واتسعت مجالسه وارتفعت منزلة أهله حتى رووا أنه حضر مجلس ابن الجوزي مئة ألف ولست أدري كيف كانوا يسمعون صوته ويفهمون عنه أحد عشر فلما كانت خلافة المستضي قوي اتصال ابن الجوزي به وصنف له الكتاب الذي سماه المصباح المضي في دولة المستضي ولما خطب له بمصر وانقطع حكم العبيديين الذين يدعون بالفاطمين ألف كتاب النصر على مصر وحضر عنده وقرأه عليه ثم أذن له أن يجلس للوعظ في باب بدر في البلاط وأعطاه مالا اثنى عشر وتحت أيدينا وثيقة نادرة المثال فيها وصف مجلس من مجالس وعظه حضره الرحالة النبيه الثقة وسجله في رحلته القيمة هو ابن جبير الأندلوسي الذي قدم بغداد سنة ثمانين وخمسمائة للهجرة وحضر مجالس ابن الجوزي قبل وفاته بسبع عشرة سنة وقد كان عمره يومئذ سبعا وسبعين سنة قال ثم شاهدنا مجلسا ثانيا له بكرة بكرة يوم الخميس بباب بدر في ساحة قصر الخليفة ومناظرة مشرفة عليه وهذا الموضع من حرم الخليفة وقد خص ابن الجوزي بالوصول إلي والتكلم فيه ليسمعه من تلك المناظر الهامش أي النوافذ والشرفات ليسمع انتهى الهامش ليسمعه من تلك المناظر الخليفة نفسه ووالدته ومن حضر من الحرم ثم يفتح الباب للعامة فيدخلون إلى ذلك الموضع وقد بسط بالحصر وجلوس ابن الجوزي بهذا الموضع كل يوم خميس فبكرنا لمشاهدته وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر المتكلم فصعد المنبر فصعد المنبر وأزحى طيلسانه عن رأسه متواضعا لحرمة المكان وقد تسطر قراء القرآن أمامه على كراسي موضوعة الهامش أي جدس صفوفا كالأسطر انتهى الهامش فابتدروا القراءة على الترتيب فشوفوا ما شاءوا وأطربوا ما أرادوا وبادرت العيون بإرسال الدموع فلما فرغوا من القراءة وقد أحصينا لهم تسع آيات من سور مختلفات صدع ابن الجوزي بخطبته الزهراء وأتى بأوائل الآيات في أثنائها منتظمات ومشى في الخطبة على فقرة آخر آية منها في الترتيب إلى أن أكملها وكانت الآية الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس فتمادى على هذا السين وحسن أي تحسين فكان يومه هذا أعجب من أمسه الهامش وكان قد وصف مجلسه الأول في رحلته انتهى الهامش ثم أخذ في الثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته وكنا عنها بالستر الأشرف والجناب الأرأف وكان الخليفة يومئذ الناصر الذي جدد شباب الخلافة العباسية بعد الهرم ثم شرع يسلك سبيله في البعض كل ذلك بديهة لا روية الهامش أي ارتجالا لا إعدادا انتهى الهامش ويصل كلامه في ذلك بالآيات ويصل كلامه في ذلك بالآيات التي كان قراءها القراءة من قبل في المجلس فأرسلت وابلها العيون وأبدت النفوس سر شوقها المكنون وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين وبالتوبة معلنين الهامش الاعتراف من شعائر النصرانية أما الإسلام فيرغب المسلم بستر الذنب والتوبة منه لله وحده انتهى الهامش وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين وبالتوبة معلنين وطاشت الألباب والعقول وكثر الوله والذهول وصارت الناس لا تملك تحصيل ولا تميز معقول ولا تجد للبصر سبيلا ثم في أثناء مجلسه كان ينشد أشعارا من النسيب مبرحة مبرحة التشويق ثم في أثناء مجلسه كان ينشد أشعارا من النسيب مبرحة التشويق بديعة الترقيق تشعل القلوب وجدا ويعود موضعها الغزلي وجدا الهامش الوعظ في سنة الإسلام بالآيات والأحاديث لا بأشعار الغرام انتهى الهامش وكان آخر ما أنشده من ذلك أين فؤادي أذابه الوجد وأين قلبي فما صحى بعد في أبيات لم يزل يرددها والانفعال قد أثر فيه والمدامع تكاد تمنع خروج الكلام من فيه إلى أن خاف الإفحام فابتدر القيام ونزل عن المنبر عجل قد أطار القلوب وجلا وترك الناس على أحر من الجمر يشيعونه بالمدامع الحمر فمن معلن بالانتحاب ومن متعثر بالتراب فيا له من مشهد ما أهول مرآه وما أسعد مرآه قال وما كنا نحسب أن متكلنا في الدنيا يعطي من امتلاك النفوس والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل ثلاثة عشر وهذا وصف لمجلس آخر من مجالسه كتبه بن جوزي بخلمه قال وسألني أهل الحربية الهامش الحربية ضاحية في بغداد انتهى الهامش وسألني أهل الحربية أن أعتقد أن أعقد عندهم مجلسا للوعظ ليلة فوعدتهم ليلة الجمعة السادس من ربيع الأول الهامش أي سنة تسع وستين وخمسمائة للهجرة انتهى الهامش وانقلبت بغداد وعبر أهلها عبورا زاد على نصف شعبان زيادة كبيرة الهامش الاحتفال بنصف شعبان والدعاء فيه بدعة ما لها أصل انتهى الهامش فعبرت إلى باب البصرة الهامش وهو من أبواب بغداد انتهى الهامش فدخلتها بعد المغرب فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة وصحبني منها خلق عظيم فلما خرجت من باب البصرة رأيت أهل الحربية قد أقبل بشموع لا يمكن إحصاؤها فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة فحزرت بألف شمعة وما رأيت البرية الا مملوئة بالأضواء وما رأيت البرية الا مملوئة بالأضواء وخرج أهل المحال والنساء والصبيان ينظرون وكان الزحام كالزحام بسوق الثلاثاء فدخلت الحربية وقد انتلأ الشارع وأكرية الرواشين الهامش جمعوا روشا وهو خص نافذة انتهى الهامش وأكرية الرواشين من وقت الضحى ولو قيل ان الذين خرجوا يطلبون المجلس وسعوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس كانوا ثلاثمائة ألف ما أبعد القائل أربعة عشر وهذا وصف مجلس ثالث قال ابن الجوزي وتكلمت يوم الخميس خامس رجب من هذه السنة الهامش أي سنة تسع وستين وخمسمائة للهجرة انتهى الهامش في قصر الخليفة بعد العصر وحضر السلطان وأخذ الناس أماكنهم من بعد صلاة الفجر وأكرية دكاكين فكان كل موضع فكان كل موضع رجل بقيراط حتى انه اكتريا دكان لثمانية عشر رجلا بثمانية عشر قيراطا ثم جاء رجل فأعطاهم ستة قراريق حتى جلس معهم وكان الناس يقفون يوم مجلسي من باب بدر إلى باب النوبي كأنه العيد الهامش باب بدر من أبواب قصر الخليفة انتهى الهامش ثم ذكر مجالسه سنة احدى وسبعين بباب بدر وحضور الخليفة عنده غير مرة وازدحام الناس من نصف الليل وكان يعظ هو وأبو الخير القزويني قال وكنت أتكلم أسبوعا وأبو الخير القزويني أسبوعا وجمعي عظيم وعنده عدد يسير ثم شاع أن أمير المؤمنين لا يحضر إلا مجلسي قال وبعث إلي بعض الأمراء من أقارب أمير المؤمنين والله ما أحضر أنا ولا أمير المؤمنين غير مجلسك وإنما تلمحنا مجلس غيرك يوما وبعض يوم آخر وحدثني بعض خدم الخليفة أن الخليفة حضر يوما المجلس متحاملا لمرض حصل له قال ولولا شدة محبتك لما حضر لما كان اعتراه من الألم وتكلمت يوم عرف بباب بدر فكان مجلسا عظيما تاب فيه خلق كثير وقطعت شعور كثيرة وكان السلطان حاضرا ثم في يوم عاشراء سنة 72 تكلمت بباب بدر وامتلأ المكان من السحر وطلع الفجر وليس لأحد طريق فرجع الناس وامتلأ الطريق بالناس قياما يتأسفون على فوت الحضور وكان يوم المجلس تغلق أبواب المكان بعد الظهر لشدة الزحام فإذا جئت بعد العصر فتحري وزاحم مع من يمكنه أن يزاحم حتى قال أمير المؤمنين ما هذا الرجل آدمي لما يقدر عليه من الكلام خمسة عشر قال ابن رجب قرأت بخط ناصح الدين الحنبلي الوعب أنه اجتمع في ابن الجوزي من العلوم ما لم يجتمع في غيره وكانت مجالسه الوعضية جامعة للحسن والإحسان باجتماع الظراف في بغداد باجتماع الظراف في بغداد ونظاف الناس وحسن الكلمات المسجعة وحسن الكلمات المسجعة والمعاني المودعة في الألفاظ الرائجة وقراءة القرآن بالأصوات المرجعة والنغمات المطربة وصيحات الواجدين الهامش وهذا كله مخالف لطريقة السلف لما يعرفه خير القرون لم يعرفه خير القرون انتهى الهامش وصيحات الواجدين ودمعات الخاشعين وإنابة النادمين وذل التائبين ووعظ وهو ابن عشر سنين إلى أن مات ولم يشغله عن الاشتغال بالعلم شاغل ولا لعب ولا لها ولا لعب ولا لها ولا سافر إلا إلى مكة ولقد كان فيه جمال لأهل بغداد خاصة وللمسلمين عامة ولقد كان فيه جمال لأهل بغداد خاصة وللمسلمين عامة ستة عشر وأعانه على ذلك أنه كان كما قال الموفق لطيف الصوت حلو الشمائل وخيما نغمة أو رخيما نغمة موزون الحركات لذيذ المفاكهة وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء ومن سائر صنوف بني آدم وأقل ما كان يجتمع فيه عشرة ألاف وأقل ما كان يجتمع فيه عشرة ألاف وربما اجتمع فيه مئة ألف الهامش يعني تقديرا لا تحقيقا انتهى الهامش وربما تكلم من خاطره على الباديهة نظما ونثرا وكان يسمع وعظه مرة الخليفة المستضيء العباسي فالتفت إلى ناحيته وهو في الوعظ قال وقال يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك وإن تكلمت خفت منك وإن سكت خفت عليك وإن قول القائل لك اتق الله خير من قوله لكم إنكم أهل بيت مغفور لكم وكان عمر بن الخطاب يقول إذا بلغني عن عامل أنه ظلم فلم أغيره فأنا ظالم وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول قرقر أو لا تقرقر والله لا ذاق عمر سمناً ولا سميناً حتى يخصب الناس الهامش انظر كتابنا أخبار عمر انتهى الهامش فبكى المستضي وتصدق بمال كثير وأطلق المحبوسين وكسى خلقاً من الفقراء سبعة عشر قال ابن جوزي في لفتة الكبد ولقد وضع الله لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته وقد أسلم على يدي نحو مئتين من أهل الذمة ولقد تاب في مجالسي أكثر من مئة ألف وقد قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما يتعاناه الجهال الهامش أي كما يصنع المخنثون اليوم من ترجيل الشعر وتجعيده وتلميعه وتعطيره وحمل المشط والتشبه في ذلك بالنساء انتهى الهامش ثمانية عشر وكان سر نجاحه في قوة بديهته وسرعة بادرته وحضور ذهنه ونوادر أجوبته ومع كثرة محفوظه وسعة روايته ومن أندر الأجوبة ومن أندر الأجوبة أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين أبي بكر وعلي بين أهل السنة والشيعة وردوا فيما بينهم بما يجيب به الشيخ أبو الفرج فأقاموا له رجلا وسط المجلس فسأله عن ذلك فقال على الفور أفضلهما من كانت ابنته تحته ونزل في الحال حتى لا يراجع فقالت الشيعة يريد عليا لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحته وقال أهل السنة يريد أبا بكر لأن ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن خلكان ولو جاء هذا الجواب بعد الفكر التام وإمعان النظر لكان في غاية الحسن فكيف وهو على البديهة ومن أجوبته أن رجلا سأله أيهما أفضل أسبح أو أستغفر فقال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور وسئل عمن أوصى وهو في النزع فقال هذا رجل طين سطحه في كانون ومن قوله شهوات الدنيا أنموذج يعرض ولا يقبض أي أنها أنموذج للذات في الآخرة يراها المرء معروضة في الدنيا ليختار منها ما يريد اقتناءه فيها يقدم ثمنها عملا صالحا يشتريها به في أسواق الجنة وقال في حديث أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين أنها طالت أعمار الأوائل لطول البادية فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل حث المطي ومن كلامه من قنع طاب عيشه ومن طمع طال طيشه ومن مناجاته إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك ولا قدما تمشي إلى خدمتك ولا يدا تكتب حديث رسولك فبعزتك لا تدخلني الجنة فقد علم أهلها أني كنت أذب عن دينك انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني تسعة عشر وابن الجوزي عربي قراشي تيمي يتصل نسبه بأب بكر الصديق أبوه علي بن محمد ابن علي ابن عبيد الله الهامش الزيادة من ذيل الطبقات لابن رجب انتهى الهامش أبوه علي بن محمد ابن علي بن عبيد الله ابن عبد الله بن حمادي ابن أحمد ابن محمد ابن جعفر وجعفر هذا هو الذي لقب بالجوزي نسبة إلى مشرعة الجوز وهي فرضة أو فرضة نهر البصرة الهامش الفرضة المرفأ انتهى الهامش وقيل بل نسبة إلى جوزة كانت في داره بواسط لم يكن بواسط جوزة غيرها وتوارث أبنائه هذا اللقب وجعفر هذا هو ابن عبد الله بن القاسم ابن النضر بن القاسم ابن محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان أهله تجارا بن نحاس الهامش البداية والنهاية وذيل الطبقات انتهى الهامش لم يشتغل بالعلم غيره قال في لفتة الكبد وعلم يا بني اننا من أولاد أبي بكر الصديق ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء فما كان من المتأخرين من رزق همة من رزق همة في طلب العلم غيري وقد صرح في مواضع من صيد الخاطر بأن أباه توفي وهو صغير وكان موسرا وقد خلف أموالا كثيرة فما أعطوه منها إلا عشرين دينارا ودارين وقالوا له هذا نصيبك من إرث أبيك فاشترى بذلك كتبا وأن أمه أهملته وانصرفت عنه الهامش قال ابن رجب لما مات أبوه كافلته أمه وعمته انتهى الهامش وذكر ابن كثير أن عمته رعته وأخذته لما أدرك إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ وذكر ابن كثير أن عمته رعته وأخذته لما أدرك إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ فاعتنى به وأسمعه الحديث وحفظه القرآن وفي شذرة الذهب أن محمد بن ناصر خاله وفي شذرة الذهب أن محمد بن ناصر خاله الهامش وأظنه وهما من صاحب الشذرات انتهى الهامش وكان مولده في بغداد وقال لا أحقق تاريخ مولدي غير أنه مات والدي سنة أربع عشر وقالت الوالدة كان لك من العمر ثلاث سنين وقد اتفق كل من ترجم له على أنه لم يكن في صغره يألف الصبيان أو يلعب لعبهم وأنه نشأ على العفاف والصلاح قال في لفتة الكبد أذكر نفسي وليهمة عالية وأنا في المكتب ابن ست سنين وأنا في المكتب ابن ست سنين وأنا قرين الصبيان الكبار قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ فما أذكر أني لعبته في طريق مع الصبيان قط ولا ضحكت ضحكا عاليا حتى أني ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع فأطلب المحدث يتحدث فأحفظ جميع ما أسمعه وأذهب إلى البيت وأكتبه ولقد رفق بي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار وأنا لا أعلم ما يراد مني وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت فناولني ثبتها فناولني ثبتها الهامش أي أجازه بها انتهى الهامش فناولني ثبتها ولازمته إلى أن توفي رحمه الله فنلت به معرفة الحديث والنقل ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفردون على الجسر وأنا في زمن الصغر أخذ جزءا وأقعد أخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس فأتشاغل بالعلم الهامش أي مبتعدا عنهم انتهى الهامش عشرون وأبو الفضل محمد بن ناصر هو الحافظ الثقة البغدادي فقيه كان شافعيا ثم مال إلى مذهب الحنابل وعلي بالحديث فبرع فيه وصار شيخ المحدثين وكان دينا فقيرا متعففا نظيفا وقف كتبه على طلب العلم ووصفه ابن الجوزي بأنه كان حافظا ضابطا متقنا ثقة من أهل السنة لا مغمز فيه وكان كثير الذكر سريع الدمع قال وهو الذي تولى تسميع الحديث قرأت عليه ثلاثين سنة ولم أستفد من أحد استفادتي منه قال ابن الجوزي وحملني ابن ناصر إلى أب القاسم الهروي في سنة عشرين فلقنني كلمات من الوعظ وجلس لودع أهل بغداد مستندا إلى الرباط الذي عند السور في الحلب ورقاني يومئذ المنبر فقلت الكلمات وقدر الجمع يومئذ وقدر الجمع يومئذ بخمسين ألفا واحد وعشرون ثم صحب أب الحسن ابن الزاغوني ولا زمه قال ابن جوزي كان له في كل فن من العلم حظ وافر ووعظ مدة طويلة وصحبته زمانا فسمعت منه الحديث وعلقت عنه من الفقه والوعظ وكانت له حلقة بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة ثم يعظ فيها بعد الصلاة ويجلس يوم السبت أيضا وشهد ابن ناصر للزاغوني أنه كان فقيه الوقت الهامش أي في الوذهب الحنبلي انتهى الهامش وأنه كان مشهورا بالصلاح والديانة والورع والصيانة وتوفي ابن الزاغوني حتى بلغ ابن الجوزي سن الحلم الهامش سنة 28 وخمسمائل الهجرة انتهى الهامش فطلب ابن الجوزي خلفته الهامش أي أن يحل محلة انتهى الهامش فطلب ابن الجوزي خلفته فلم يعط ذلك فلم يعط ذلك لصغره وأعطيته الخلفة وأعطيت الخلفة لأبي علي الرذاني فذهب ابن الجوزي الى الوزير فألقى بين يديه فصلا في المواعب فأذن له بالوعظ في جامع المنصور قال فتكلمت فيه فحضر مجلسي اول يوم جماعة من اصحابنا الكبار من الفقهاء منهم عبدالواحد ابن شعيب وابو علي ابن القاضي وابو بكر ابن عيسى وغيرهم ثم تكلمت في مسجد معروف الهامش اي الكرخي ثم تكلمت في مسجد معروف اي الكرخي انتهى الهامش وفي باب البصرة ونهر المعلة فاتصلت المجالس واشتد الزحام وقوي اشتغال بفنون العلم وانقطعت مجالس ابي علي الرذاني اثنان وعشرون وقرأ بعد ابن الزاغني الفقه والخلافة والجدل والاصول على ابي بكر الدينوري والقاضي ابي يعلى وتتبع مشايخ الحديث والفقه فكان منهم القاضي ابو بكر الانصاري وابو القاسم الحريري وابو السعادات المتوكلي واخوه يحيا وابو عبد الله البارع وابو الحسن علي بن احمد الموحد وابو غالب الماوردي وابو منصور ابن خيرون وابو القاسم السمرقندي وعبد الوهاب الانماطي وعبد الملك الكرخوي وابو سعد الزوزني وابو سعد البغدادي ويحيا ابن الطراح واسماعيل ابن ابي صالح المؤذن وابو القاسم علي الهراوي الواعظ وابو منصور القزاز وعبد الجبار ابن مندة قال ولم اقنع بفن واحد بل كنت اسمع الفقه والحديث واتبع الزهاد ثم قرأت اللغة ولم اترك احدا ممن يروي ويعظ ولا غريبا يقدم الا واحضره واتخير الفضائل ولقد كنت ادور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لالا اشبق وكنت اصبح وليس لي مأكل وامسي وليس لي مأكل وما اذلني الله لمخلوق قط ولو شرحت احوالي لا طال الشرح وهو يصف شيوخه في الفصل الرابع والتسعين بان منهم من لم يكن يتحرج من الغيبة وان منهم من يأخذ على التحديث اجرة وان منهم من يسرع بالجواب لان لا ينقص جاهه وان منهم من كان على نهج السلف كعبدالوهاب الانماطي وابي منصور الجوالقي وانه لذلك انتفع بهما اكثر من انتفاعه بغيرهما ثلاثة وعشرون والانماطي هو المحدث الحافظ الفقيه الحنبلي كان واسع الرواية دائما البشر سريع الدمعة عند الذكر حسن المعاشرة جمع الفوائد وخرج التخاريج كان بقية الشيوخ ذكره ابن الجوزي في عدة مواضع من كتبه كمشيخته وطبقات الاصحاب المختصرة والتاريخ الهامش ابن رجب انتهى الهامش وصفوة الصفوة وصيد الخاطر واثنى عليه كثيرا ومما قال عنه ومما قاله عنه انه كان ثقة ثبتا ذا دين وورع كنت اقرأ عليه الحديث وهو يبكي فاستفدت ببكائه اكثر من استفادتي بروايته ودخلت عليه في مرضه وقد بلي وذهب لحمه وقد بلي وذهب لحمه فقال ان الله عز وجل لا يتهم في قضائه وما رأينا في مشايخ الحديث اكثر سماعا منه ولا اكثر كتابة للحديث منه مع المعرفة به ولا اصبر على الاقراء ولا اكثر دمعة وبكاء مع دوام البشر وحسن اللقاء ولا يغتاب عنده احد الهامش وكان على ذلك الشيخ بدر الدين الحسيني او الحسني محدث الشام في القرن الرابع عشر الهجري انتهى الهامش وكان سهلا في اعارة الاجزاء وكنا ننتظره يوم الجمعة بجامع المنصور فلا يجيء من قنطرة من قنطرة باب البصرة وانما يجيء من القنطرة العتيقة فسألته عن هذا فقال تلك دار ابن معروف القاضي فلما غضب عليه السلطان اخذها وبنى عليها القنطرة قال لنا وسمعت ان ابن معروف احل كل من يمر عليها الهامش اي سامح احل اي سامح انتهى الهامش وسمعت ان ابن معروف احل كل من يمر عليها الا اني لا افعل توفي يوم الخميس الحادي عشر من شهر المحرم من عام ثلاثة وثمانين وخمسمائة للهجرة والجوالقي استاذ عصره في علوم العربية وكان مدرسها في المدرسة النظامية الهامش وهي اول جامعة في الدنيا انتهى الهامش وكان امام الخليفة المقتفي كان متدينا ثقة ورعا غزير الفضل كامل العقل مليح الخط كثير الضبط له التصانيف الكثير قال قال ابن الجوزي قرأت عليه كتابه المعرض وغيره من تصانيف وكان ممن تلقى عنه ابن ناصر وله قصة طريفة مع ابن التلميذ النصراني طبيب المقتفي مروية في الشذرات الهامش في الجزء الرابع في الصفحة رقم 127 انتهى الهامش توفي يوم الأحد الخامس عشر من شهر المحرم من عام اربعين وخمسمائة للهجرة اربعة وعشرون وهو يكثر الكلام عن نفسه في صيد الخاطر فيبين انه نشأ في النعيم وربي على الدلال وانه قد حبب وانه قد حبب اليه العلم من زمن الطفولة ولم يرغب في فن واحد من فنونه بل رغب في كل فن وانه يتردد ابدا بين الزهد والعبادة وبين العلم والبحث الهامش في الفصل الواحد والعشرين انتهى الهامش وان من لداته واصحابه من انفق عمره في اكتساب الدنيا ثم لم ينل منها ما ناله مهو وان عيشه الين من عيشهم وجاهه اعلى من جاههم الهامش في الفصل رقم 167 انتهى الهامش وبين كيف كان في زمن الطلب يأخذ معه ارغفة يابسة ويخرج في طلب الحديث فيقعد على نهر عيسى لا يقدر على اكل هذا الخبز اليابس الا عند الماء كلما اكل لقمة شرب عليها شربة وانه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الايمان ما يخاف على نفسه العجبة ان شرح الهامش في الفصل رقم 167 ايضا انتهى الهامش وبين انه سلك في اول امره طريق الزهاد وانه برع في الوعظ حتى اتصل بهذه البراعة بالسلطان ففقد بصحبته ما كان يجد في قلبه من النور الهامش الفصل رقم 46 انتهى الهامش ووصف علو همته وطموحه الهامش في الفصل رقم 178 انتهى الهامش 25 قال ابن العماد وكان يراعي حفظ صحته وتلطيف مزاجه وما يفيد عقله قوة وذهنه وما يفيد عقله قوة وذهنه حدة لباسه الابيض الناعم المطيب وله مجون لطيف ومداعبات حلوة ولا ينفك من جارية حسناء وما تناول مالا من جهة لا يتيقن حلها ولا ذل لأحد قال في لفتة الكبد يخاطب ولده وما ذل ابوك في طلب العلم قط ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاض ولا بعث رقعة الى احد يطلب منه شيئا وكانت لحيته قصيرة جدا وقد ذكر انه شرب حب البلادر فسقطت لحيته الهامش حب البلادر او البلادر هو حب البلادر بالذال واسمه العلمي باللاتينية انتهى الهامش وقد ذكر انه شرب حب البلادر فسقطت لحيته وكان يخضبها بالسواد الى ان مات وصنف في جواز الخضاب بالسواد مجلدا ستة وعشرون قال ابن كثير وكان فيه بهاء وترفع واعجاب بنفسه وسوء بها اكثر من مقامها وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمه فمن ذلك قوله ما زلت ادرك ما غلى بل ما على واكابد النهج العسير الاطول تجري بيالامال في حلباته جري السعيد الى مدى الى مدى ما امل افضي او افضى بيالتوفيق فيه الى الذي اعيا سوايا توصلا وتغلغل لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي قال لا قال ابن رجب مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه والترفع والتعاظم وكثرة الدعاوة ولا ريب انه كان عنده من ذلك طرف سامحه الله سبعة وعشرون كان الوزير ابن يونس الحنبلي قد عقد مجلسا للركني عبد السلام ابن عبد القادر الجيلي او الجيلي الهامش انتهى الهامش واحرقت كتبه وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي الاوائل شيء كثير وذلك بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء وانتزع الوزير منه مدرسة جده مدرسة جده وسلمها الى ابن الجوزي فلما ولي الوزارة ابن القصاب وكان رافضيا خبيثا سعى في القبض على ابن يونس وتتبع اصحابه فقال له الركن اين انت عن ابن الجوزي فانه ناصبي ومن اولاد ابي بكر فهو من اكبر اصحاب ابن يونس وعطاه مدرسة جدي واحرقت كتب بمشورته فكتب ابن القصاب الى الخليفة الناصر وكان الناصر له ميل الى الشيعة ولم يكن له ميل اخر ايامه الى الشيخ ابي الفرج بل قد قيل انه كان يقصد اذاه وقيل ان شيخ ربما كان يعرض في مجلسه وقيل ان شيخ ربما كان يعرض في مجالسه بذن الناصر فامر بتسليمه الى الركن عبد السلام فجاء الى دار الشيخ وشتمه واغلظ عليه وختم على كتبه وداره وشتت عياله فلما كان في اول الليل حمل حمل في سفينة وليس معه الا عدوه الركن وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل وعلى رأسه تخفيفة فاحذر الى واسط وكان ناظرها شيعيا فقال له الركن مكني من عدوي لأرميه لأرميه في المطمورة فزبره فقال يا زنديق ارميه ارميه بقولك هاتي خط الخليفة والله لو كان من اهل مذهبي لا بذلت روحي ومالي في خدمته فعاد الركن الى بغداد قال ابن القادسي لما حضروا واسط جمع الناس وادعى ابن عبد القادر على الشيخ انه تصرف في وقف المدرسة واقتطع من مالها كذا وكذا وكذب فيما ادعاه وانكر الشيخ وصدق وبر وافرد للشيخ دار وافرد للشيخ دار بدرب الديوان وافرد له من يخدم ودقي الشيخ محبوسا بواسط في دار بدرب الديوان وعلى بابها بواب وكان بعض الناس يدخلون عليه ويستمعون منه ويملي عليهم وكان يرسل اشعارا كثيرة الى بغداد واقام بها خمس سنين يخدم نفسه بنفسه ويغسل ثوبه ويطبخ ويستقل الماء من البئر ولا يتمكن من خروج الى حمام ولا غيره وقد قارب الثمانين ويقال انه بقي خمسة ايام في السفينة حتى وصل الى واسط لم يأكل فيها طعاما وذكر عنه انه قال قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة ما قرأت فيها سورة يوسف من حزن على ولدي يوسف الهامش اي على بعده عن انتهى الهامش والذي ذكره ابو الفرج ابن الحنبلي عن طلحة العلني ان الشيخ كان يقرأ في تلك المدة ما بين المغرب والعشاء ثلاثة اجزاء او اربعة من القرآن وبقي على ذلك من سنة تسعين الى سنة خمس وتسعين سنة خمسمائة خمسة وتسعين فأفرج عنه وقدم الى بغداد وخرج خلق كثير يوم دخوله لتلقيه وفرح به اهل بغداد فرحا زائدا ونودي له بالجلوس يوم السبت فصل الناس الجمعة وعبروا يأخذون مكانات موضع المجلس عند تربة ام الخليفة فوقع تلك الليلة مطر كثير ملأ الطرقات فأحضر في الليل فراشون ورز جاريا فنظفوا موضع الجلوس وفرشوا فيه دقاق الجس والبواري ومضى الناس وقت المطر الى قبر معروف تحت الصابات حتى سكن المطر ثم جلس الشيخ بكرة السبت وعبر الخلق وحضر ارباب المدارس الصوفية وحضر ارباب المدارس والصوفية ومشايخ الربط او الربط وامتلأت البرية حتى ما كان يصل صوت الشيخ الى آخرهم واعاد الخليفة الشيخ الى بغداد وخلع عليه وجلس عند تربة ام الخليفة للوعظ وانشد شقينا بالنوى زمنا فلما تلاقينا كأن ما شقينا سخطنا عندما جنت الليالي فما زالت بنا حتى رضينا سعدنا بالوصول وكم شقينا بكاسات الصدود وكم فنينا فمن لم يحي بعد الموت يوما فمن لم يحي بعد الموت يوما فأنا بعدما متنا حينا ولم يزل الشيخ على عادته الاولى في الوعظ ونشر العلم وكتابته الى ان مات ثمانية وعشرون قال صبته ابو المظفر جلس قال صبته ابو المظفر جلس جدي يوم السبت سابع شهر رمضان يعني سنة سبع وتسعين وخمسمائة تحت تربة ام الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي وكنت حاضرا فانشد ابياتا قطع عليها المجلس وهي هذه الله اسأل ان يطول مدتي وانال وانال بالانعام ما في نيتي الله اسأل ان يطول مدتي وانال بالانعام ما في نيتي لهمة في العلم ما من مثلها وهي التي جنت النحول هي التي كم كان لي من مجلس لو شبهت حالاته لتشبهت بالجنة اشتاقه لما مضت ايامه عللا او عللا وتعذر ناقة انحنت يا هل للليلات يا هل لليلات بجمع عودة يا هل لليلات بجمع عودة ام هل الى وادي منا من نظرتي قد كان احلى من تصاريف الصبا ومن الحمام مغنيا في الايكة فيه البديهات التي ما نالها خلق بغير مخمر ومبيت برجاحة وفصاحة وملاحة تقضي لها عدنان بالعربية وبلاغة وبراعة ويراعة ظن النباتي انها لم تنبتي واشارة تبكي الجنيد وصحبه واشارة تبكي الجنيد وصحبه في رقة ما نالها ذر رمتي الهامش في قوله يا هل ليلات بجمع عودة قوله جمع هي مزدلفة وتسمى المشعر الحرام انتهى الهامش قال ابو المظفر ثم نزل عن المنبر فمرض خمسة ايام وتوفي وكانت وفاته ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة للهجرة بين العشاءين وعمره نحو التسعين وغسل وقت السحر واجتمع اهل بغداد وغلقت الاسواق وحملت جنازته على رؤوس الناس وكان الجمع كثيرا جدا وكان الشهر تموز الهامش اشذرات وغيرها انتهى الهامش فافطر بعض من حضر لشدة الحر وكثرة الزحام وما وصل الى حفرته الا وقت صلاة الجمعة والمؤذن يقول الله اكبر ودفن بباب حرب بالقرب من مدفن احمد بن حنبل واوصى بان يكتب على قبره هذه الابيات يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه جاءك المذنب يرجو جاءك المذنب يرجو الصفحة عن جرم عن جرم يديه انا ضيف وجزاء الضيف احسان اليه وحزن الناس عليه حزنا شديدا وبكوا عليه بكاء كثير وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات بالقناديل والشموع والجماعات الهامش وهذا كله من البدع المكروهة في الاسلام انتهى الهامش قال صبط بن الجوزي ومن العجائب ان كنا جلوسا عند قبره بعد انفضاض العزاء واذا بخال محي الدين يوسف قد صعد من الشط وخلفه تابوت فعجبنا وكنا ترى من مات في الدار واذا بها والدة محي الدين وعهد بها في ليلة الجمعة التي مات فيها جدي في عافية تامة قائمة ليس بها مرض فكان بين موتها فكان بين موتها وموته يوم وليلة وعد الناس ذلك من كراماته لانه كان محبا لها لا يصبر على البعد عنها 29 وكان له من الاولاد ثلاثة ذكور وثلاث اناث وكان له من الاولاد ثلاثة ذكور وثلاث اناث اكبر اولاده عبد العزيز وقد مات شابا في حياة ابيه سنة اربع اربع وخمسين وخمسمين الهجرة والثاني ابو القاسم علي الذي الف له لفتة الكبد في نصيحة الولد الهامش هي رسالة صغيرة اعاد نشرها الصديقان الاستاذ الشيخ ناصر الالباني والاستاذ محمود مهدي انتهى الهامش ورجى ان ينبغى في العلم وان يخلفه فما اراد الله ذلك وقد كان عاقا له وكان مع خصومه ايام المحنة وتسلط على كتبه فباعها بابخس الاثنان والثالث نحي الدين يوسف وكان اصغر اولاده ولد سنة ثمانين وخمسمين للهجرة قرأ القرآن بالقراءات العشر على ابن الباق اللاذين وسمع الحديث من ابيه وكان كثير المحفوظ قوي المشاركة في العلوم اشتغل بالفقه والخلاف والاصور فبرع في ذلك وزاد في الشهرة على ابيه ووعظ من صغره على طريقة ابيه وعلى امره وعظم شأنه وولي الولايات الجليلة ثم عزل عن جميع ذلك فانقطع في داره يفتي ويدرس ثم اعيد الى الحسبة وكان السفير الخليفة الى ملوك الاطراف ثم صار استاذ دار الخليفة المستعصم وقتل معه الهامش قوله ثم صار استاذ دار الخليفة المستعصم اي وزير البلاط انتهى الهامش وهو الذي بنى المدرسة الجوزية في دمشق الهامش وهي على يمين الداخل الى بيت العظم في البذورية وكان فيها على ايامنا مدرسة الاسعاف الخيري ثم جددت وصار اسفلها دكاكين انتهى الهامش وهو الذي بنى المدرسة الجوزية في دمشق والى هذه المدرسة ينسب ابن قيم الجوزية العالم المعروف لان اباه كان قيم عليها وبغض وبعض الناس يخلطون بينه وبين ابن الجوزي حتى طبع في مصر سنة تسع عشر وثلاثمائة والف للهجرة كتاب او كتاب اخبار النساء لابن الجوزي فنسبوه الى ابن القيم فنسبوه الى ابن قيم الجوزية مع ان بين وفاة هذا ووفاة ذاك ستين سنة وهذا دمشقي وذك بغدادي وكان من بناته رابعة ام ابي المظفر ابن فرغل الهامش قزو او غلي انتهى الهامش والمشهور بسبط ابن الجوزي صاحب الكتاب او صاحب التاريخ الكبير المعروف بمرآة الزمان رحم الله الجميع هذا تعريف بالمؤلف وان كان لا يحتاج الى تعريف اما الكتاب فلو اني افضت الكلام في توضيح مزاياه وعرض مسائله لجئت بمثله لذلك اكتفيت بالاشارة الى بعض ما فيه فيه مواعد تصل الى قرارة النفس يخاطب فيها القلب بالعاطفة والعقل بالدليل يخاطب فيها القلب بالعاطفة والعقل بالدليل يمزجها معا مزجا عجيبا فيه من شواهد الاشعار وعجائب الاخبار ما يثبته في النفس والمواعد بذور تلقى في الارض والمواعد بذور تلقى في الارض لتنبت الصلاح وتثمر الجنة ومن البذور ما يلقى في ارض جافة فيذهب مع الريح ومنهما يكون بعد شق الارض وسقيها فيكون منه النبات والثمر فالأول كمن يلقي الموعظة وحدها والثاني كمن يمهد لها تمهيد المؤلف رحمه الله وأجزل ثوابه ومن أعظم ما سمعت من المواعد التي يقول كل سامعا لها صدق فيها ويدرك كل مفكر فيها صحتها ما ذكره في الفصل الثالث وأعاده في الفصل السادس والسبعين وما بينه في الفصل الواحد والثمانين من أن لذة المعصية ساعة وعاد إليه في الفصل رقم 126 والفصل رقم 139 وهو يذكر دائما بوقوع الموت وفناء الدنيا في الفصل رقم 4 والفصل رقم 132 ولكنه ينكر على من يدعو إلى التخلي عنها ونفض اليد منها لأنه لا رهبانية في الإسلام ولو أن كل مسلم اتخذ لنفسه بيتا للعبادة فانقطع فيه أو ساح في الأرض لما كان المسلمون سادة الأرض ولما كانوا أعز الأمم بل كانوا أمة دراويش وكسالة وقد جاء في الخبر أنه لما أراد عثمان بن مضعون أن يسيح في الأرض أو يدخل في غرفة له يعتزل فيها للعبادة نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره أنها رهبانية وما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرهبانية الفصل التاسع عشر ويبين أنه من ويبين أن من مداخل إبليس على أهل الزهد ترغيبهم بالخروج عن أموالهم في الفصل رقم خمسة عشر وشرح حقيقة الزهد عند السلف في الفصل السادس والثلاثين وأن حب الدنيا فطرة في الإنسان ومن ادعى بغضها فهو كاذب وأن من المنتسبين إلى التصوف من يدعي بغضها والزهد فيها وهو منغمس فيها الفصل الأول بعد المئة وأن المطلوب الاعتدال الفصل السابع بعد المئة وأن ترك المشتهيات كلها ليس في الإسلام الفصل رقم ثمانية بعد المئة وتكلم عن انحراف الصوفية كلاما مستفيدا في الفصل الواحد والستين بعد المئة وعن أكلهم الدنيا بالدين وتظاهرهم بالفقر وهم أغنياء يكنزون الذهب في الفصل الحادي عشر بعد المئتي وإذا كان داء أكثر الناس قسوة القلب حتى لا يلين لموعظه ولا يتفتح لنصيحه فإن المؤلف وهو طبيب القلوب يصف لك الدواء لترقيقه في الفصل الثاني والعشرين ثلاثون ويتكلم في مجاهدة النفس في الفصل الواحد والتسعين والصبر على التقوى في الفصل التاسع والثمانين ومخالفة الهوى في الفصل الرابع والخمسين بعد المئة والصبر على المرض والموت في الفصل الثامن والتسعين بعد المئة ويبحث في حقيقة الموت وأن من عرفها لم يحزن على من مات في الفصل الخامس والتسعين بعد المئة ويبين أن للخلوة تأثيرا في الجلوة فمن اتق الله في سريرته رفع الله قدره عند الناس الفصل الخامس عشر بعد المئة وأذاع فضله في الفصل السابع والاربعين بعد المئة ومن عصى الله بطاعة غيره صلطه الله عليه وضرب على ذلك أمثلة من الأخبار التاريخية الثابتة في الفصل الثاني والثمانين بعد المئة وأن جماعة من الصالحين عاملوا الله بصدق فعاملهم بمثله في الفصل الثامن والعشرين بعد المئة وآخرين تفسحوا وظنوا أن العلم يدفع عنهم في الفصل التاسع والعشرين بعد المئة واحد وثلاثون وفيه خواطر في الإيمان كبحثه في حب الله وتفسير قوله تعالى يحبهم ويحبون في الفصل السادس والعشرين وأن الإيمان هو الإذعان والتسليم لأن العقل يعجز عن إدراك سر القدرة وحكمة المقدر في الفصل السابع والعشرين وعاد إلى شرح ذلك وبيان أن النجاة في التسليم في الفصل الثالث والأربعين إثنان وثلاثون وبحث في معرفة الله في الفصل الخامس والأربعين وشرح صفة العارف بالله في الفصل الثامن والثمانين والأنس به في الفصل السابع والسبعين وأن يراقب المؤمن الله ولا يغتر بحلمه في الفصل الثالث والثمانين فمن راقبه عظم في الناس قدره في الفصل الرابع والثلاثين بعد المئة وأن يتوب في الفصل الخامس والثمانين وأن لا يستصغر الذنوب في الفصل الرابع والثمانين وان لا يسكن الى توبته ولو قبلت في الفصل التاسع والثمانين بعد المئتين ثلاثة وثلاثون وبين درجات قوة الايمان في الفصل الثامن والستين والفصل الثالث والعشرين بعد المئتين وان قوة الايمان انما تظهر بالصبر على البلاء والرضى بالقضاء في الفصل الثالث والسبعين وان الناس يتساوون وقت النعم وقت النعم فاذا انزل البلاء تباين في الفصل السابع والثمانين وان للبلايا نهايات معلومة قد تطول في الفصل الخامس والثلاثين بعد المئة فلابد من الصبر عليها في الفصل الثالث بعد المئة وبين فوائد هذا الصبر في الفصل الرابع بعد المئة وان المؤمن الكامل الايمان ليس الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات فقط بل الذي يرضى عن الله في حالي العسر واليسر في الفصل الثالث والتسعين بعد المئة اربعة وثلاثون ويتكلم في الفصل السابع والتسعين بعد المئة عن حكمة القدر كلاما هو الغاية في الجودة والاحكام وان العقل يعجز عن البحث فيها في الفصل الثالث والخمسين بعد المئة والفصل السبعين بعد المئتين وهو ما قرره كانت بعد المؤلف بقرون وهو ما قرره كانت بعد المؤلف بقرون وان الاعتقاد بوجود اله لهذا الكون بديهية الفصل الخامس في الفصل الخامس والسبعين بعد المئة وهو ما قاله دوركهايم في ايامنا وعد من حسناته انتهى الشريط الاول وننتقل الى الشريط الثاني الشريط الثاني الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي وفيه خمسة وثلاثون وفيه خواطر عرض فيها لمسائل من عالم الغيب الميتافيزيك كبحثه في النفس والروح في الفصل الرقم عشرين واستدلاله على الاخرى بان الانسان كلما نال لذة طمح الى اخرى وانه يبتغل جديد دائما الفصل في الفصل رقم ثماني وعشرين وتكلم في دلالة الوحدانية في الفصل رقم ثلاثين والفصل الثمانين بعد المئة والفصل الرابع والسبعين بعد المئتين ورد على من يعترض على حكمة الخالق في الفصل السادس بعد الثلاثمية ستة وثلاثون وتكلم في الدعاء وتأخر الإجابة وأن في ذلك ستة فوائد في الفصل الثامن والثلاثين وعاد إلى الكلام في تأخير الإجابة في الفصل الرابع والسبعين وأن الإنسان لا يكاد يدعو إلا بطلب الفضول في الفصل الخامس والثمانين ولا ينبغي له أن يسخط أو يعترض أن إن تأخرت الإجابة في الفصل الخامس بعد المئة والفصل الواحد والثلاثين بعد المئة ووسع في الكلام في هذا المعنى في الفصل الثامن والأربعين بعد المئة وبين أنه ربما كان المنع لطفا من الله به في الفصل الثاني والثلاثين بعد المئتين وبين الحكمة في عدم إجابة الدعاء في الفصل الثاني والتسعين بعد المئتين سبعة وثلاثون وتكلم في الخوف والرجاء في الفصل الأربعين والفصل الرابع وستين وأن من عرف الله خافه وأن المطمئن ليس من أهل المعرفة بالله في الفصل السادس والثمانين ثمانية وثلاثون وتكلم في التوكل واتخاذ الأسباب في الفصل الواحد والخمسين وأن قلوب العارفين يغار عليها من الأسباب أو يغار عليها من الأسباب وكلامه في هذا لا دليل عليه من النقل ولا من العقل وإنما هو من شطحات صوفية التي ينكرها عليهم في الفصل السابع والستين وفي الإيمان بالقدر ووجوب الاحتراز في الفصل التاسع والسبعين بعد المائتين وأن لم يحترز بعقله هلك وأن من لم يحترز بعقله هلك في الفصل الثالث والثمانين بعد المائتين تسعة وثلاثون ويتكلم في الملائكة والبشر أيهما أفضل في الفصل الثاني والأربعين وهي مسألة عرض لها المتكلمون مع أنها مما لم يكلفنا الله اعتقاده ولا يسألنا عنه ولو اختصرنا في العقائد على ما أوجبه الله علينا وجاءت به النصوص التي تفيد العلم ولم ندخل فيها أمورا لم يكن يراها السلف منها ولا يطالبون من يدخل دين الإسلام بها لو فعلنا ذلك لا استرحنا من كثير من الخلاف الذي أضاع وقتنا وأذهب قوتنا وفرق جمعنا وجعل منا طوائف وشيعا أربعون وأكثر الكلام في التشبيه والتأويل ورأيته لا يستقر في ذلك على رأي بل هو يضطرب فيه وينحرف يمينا وشمالا تارة وتارة حتى اضطررت في الحواشي التي علقتها على الكتاب أن أرده إذا مال وأصرفه إلى الاعتدال وكنت أعجب في ذلك منه حتى رأيت سره فيما قاله ابن رجب قال ونقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا يعني الحنابلة ونقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا يعني الحنابلة ميله إلى التأويل في بعض كلامه واشتد نكيرهم عليه في ذلك ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف وكان معظما لأب الوفاء بن عقيل متابعا لأكثر ما يجده من كلامه وإن كان قد رد عليه في بعض المسائل وكان ابن عقيل بارعا في الكلام ولم يكن تام الخبرة بالحديث والأثار فلهذا يضطرب في هذا الباب وتتلون فيه أراءه وأبو الفرج تابع له في هذا التلون فهو في الفصل التاسع والأربعين يرد على المشبهة ردا قويا وفي الفصل الواحد وستين يرد على المتأولين وينتهي إلى الحق وهو التسليم والتفويض وترك الخوض في الآيات المتشابهات أصلا وفي الفصل الواحد والسبعين يرد على الفريقين وينصر مذهب التفويض ويعود إلى هذا المعنى في الفصل الثالث والعشرين بعد المئة ويطعن في الأشاعرة ويكاد يسرح بأن عقيدة التشبيه أصلح للعوام ويعود إلى هذا في الفصل التاسع عشر بعد الثلاثمائة ويرد على المجسمة في الفصل الواحد والتسعين بعد المئة ثم يرد على علماء الكلام في الفصل الرابع والتسعين بعد المئة وبيّن في الفصل السابع والثلاثين بعد المئتين أن سبب تخليط العقائد قياس الأمور المغيبة على الأمور المشاهدة وهو يميل في هذا الفصل إلى مذهب الأشاعرة وبيّن في الفصل السادس والأربعين بعد المئتين أن معرفة ذات الله مستحيلة واحد واربعون وينهي في الفصل التاسع والثمانين بعد المئة عن علم الكلام وينهى في الفصل التاسع والثمانين بعد المئة عن علم الكلام وينصح العاقل أن لا يتطلع إلى ما لا يدركه عقله وأن ينظر فيما يصلح أو فيما يصلح آخرته ويضرب المثل فيما في من يترك أمر القرآن ونهيه ووعده ووعيده ويفكر في القرآن مخلوق أو غير مخلوق وفي القراءة هل هي عين المقروء أو غير المقروء بملك أمر قواده بأمر فأطاعوه ونفذوه إلا واحدا قعد يفكر في كتاب الملك هل كتبه بمداد أو بحبر وهل كتبه قاعدا أو قائما حتى علم الملك بطاعتهم وعصيانه فأثابهم وعاقبه وهذا مثال من يقرأ إن الله سميع بصير فلا يراقب لسانه حتى لا يسمع منه الله إلا خيرا فلا يراقب لسانه حتى لا يسمع منه الله إلا خيرا ولا يرا إلا طاعة بل يبحث في سمع الله وبصره ويقرأ يد الله فوق أيديهم فلا يخضع خضوع العبد الذليل لمن يده فوق أيدي الناس ويطيعه ويمتثل أمره بل يقول اليد ما اليد والاستوى ما الاستوى لا يسعه ما وسع الصحابة وكبار التابعين الذين قرأوا هذه الآيات وآمنوا بها ولم يقولوا فيها شيئا أبدا لا هم أجروها على حقيقتها وصرحوا بها كما يصرح بها قوم ولا هم أولوها وصرفوها عن ظاهرها كما يفعل أقوام بل سكتوا وفوضوا أفلا نسكت نحن ونفوض ونسد باب الخلاف بيننا ونقطع هذا التنازع اثنان واربعون وهو ينظر دائما في أحوال العلماء والمتزهدين ويزينها بميزان الشرع فيظهر راجحها من مرجوحها ونازلها من عاليها في الفصل السادس ويبين انحراف الصوفية عن الجادة ومخالفتهم السنة في الفصل التاسع عشر وأن اعتزالهم وتركهم العلم من البدع في الفصل الرابع والعشرين والفصل الواحد للخمسين بعد المئتين وشرح ذلك وزاده بيانا في الفصل الثامن والخمسين وقبح اهمالهم لأبدانهم وحرمانهم أنفسهم من متع الدنيا في الفصل الثاني والثمانين والفصل الثامن بعد المئة وفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة في الفصل الحادي عشر وبيّن أن الرياء غالب على الناس قل منهم من يعمل لله وحده في الفصل الثامن والسبعين بعد المئة وأن أكثرهم في غفلة عن الآخرة في الفصل السادس والعشرين بعد المئتين وأن من زهاد زمانه من يعمل أشياء تدل على النفاق والرياء في الفصل الواحد والتسعين بعد المئتين ثلاثة وأربعون وبيّن قيمة الوقت ووجوب المحافظة عليه والحذر من إضاعته ووجوب المحافظة عليه والحذر من إضاعته في الفصل الرابع عشر وأن أكثر الناس يضيعونه بحديث لا ينفع أو كتاب لا يفيد في الفصل الثاني والتسعين وذكر في الفصل الثالث والستين بعد المئة البطارين الذين يعطلون الناس عن أعمالهم ويسرقون أوقاتهم وبيّن طريق الخلاص من شرهم أربعة وأربعون وبحث في العزلة واضطرب فيها قوله فبيّن أولا أن الغافلين وكلنا منهم كالمرضى وأن المريض يحتاج إلى الحمية وإلى الدواء فالحمية العزلة والدواء العلم في الفصل الثاني والعشرين ثم عاد فقرر أن العزلة عن الشر لا عن الخير وأن اختلاط العالم بالناس لتعليمهم وإرشادهم أفضل من العزلة في الفصل الرابع والعشرين ورجع إلى هذا المعنى في الفصل الثامن والأربعين وذكر في الفصل السادس والستين بعد المئة أن أعظم لذة للعالم للعالم هي العزلة ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله وعند الخلق وهو في الفصل السابع والثمانين بعد المئة يحسن العزلة للعالم والزاهد ويبين محاسنها وفي الفصل الستين بعد المئتين والفصل الثاني عشر بعد ثلاثمئة ينهى عن مخالطة الناس وفي الفصل السابع والتسعين بعد المئتين يحسن العزلة وترك الاختلاط لكل مؤمن ويبين في الفصل الثاني بعد الثلاثمئة أن مخالطة الناس تظلم القلب ويتكلم خمسة واربعون ويتكلم في الفصل الثامن والثمانين بعد المئة في مراحل العمر من الصبا إلى الهرم ويبين ما يصلح لكل مرحلة وما يليق بكل سن ويبين أن الكهولة خير واعظ في الفصل الواحد والسبعين بعد المئتين وأن العمر قصير فليغتنم ساعاته فضلا عن أيامه في الفصل التاسع بعد الثلاثمئة ستة واربعون وتكلم عن السعادة وأنها في الانفراد والبعد عن مخالطة الحكام والسلاطين في الفصل السادس بعد المئتين وبين أن على من صحبهم أن يكون ظاهره وباطنه معهم سواء فإنهم يدسون إليه من يختبر وساق في ذلك قصصا وأخبارا في الفصل الثاني والأربعين بعد المئتين ومع ذلك لا تجوز خدمة السلاطين ولا يسلم صاحبها في الفصل الثالث والخمسين بعد المئتين لأنه يبدأ بالرخصي ثم يمشي في المحرمات في الفصل التاسع والستين بعد المئتين وأموال السلاطين لا تأخذ من وجهها ولا توضع في محلها في الفصل الثالث والتسعين بعد المئتين وعلى العالم إن وعظ السلطان أن يتلطف به في الفصل السابع بعد الثلاثمئة وأن من الابتلاء اضطرار الرجال الصالح اضطرار الرجل الصالح إلى مدارات الظالم والتردد عليه في الفصل العاشر بعد المئتين وأن طريق السعادة هو الرضا والتسليم للخالق في الفصل الثلاثين بعد المئتين وأن سبب الهموم هو الإعراض عن الله في الفصل الأربعين بعد المئتين سبعة وأربعون وتكلم في الصلاة بين الرجل والمرأة وكيف يكون استبقاؤها والمحافظ عليها وأن على المرأة أن لا تدنوى منه فيملها وأن لا تبتعد عنه فينساها وأن لا تظهر له وأن لا تظهر له إلا بأحسن حالتها في الفصل الثامن والعشرين وأن يتزين كل من الزوجين للآخر في الفصل الثاني والخمسين وأن يحتمل أحدهم الآخر إذا غضب في الفصل الثالث بعد المئتين وكيف يعامل الزوجة إن لم يكن يحبها في الفصل الثالث والتسعين بعد المئتين تمانية واربعون وذكر المال فحث على جمعه من الحلال وبيّن أن إخراجه كله وبيّن أن إخراجه كله على نحو ما يقول جهلة الصوفية مخالف للسنة في الفصل الرابع والثلاثين وأن سبب ذلك وأن سبب ذل العلماء حاجتهم للمال في الفصل السادس والخمسين وأنه ليس أنفع للعلماء من جمع المال من الحلال للاستغناء عن الناس في الفصل التاسع بعد المئة وأن على طالب العلم أن يكون له مردود مال يستغني به في الفصل الثالث عشر بعد المئة وأن السلاطين يحتقرون من يتواضع لهم من العلماء طمعا بأموالهم في الفصل التاسع والاربعين بعد المئة والخلاص من ذلك أحد أمرين الكسب أو القناعة والصبر الفصل في الفصل الواحد والخمسين بعد المئة وقدم نصائح عملية في تدبير المال في الفصل الواحد والسبعين بعد المئة وبيّن أن عمل العالم وتكسبه ليس عيبا في الفصل الثامن والسبعين بعد المئة وبحث في جمع المال في الفصل الواحد والسبعين بعد المئة فمن لم يستطعه فليقنع بالخبز الجاف ولا يتعرض للأنذال في الفصل الرابع والخمسين بعد المئتين ووصف ما ينال العالم الفقير بين اللئام في الفصل الخامس والتسعين بعد المئتين تسعة وأربعون وتكلم في النظافة وأن من الناس من لا يهتم بها وأن منهم من لا ينظف أسنانه فيكون أبخر يدن منك ليناجيك فيؤذيك بنتان فمه في الفصل الثاني والخمسين خمسون وفيه خواطر نفسية تحليلية يغوص فيها إلى أعماق النفس يستخرج أسرارها ويتعرف بواعثها ودوافعها رأى الرجل يسمع الموعظة فيرق لها قلبه ويخشع فؤاده وتستجيب لها جوارحه ثم إذا انفصل عن مجلس الذكر عادة القسوة والغفلة فبحث عن أسباب ذلك وبواعثه في الفصل الأول وعاد إلى هذا الموضوع فعطال فيه وعطاب في الفصل الثالث والثلاثين والفصل الثامن والخمسين بعد المائتين وبين أن الأصل فيه اختبار الحق عز وجل لذلك الشخص في الفصل الواحد والستين بعد المائتين واحد وخمسون وانتبه لشيء عجيب هو أن الإنسان إذا عرضت له جوانب الدنيا بلذاتها المحرمة إن قاد إليها ومشى معها لا يجد في ذلك مشقة ولا تعب فإذا عرضت له جواذب الآخرة بتكاليفها وقيودها لم يستطع أن انقياد إليها إلا بالمشقة البالغة والتعب الشديد فعلّل ذلك في الفصل الثاني اثنان وخمسون ونظر إلى التحاسد بين العلماء وكيف أنهم لا يمنعهم منه علمهم بقبحه وكيف أنه لا يمنعهم منه علمهم بقبحه فنظر في أسبابه في الفصل الحادي عشر ثلاثة وخمسون وبحث في اللذة والمنفعة في الفصل الخامس والسبعين وأن لذات الدنيا لا تخلو من المنقصات وأن اللذة الحقيقية لذة النعيم في الآخرة في الفصل الثامن والخمسين بعد المائة وأن لذة العلم أعطم لذات الدنيا في الفصل التسعين بعد المائة وعاد إلى الكلام في لذات الدنيا في الفصل الخامس والثلاثين بعد المائتي وأنها على نوعين في الفصل السابع والخمسين بعد المائتي أربعة وخمسون ورأى كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من غيبة ويكثرون من الصدق ولا يبالون بمعاملات الربا وبحث عن سبب ذلك في الفصل الحادي عشر بعد المائة وأن الناس يتبعون العادات أكثر من اتباعهم الشرع وقص قصة شيخ اشترى منه دكانا فغدر به في الفصل الخامس عشر بعد المائة خمسة وخمسون وبيّن أن كل ممنوع مطروب وبحث عن أسباب ذلك في الفصل الثالث والعشرين ستة وخمسون وبحث في الحب والزواج والكبت وما ينشأ عنه في الفصل الثامن والعشرين وتكلم في العشق وأنه لا يكون إلا من قاصر الهمة أما عال الهمة الذي يطلب زيادة الكمال فلا يقيم على عشق مع شوق في الفصل الثالث والستين وعن الحب العذري في الفصل الخامس والثلاثين بعد المائتي وعن العاشق وأنه في عذاب دائم في الفصل الثامن والستين بعد المائة وأن مطالب الشهوة وأن مطالب الشهوة لا حد لها في الفصل الخامس عشر بعد المائتي وتكلم عن هوى النفس في الفصل التاسع عشر بعد المائتي وعن أضرار زواج الشيوخ بالصبايا الصغيرات في الفصل الخامس والثلاثين بعد المائتي وزاد ذلك شرحا وتوضيحا في الفصل الرابع والاربعين بعد المائتي ونصح العاشق أن يكتم مقدار حبه عن محبوبه لألا يتدلل أو يتجنى أو يهجر في الفصل الثامن والخمسين بعد المئتين ونصح الشاب أن يحذر الاستجابة لشهوته لما تورثه من الضعف في الكبر لأن من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته في الفصل الخامس والخمسين بعد المئتين وشرح حال المتزوج الذي يتعلق بامرأة أخرى في الفصل السابع والثمانين بعد المئتين سبعة وخمسون وبحث في أحوال الزهاد وأن الزهد حظ نفس لهم وأن الزهد حظ نفس لهم في الفصل السادس والثلاثين وأن أكثر الأحاديث التي يريدونها في الزهد غير صحيحة وأن أكثر الأحاديث التي يريدونها في الزهد غير صحيح في الفصل السابع عشر بعد المئتين تمانية وخمسون وعلم من نزلت به بلية كيف يهونها على نفسه في الفصل التاسع والثلاثين والفصل الستين بعد المئة وكيف يعلل النفس ليعودها الصبر في الفصل التاسع والخمسين تسعة وخمسون وفيه فصول في التربية والسلوك منها نصح من تظاهرت عليه النعم أن يظهر منها ما يبين أثرها ويكتم حقيقتها ومقدارها خوفا من العين وخشية من الحسد في الفصل الثامن والسبعين وأن لا يخشي سره إلى أحد لا لزوجة ولا لولد ولا لصديق في الفصل الخامس والثمانين بعد المئة ستون وأن يطلب أبدا معالي الأمور حتى لو أمكن صعود السماوات لم يرضى بالأرض حتى لو أمكن صعود السماوات لم يرضى بالأرض ولو كانت النبوة تنال بالاجتهاد لم يقتصر في السعي للنبوة في الفصل الثامن بعد المئة وتكلم عن تفاوت الهمم في الفصل الرابع والعشرين بعد المئتين واحد وستون ونصح طلاب العلم بتحصيل الفقه لأنه أفضل العلوم في الفصل العاشر بعد المئة ووضع لهم في الفصل الرابع عشر بعد المئة منهجا للدراسة يبتدئون فيه بالقرآن وحفظه ثم النظر في تفسيره تفسيرا مجملا يعرف به معاني القرآن والنظر في شيء من النحو يعرف به معاني القرآن والنظر في شيء من النحو وعلوم اللغة ولينظر بعد ذلك في الحديث فيقرأ الصحاح والمسانيد ويعرف الرجال وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ليقبل على الفقه وليراع في ذلك كله الإخلاص لله ويعود إلى ذلك في الفصل العشرين بعد المئة ويشرحه في الفصل الواحد والسبعين بعد المئة ويعود إليه في الفصل الواحد والثلاثين بعد الثلاثمئة الهامش ويوضحه في كتابه لفتة الكبد انتهى الهامش وينصح له أن لا يتزوج خلال الدراسة إلا إذا اضطر وأن لا يجهد نفسه في الفصل الواحد والعشرين بعد المئة ووصاه بوصايا في الفصل السادس والأربعين بعد المئة وساق وصايا خاصة لفقراء طلاب في الفصل الثالث والستين بعد المئتي وبيّن خير الطرق للحفظ والاستظهار في الفصل السادس والثمانين بعد المئة وتكلم عن من يشتغل بعلم واحد يضيع العمر به في الفصل السادس والعشرين بعد المئتي وأن عليه أن يأخذ من كل علم بطرف في الفصل السادس والثلاثين بعد المئتي وبيّن أن التأليف أنفع من التدريس وأن وقت التأليف هو وسط العمر وأول العمر للطلب وأخره للاستعداد للموت في الفصل الرابع والأربعين بعد المئة اثنان وستون ومن ذلك أنه ينبغي للعاقل ألا يقدم على أمر حتى يزن نفسه هل يطيقه أم لا في الفصل الثامن عشر بعد المئة وأن يستعد لكل ما يحتمل وقوعه وأن يستعد لكل ما يحتمل وقوعه في الفصل الخامس بعد المئتين وأن يحترس منه في الفصل الخامس والأربعين بعد المئتين والفصل الخامس والعشرين بعد الثلاثمائة ثلاثة وستون وان لا يظاهر احدا بالعداوة في الفصل السابع والخمسين بعد المئة واذا اذ شخصا فلا يثق بمودته في الفصل الرابع بعد المئتين وان لا يركن الى عدوه في الفصل الواحد والثلاثين بعد المئتين وبين له كيف يعامل اعداءه وحساده في الفصل الثامن والاربعين بعد المئتين اربعة وستون وكيف يسوس زوجته وخادمة في الفصل الواحد والسبعين بعد المئة خمسة وستون وبين ان من اعظم الغلط الثقة بالناس وان على العاقل ان لا يثق باحد لاسيما الصديق لانه قد ينقلب عدوة في الفصل الثاني عشر بعد المئة وفرق بين المعارف والاصدقاء في الفصل السادس والثمانين بعد المئتين ستة وستون واذا اضطر الى المخالطة والمعاشرة فليعاشر من له اصل وشرف في الفصل الثالث والثمانين بعد المئة ولا يحسن الظن ولا يحسن الظن بهم فانهم حساد على النعم واعداء لا يسترون زلة وليعلق قلبه بالله وحده في الفصل الرابع والثلاثين بعد الثلاثمائة ومن الواضح ان هذه الاخلاق التي يأمر بها اخلاق الوصوليين وان اساسها المنفعة ولعل الزمان الذي عاش فيه كان يقتضيها ويستحسنها سبعة وستون وفيه حقائق لا يكاد ينتبه لها المؤمن فاذا قرأها في الكتاب رأها حقا من ذلك البحث في التكاليف وان اصعبها تسليم المؤمن لله وايمانه بالقدر في الفصل الثالث عشر وعاد الى هذا المعنى فزاده بيانا وتوضيحا في الفصل الرابع والخمسين ثمانية وستون ومن ذلك الكلام على حية للشيطان وتلبيس ابليس على الناس ومداخله ومن ذلك الكلام على حية للناس وتلبيس ابليس على الناس ومداخله الى كل طائفة منهم في الفصل الخامس عشر وانه تأمل الارض فراء خرابها اكثر من عمرانها وان عامرها استولى الكفار على اكثره فبحث في اسباب ذلك فانتهى به الكلام الى ذكر الغفلة وطبقات الغافلين في الفصل الواحد والثلاثين ومنهم زهاد زمر المؤلف في الفصل الرابع والثلاثين وبحث في غفلة الخلق في الفصل الرابع والاربعين وتخليط العلماء والزهاد في الفصل الثالث والتسعين والفصل الثاني والخمسين بعد المئة وأن كثيرا من الناس يحفظون الفروع ويضيعون الأصول في الفصل الحادي عشر بعد المئة وأن أكثر أهل زمانه على غير الطريق المستقيم في الفصل السابع والأربعين بعد المئتين والفصل الخمسين بعد المئتين تسعة وستون ومن ذلك أن الله يمهل ولا يهمل وأن العقوبات قد تعجل في الدنيا في الفصل الثامن عشر والفصل التاسع والخمسين وأن كل ذنب له عقوبة في الفصل التاسع والعشرين وأن العقوبة بالمرصاد في الفصل رقم مئة فإذا تأخرت فلا يغتروا بالسلامة في الفصل الثاني والعشرين بعد المئة وأن من العقوبة ألا يحس بالعقوبة في الفصل الثالث والثلاثين بعد المئة سبعون وبحث في الإقدام على المعصية مع العلم بعقوبتها وأن العاصي بين متأول مخطئ أو مغنوب بشهوته في الفصل السابع عشر وتكلم عن المبارزين بالمعاصي في الفصل العشرين بعد المئتي واحد وسبعون وبين فضل العلم على الزهد في الفصل الرابع والعشرين بشرط أن يكون معه العمل في الفصل الخامس والعشرين وعاد إلى ذلك في الفصل الأربعين وذكر المصايد التي ينصبها إبليس للعلماء ومنها صحبة الصلاطين في الفصل السادس والأربعين وأن العالم إذا عظم نفسه خفيت عليه أخطأه في الفصل التاسع والستين وأن من العلماء من يفتي بلا علم حفظا للمظاهر ولأن لا يقال عنه جاهل في الفصل الواحد والسبعين وأنه لا يفيد العلم إلا مع ترقيق القلب في الفصل السادس والتسعين فيجب مزج الفقه والحديث بالرقائق وسير الصالحين في الفصل الخامس والخمسين بعد المئة ثلاثة وسبعون ومن الحقائق التي عرض لها فجاء فيها بالقول الفصل الذي لا يجيء مثله إلا بإلهام من الله هو أنه نظر إلى الدخل الذي دخل على الإسلام في العلم والعمل فرآه قد جاء من طريق أما الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة وأما الدخل في العلم فمن الرهبانية في الفصل الثاني والستين بعد المئة وشرح هذا المعنى في الفصل الرابع والثلاثين بعد المئتين أربعة وسبعون وفيه خواطر فيها مسائل علمية من ذلك أن المال إنما يكون حلالا أو حراما بالنسبة إليك إن أخذته من حل أو من حرمة ولم يكلفك الله أن تبحث في من أخذته من وتسأل من أين اكتسبه في الفصل التاسع عشر وهذا هو ما ذهب إليه أبو حليفة إلا أن تعلم أن هذا المال غصب وأن الذي دفع إليك وأن الذي دفع إليك أجرة عملك أو ثمن بضاعتك هو عين المغصوب وأن الذي دفع إليك أجرة عملك أو ثمن بضاعتك هو عين المغصوب كمن يشتري منك شيئا فإذا جاء يدفع الثمن قصبه أمامك من آخر ودفعه إليك خمسة وسبعون ومن ذلك ما بينه من أحكام المنكرات التي تجري في مجلس ويعتقدها العوام وجهلة العلماء ويعتقدها العوام وجهلة العلماء قربة وهي منكر من التلاوة بأنغام الغناء وإنشاد أشعار الغزل وأمثال هذا في الفصل الستين ستة وسبعون ويقرر وجوب الاجتهاد لمن قدر عليه ويقرر وجوب الاجتهاد لمن قدر عليه وأنك لو سمعت من أحد ما لا يوافق الأصول الصحيحة فقل هذا من الراوي ولا تقلد فيه في الفصل الواحد والسبعين سبعة وسبعون وبحث في هذا العدد الضخم من الأحاديث التي كان يحفظها أو يرويها المحدثون وبيّن أن المراد بذلك طرق الأحاديث وأسانيدها لا متونها في الفصل الرابع والسبعين بعد المائة وأن في مسند أحمد ما ليس بصحيح في الفصل الثامن عشر بعد المائتين ثمانية وسبعون وبيّن في الفصل الأول بعد المائتين قبح المعاصي وأن بعضها أقبح من بعض وأن من أقبحها وأعظمها ضرراً الزنا تسعة وسبعون وتكلم في الفصل السابع والستين بعد المائتين عماً يكتسب ماله من حراب ثم يبني المساجد والمدارس ثمانين وفيه خواطر في الصحة والطب فقد بيّن وجوب العناية بالصحة ورعاية البدن في الفصل التاسع عشر وعاد إليه في الفصل السادس والخمسين وزاده بياناً وشرحاً في الفصل الثاني والثمانين والفصل السبعين بعد المائة وبحث في الهضم والمني وتكونه وأثر الجماع في الجسد في الفصل الثامن والعشرين وتكلم في أضرار الإفراط في الجماع في الفصل الخامس والثلاثين وذكر بعض المسهلات والقوابض في الفصل الواحد والخمسين وبين خطأ المبالغة في اتقاء البرد والحر في الفصل الثالث والخمسين واحد وثمانون وبين في الفصل الواحد والسبعين بعد المائة أن جسد الإنسان يتحلل دائماً وهو يتغذى لتحصيل خلف ما تحلل منه فأبدال الصغار تغتذي بأكثر مما تتحلل منها فتنمو والأبدال التي اكتمل نموها تغتذي بمقدار ما يتحلل منها فتبقى على حالها والأبدال الهرمة تغتذي بأقل مما يتحلل منها فتصغر وبنى على ذلك نصائح في الاتصال الجنسي وتكلم عن أضرار زواج الشيخ بالصبية الصغيرة في الفصل الخامس والثلاثين بعد المائتين وأن الدم هو ذخيرة البدن في الفصل السادس والسبعين بعد المائتين اثنان وثمانون ومن أعظم هذه الفصول ما يناجي به نفسه فيعرض أدق أسرارها ويكشف أخفى خفاياها في عرض لذ ونمط بارع في الفصل الواحد والعشرين كمحاورتها في أمر المباحات والمحرمات في الفصل الثاني والثلاثين وفي العزلة والانقطاع للعبادة في الفصل الثامن والاربعين وفي أنها تسأل الله حاجاتها وتنسى جناياتها في الفصل الخامس والثمانين وفي الأخذ بالرخص أو تركها في الفصل التاسع والتسعين وفي الصبر على الشبهات في الفصل الخامس والعشرين بعد المئة والفصل الثامن والثلاثين بعد المئة وفي الجزع من تأخر إجابة الدعاء في الفصل الثامن والاربعين بعد المئة وفي الترخص باتباع بعض المذاهب في الفصل السادس والخمسين بعد المئة وحاورها في العزلة وبين كيف تنازعه إليها كلما راق مجلس الوعظ وصفا وكثر الباكون والتائبون وكيف يردها عنها في الفصل الرابع والعشرين ثلاثة وثمانون وله نظرات ينفذ بها إلى أسرار الآيات انظر على سبيل المثال على ذلك الفصل السادس والعشرين والفصل الثمانين والفصل الثلاثين بعد المئة والفصل الثاني والاربعين بعد المئة وله عناية خاصة بسورة يوسف فهو لا يزال يعود إليها يستنبط منها ويتكلم فيها أربعة وثمانون وفي الكتاب صور شخصيات طريفة وأخبار حوادث نادرة كالذي جاء في الفصول الثاني والثمانين والخامس عشر بعد المئتين والتاسع والستين بعد المئتين كالذي جاء في الفصول الثاني والثمانين والخامس عشر بعد المئة والتاسع والستين بعد المئتين وفي الفصل الخامس والثمانين بعد المئتين قصص عجيبة عن البخلاء لم يورد الجاحظ في كتابه مثلها وفي الفصل الثامن بعد الثلاثمية أخبار طريفة عن بعض المتنبئين خمسة وثمانون وهو قوي الملاحظة حديد النظر جوال الدهن يعتبر بما يرى ويتخذ منه درسا في الدنيا وعظة للآخرة فإن رأى الحمال يغني وهو يسير بحمله في الفصل التاسع والخمسين أو شاهد من يعثر بشيء في الطريق فيلتفت إليه في الفصل التاسع والسبعين أو رأى المجاورة في جامع الرصافة في الفصل الثاني والثمانين وإن أبصر الجبال الهائلة في الطريق خيبر في الفصل الثاني بعد المئة وإن اشتد الغلاء في بغداد سنة خمس وسبعين وخمسمائة للهجرة في الفصل الثاني والسبعين بعد المئة وإن رأى رجلا يحب امرأته وهي لا تحبه في الفصل الثالث والسبعين بعد المئة رأى في ذلك كله دليلا على الله ومذكرا بالآخرة وقد بين أن المتيقظة المفكرة في الآخرة يأخذ إشارة من كل ما يرى أو يسمع وأيد ذلك بأخبار سردها وأشعار أنشدها في الفصل الثامن والتسعين ستة وثمانون أما أسلوبه فيسمو حينا حتى يبلغ الذروة ويكون منه المعجب المطرب ويكون منه المعجب المطرب حتى كأنه شعر مطبوع كالذي جاء في الفصل الرابع وآخر الفصل السادس والفقرة الثانية من الفصل التاسع والعشرين بعد المئة والفصل السابع والثلاثين بعد المئة وينطق أحيانا سهلا بلا تكلف كأنه يتحدث إلى جليس كالفصل الحادي عشر بعد المئة وربما عقد وعاضل واختصر فأضاع المعنى واكتفى بالإشارة عن البيان وكثيرا ما يستعمل عبارات واستلاحات من اللغة العباسية وينطلق أحيانا سهلا بلا تكلف كأنه يتحدث إلى جليس كالفصل الحادي عشر بعد المئة وربما عقد وعاضل واختصر فأضاع المعنى واكتفى بالإشارة عن البيان وكثيرا ما يستعمل عبارات واستلاحات من اللغة العباسية وهي لغة عامة بغداد ومنها بقايا في كثير من الكتب كالبخلاء والفرج بعد الشدة وهي لغة ضاعة لم تحفظ في معجم ولا كتاب وهو كثير المحفوظ من الشعر كثير الاستشهاد به يسوق خلال فصوله شوارد الشواهد ويقيد نوافر الأوابد هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا من طالعه وما هذه المقدمة إلا قائمة الطعام والكتاب بين يديك وهو المائدة وهو المائدة الحافلة فتفضل أيها القارئ الكريم والسلام عليك ورحمة الله هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا من طالعه وما هذه المقدمة إلا قائمة الطعام والكتاب بين يديك وهو المائدة الحافلة فتفضل أيها القارئ الكريم والسلام عليك ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن الجوزي رحمة الله عليه الحمد لله الحمد يبلغ رضاه وصل الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه وسلم تسليما لا يدرك منتهى لما كانت الخواطر تجول في تصفح أشياء تعرض لها ثم تعرض عنها ثم تعرض عنها فتذهب كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر لكي لا ينسى وقد قال عليه الصلاة والسلام قيد العلم بالكتابة الهامش قال الشيخ ناصر الألباني الحديث موقوف على أنس انتهى الهامش وكم قد خطر لي شيء فأتشاغل عن إثباته فيذهب فأتأسف عليه ورأيت من نفسي أنني كلما فتحت بصر التفكر سنح له من عجائب الغيب ما لم يكن في حساب فانثال عليه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريط فيه فجعلت هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر والله ولي النفع إنه قريب مجيب انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني واحد في أثر الموعظة فقد قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقضة فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقضة فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة فتدبرت السبب في ذلك فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع المواعظة بعدها لسببين أحدها أن المواعظة كالسياط والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة الهامش أزاح علته أي هيئ له الأسباب ولم يترك له ما يتعلل به ومزاح العلة هنا أي خال من الشواغ انظر الفصل الثالث وثلاثين انتهى الهامش قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها فكيف يصح أن يكون كما كان وهذه حالة تعم الخلق إلا أن أرباب اليقظة يتفوتون في بقاء الأثر فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه نافق حنظلة ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا فهم كالسنبلة تميلها الرياح وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه كما دحرجته على صفوان الهامش الصفات والمروة والصفوان والمروان الصخر انتهى الهامش اثنان في جواذب الدنيا جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة ثم هي من داخل وذكر الآخرة أمر خارج عن الطبع ثم هو من خارج وربما ظن من لا علم له أن جواذب الآخرة أقوى لما يسمع من الوعيد في القرآن وليس كذلك لأن مثل الطبع في ميله إلى الدنيا كالماء الجاري فإنه يطلب الهبوط وإنما رفعه إلى فوق يحتاج إلى التكلف ولهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب يقوي جند العقل ولهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب يقوى أو يقوي جند العقل فأما الطبع فجواذبه كثير وليس العجب أن يغلب وإنما العجب في أن يغلب وإنما العجب أن يغلب ثلاثة في لذة المعصية وتعب الطاعة من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجى من شرها ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة الهامش قوله بالألم ما طلب ما هنا فاعل عاد انتهى الهامش فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصب ما رجى منه الراحة وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو وطعت فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك هيهات رحل كل بما فيه فليت الذنوب إذا تخلت خلت وأزيدك في هذا بيانا مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلة ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلة فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم أترك ما علمت أن الأمر بعواقبه فراقب العواقب تسلم ولا تمل مع هوى الحس تندم أربعة في التفكير في الموت من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر ومن أيقل بطول الطريق تأهب للسفر ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه ويتحقق ضر حال ثم يغشاه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن أعجب العجائب سرورك بغرورك وسهوك في لهوك عما قد خبئ لك تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم وتفرح بعافيتك غافلا عن قريب الألم لقد أراك مصرع غيرك مصرعك وأبدى مضجع سواك قبل الممات مضجعك وأبدى مضجع أو مضجع سواك قبل الممات مضجعك وقد شغلك نيل للذاتك عن ذكر خراب ذاتك كأنك كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر كم رأيت إلى هذا يسري وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري من أي المحلين تنزل خمسة في الابتعاد عن الفتنة من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة ومن ادعى الصبر وكل وكل إلى نفسه ورب نظرة لم تناظر الهامش أي لم تهمل ورب نظرة لم تناظر أي لم تمهل انتهى الهامش وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة فإن الهوى مكايد وكم من شجاع في صف الحرب أغتيل فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه واذكر حمزة مع وحشي فتبصر ولا تشم كل برق رب برق فيه صواعق حين الهامش شام البرق أو شام البرق يشيمه نظر إليه يرى أين يمطر والحين الهلاك انتهى الهامش فتبصر ولا تشم كل برق رب برق فيه صواعق حين واغضض الطرف تسترح من غرام تكتسي فيه ثوب ذل وشين فبلاء الفتى موافقة النفس وبدء الهوى طموح العين ستة في عقوبة العلماء أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه والواعظ متصنع بوعظه والمتزهد منافق أو مراء فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد إلا رجال مؤمنون ونساء المؤمنات يحفظ الله بهم الأرض بواطنهم كظواهرهم بل أجلى وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى وهمهم عند السرية بل أعلى إن عرفوا تنكروا وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أملاك السماء نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم سبعة في علو الهمة من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدور دني ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام ثمانية في أحباب الله سبحان من سبقت محبته لأحبابه فمدحهم على ما وهب لهم واشترى منهم ما أعطاهم وقدم المتأخر في أوصافهم لموضع إيثارهم فباه بهم في صومهم وأحب خلوف أفواههم يا لها من حالة مصونة لا يقدر عليها كل طالب ولا يبلغ كنها وصفها كل خاطب تسعة في الاستعداد للموت الواجب الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله فإنه لا يعلم متى يفجأه أمر ربه ولا يدري متى يستدعى وإني رأيت خلقا كثيرا غرهم الشباب ونسوا فقدان الأقران وألهاهم طول الأمل وربما قال العالم المحض لنفسه أشتغل بالعلم ثم أعمل به فيتساهل في الزهد بحجة الراحة ويؤخر الرجاء لتحقيق التوبة ولا يتحاشى من غيبة أو سماعها ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع وينسى أن الموت قد يبغت فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه فإن بغته الموت رؤية مستعدا وإن نال الأمل ازداد خيرا عشرة في أن الشدائد لتمحيص الذنوب خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلاي العظيمة التي تتناهى إلى انهاية الصعوبة فقلت سبحان الله إن الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة فما وجه هذه المعاقبة فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم لا يتصفحون أدلة الوحدانية ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه بل يجرون على عاداتهم كالبهائم فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم وإلا فمعولهم على أغراضهم وبعد الحصول على الدينار لا يبالون أمن حلال كان أمن حرام وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها وإن لم تسهل تركوها وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة المناهي وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه فعلمت أن العقوبات فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم ترى هذا بأي ذنب ترى هذا بأي ذنب وإنسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدر أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب أحد عشر في علماء الدنيا والآخرة تأملت التحاسد بين العلماء فرأيت من شأه من حب الدنيا فإن علماء الآخرة فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون كما قال عز وجل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وكان أبو الدرداء يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانه وقال الإمام أحمد بن حنب لولد الشافعي أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر والأمر الفارق بين الفئتين أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرياسة فيها ويحبون كثرة الجمع والثناء وعلماء الآخرة بمعزل عن إيثار ذلك وقد كانوا يتخوفونه ويرحمون من بلي به وكان النخعي لا يستند إلى سارية وقال علقمة الهامش علقمة النخعي تابعي جليل توفي سنة اثنتين وستين وأخذ عنه إبراهيم النخعي واشتهر من قبيلة النخع جماعة ولكن إذا أطلق النخعي كان المقصود به إبراهيم وإذا أطلق اسم إبراهيم كان هو المقصود انتهى الهامش وكان النخعي لا يستند إلى سارية وقال علقمة أكره أن يوطأ عقبي الهامش أي أن يمشي الناس خلفي انتهى الهامش وكان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من أربعة من أربعة قام عنهم وكان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام عنهم كمثل راكب البحر وقد خب الهامش أي اضطرب وهاج انتهى الهامش فعنده شغل إلى أن يوقن بالنجاح وإنما كان بعضهم يدعو لبعض ويستفيد منه لأنهم ركب تصاحب فتوادوا فالأيام والليالي مراحلهم إلى سفر الجنة إثنى عشر في أن تصفية الأحوال بتصفية الأعمال من أحب تصفية الأحوال الهامش تصفية الأحوال اصطلاح صوفي بمعنى حالات النفس انتهى الهامش من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال قال عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم ولم أسمعهم صوت الرعد وقال صلى الله عليه وسلم البر لا يبلع والإثم لا ينسى والديان لا ينام وكما تدين تدان الهامش وفي رواية والديان لا يموت اعمى المأشيتة كما تدين تدان انتهى الهامش وقال أبو سليمان الداراني الهامش هو عبد الرحمن بن عطية ونسبته إلى قرية داريا من قرى دمشق صوفي مشهور مات سنة خمس عشر ومئتين للهجرة انتهى الهامش وقال أبو سليمان الداراني من صفى صفى له ومن كدر كدر عليه ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله وكان شيخ يدور في المجلس ويقول من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل وكان الفضيل بن عياض يقول إني لا أعصي لها فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي واعلم وفقك الله أنه لا يحس بضربة مبنج أنه لا يحس بضربة مبنج وإنما يعرف زيادة من النقصان المحاسب لنفسه ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد فعلت واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم ولا تغتر بسعة بصاط الحلم فربما عجل انقباضه وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وكان أبو علي الروذباري يقول في الهامش الروذباري هو أحمد ابن محمد هو من ذرية كسرى بغدادي سكن مصر وتوفي بها سنة 222 و300 الهجرة كان من تلاميذ الجنيد انتهى الهامش وكان أبو علي الروذباري يقول من الاغترار أن تسيئ فيحسن إليك فتترك التوبة توهما أنك تسامح في الهفوات ثلاثة عشر في التكليف تفكرت يوما في التكليف فرأيته ينقسم إلى سهل وصعب فأما السهل فهو أعمال الجوارح فأما السهل فهو أعمال الجوارح إلا أن بعضا منها هو أصعب من بعض فالوضوء والصلاة أسهل من الصوم والصوم ربما كان عند قوم أسهل من الزكاة وأما الصعب فيتفاوت فبعضها أصعب من بعض فمن المستصعب النظر والاستدلال المواصلان إلى معرفة الخالق فهذا صعب عند من غلبت عليه أمور الحس سهل عند أهل العقل ومن المستصعب غلبة الهوى وقهر النفوس وكف أكف الطبع عن التصرف فيما يؤثره وكل هذا يسهل على العاقل وكل هذا يسهل على العاقل النظر في ثوابه ورجاء عاقبته وإن شق عاجلا وإنما أصعب التكاليف وأعجبها أنه قد ثبتت حكمة الخالق عند العقل ثم تراه يفقر المتشاغل بالعلم المقبل على العبادة حتى يعضه الفقر بناجذي فيذل للجاهل في طلب القوت ويغني الفاسق مع الجهل حتى تفيض الدنيا عليه وتراه ينشئ الأجسام ويحكمها وتراه ينشئ الأجسام ويحكمها ثم ينقض بناء الشباب في مبدأ أمره وعند استكمال بنائه فإذا به قد عاد هشيما وتراه يؤلم الأطفال حتى يرحمهم كل طبع ثم يقال له إياك أن تشك في أنه أرحم الراحمين ويسمع بإرسال موسى إلى فرعون ويقال له اعتقد أن الله تعالى أضل فرعون واعلم أنه ما كان لآدم بد من أكل الشجرة وقد وبخ بقوله وعصى آدم ربه وفي مثل هذه الأشياء تحير خلق حتى خرجوا إلى الكفر والتكذيب ولو فتشوا على سر هذه الأشياء لعلموا أن تسليم هذه الأمور تكليف العقل ليذعن وهذا أصل إذا فهم حصل منه السلامة والتسليم نسأل الله عز وجل أن يكشف لنا الغوامض التي حيرت من ضل إنه قريب مجيب أربعة عشر قيمة الوقت ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربة ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدل من العمل كما جاء في الحديث نية المؤمن خير من عمله الهامش في الجامع الصغير رواه الطبراني وضعفه العراقي انتهى الهامش وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات فنقل عن عامر ابن عبد قيس الهامش عامر ابن عبد الله من عباد أو من عباد التابعين أخذ عن أبي موسى على شعريته في سنة خمس وخمسين للهجرة انتهى الهامش فنقل عن عامر ابن عبد قيس أن رجلا قال له كلمني فقال له أمسك الشمس أو امسك الشمس وقال ابن ثابت البناني الهامش هو ثابت البناني من أعلام التابعين توفي سنة سبع وعشرين ومئة للهجرة انتهى الهامش وقال ابن ثابت البناني ذهبت ألقن أبي فقال يا بني دعني فإني في ورد السادس ودخل على بعض السلف عند موته وهو يصلي فقيل له فقال الآن تطوى صحيفتي فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته فإن كان له شيء في الدنيا وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا ويسعى في تحصين ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له أو أن يصنف كتابا في العلم فإن تصنيف العالم ولده المخلد الهامش أي كتبه هي أولاده انتهى الهامش وأن يكون عاملا بالخير عالما فيه فينقل من فعله ما يقتدل غير به فذلك الذي لم يمت قد مات قوم وهم في الناس أحياء خمسة عشر من حيال الشيطان رأيت من أعظم حيال الشيطان ومكره أن يخبط أرباب الأموال بالآمال والتشاغل باللذات القاطعة عن الآخرة وأعمالها فإذا شغلهم بالمال تحريضا على جسمه فإذا شغلهم بالمال تحريضا على جمعه وحثا على تحصيله أمرهم بحراسته بخلا به فذلك من متين حياله وقوي مكره ثم دفن في هذا الأمر من دقائق الحيال الخفية ثم دفن في هذا الأمر من دقائق الحيال الخفية أن خوف من جمعه المؤمنين أن خوف من جمعه المؤمنين فنفر طالب الآخرة منه وبادر التائب بأن يخرج ما في يده وبادر التائب بأن يخرج ما في يده ولا يزال الشيطان يحرده على الزهد ويأمره بالترك ويخوفه من طرقات الكسب إظهارا لنصحه وحفظ دينه وفي خفايا ذلك عجائب من مكره وربما تكلم الشيطان على لسان بعض المشايخ الذين يقتدى أو يقتدي بهم التائب فيقول له أخرج من مالك وادخل في زمرة الزهاد ومتى كان لك غداء عو عشاء فلست من أهل الزهد ولا تنال مراتب العزم وربما كرر عليه الأحاديث البعيدة عن الصحة والواردة على سبب ولمعنى فإذا أخرج ما في يده وتعطل عن مكاسبه عادا يعلق طمعه بصلة الإخوان أو يحسن عنده صحبة السلطان لأنه لا يقوى على طريق الزهد والترك إلا أياما ثم يعود الطبع فيتقاضى مطلوباته فيقع بأقبح مما فر منه ويبذل أول السلع في التحصيل دينه وعرضه ويبذل أول السلع في التحصيل دينه وعرضه ويصير متمندلا به الهامش أي اتخذ الدين والعرض ممسحة أي منديلا يقال تندل بالمنديل وتمندل انتهى الهامش ويصير متمندلا به ويقف في مقام اليد السفلى ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائهم وتأمل صحاح الأحاديث عن رؤسائهم لعلم أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان كثير المال حتى ضاقت بلدته بمواشي وكان نوط عليه الصلاة والسلام وكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والجم الغفير من الصحابة وإنما صبروا عند العدم ولم يمتنعوا من كسب ما يصلحهم ولا من تناول المباح عند الوجود وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج للتجارة والرسول صلى الله عليه وسلم حي وكان أكثرهم يخرج فاضلا ما يأخذ من بيت المال ويسلم من ذل الحاجة إلى الإخوان وقد كان ابن عمر لا يرد شيئا ولا يسأل وإني تأمّت أكثر أهل الدين والعلم على هذه الحال فوجدت العلم شغلهم عن المكاسب في بداياتهم فلما احتاجوا إلى نفوسهم ذل وهم أحق بالعز وقد كانوا قديما يكفيهم من بيت المال فضلات الإخوان فلما عدمت في هذا الأوان لم يقدر متدين على شيء إلا ببدل شيء من دينه وليته قدر فربما تلف الدين ولم يحصل له شيء فالواجب على العاقل أن يحفظ ما معه وأن يجتهد في الكسب ليربح مدارات ظالم أو مداهنة جاهل ولا يلتفت إلى ترهات المتصوفة الذين يدعون في الفقر ما يدعون فما الفقر إلا مرض العجزة وللصابر على الفقر ثواب الصابر على المرض اللهم إلا أن يكون جبانا عن التصرف مقتنعا بالكفاف فليس ذلك من مراتب الأبطال بل هو من مقامات الجبناء الزهاد وأما الكاسب وأما الكاسب ليكون المعطي للمعطى والمتصدق للمتصدق عليه فهي من مراتب الشجعان الفضلاء ومن تأمل هذا علم شرف الغنى ومخاطرة الفقر ستة عشر لا تأسف على ما فات تأملت أحوال الفضلاء فوجدتهم في الأغلب قد بخسوا قد بخسوا من حضوظ الدنيا ورأيت الدنيا غالبا في أيدي أهل النقائص فنظرت في الفضلاء فإذا هم يتأسفون على ما فاتهم مما ناله أولو النقص وربما تقطع بعضهم أسفا على ذلك فخاطبت بعض المتأسفين فقلت له ويحك تدبر أمرك فأنت غالط من وجوه أحدها أنه إن كانت لك همة في طلب الدنيا فاجتهد في طلبها تربح التأسف على فوتها فإن قعودك متأسفا على ما ناله غيرك مع قصور اجتهادك غاية العز والثاني إن الدنيا إنما تراد لتعبر لا لتعمر وهذا هو الذي يدلك عليه علمك ويبلغه فهمك وما يناله أهل النقص من فضولها يؤذي أبدانهم وأديانهم فإذا عرفت ذلك ثم تأسفت على فقد فقده أصلح لك فإذا عرفت ذلك ثم تأسفت على فقد ما فقده أصلح لك كان تأسفك عقوبة لتأسفك على ما تعلم المصلحة في بعده على ما تعلم المصلحة في بعده فاقنع بذلك عذابا عاجلا إن سلمت من العذاب الآجل وثالث أنك قد تعلم بخص حظ الآدمي في الجملة من مطاعم الدنيا ولذاتها بالإضافة إلى الحيوان البهيم لأنه ينال ذلك لأنه ينال ذلك أكثر مقدارا مع أمن وأنت تناله لأنه ينال ذلك أكثر مقدارا مع أمن وأنت تناله مع خوف وقلة مقدار فإذا ضعف حظك من ذلك لجنسك كان لاحقا بالحيوان البهيم من جهتي أنه يشغله ذلك عن تحصيل الفضائل وتخفيف المؤن يحث صاحبه وتخفيف المؤن يحث صاحبه على نيل المراتب فإذا آثرت مع قلة الفضول الفضول عدت على ما علمت بالإزراء فشنت علمك ودللت على اختلاط رأيك فإذا آثرت مع قلة الفضول الفضول عدت على ما علمت بالإزراء فشنت علمك ودللت على اختلاط رأيك الهامش في قوله فشنت علمك أي أن عملك هذا أزرى على علمك وشأنه انتهى الهامش سبعة عشر عصيان العلماء تأملت إقدام العلماء بالعقاب الهامش الجار والمجرور متعلقان بالعلماء أي إقدام العالمين بعقاب الشهوة أي إقدام العالمين بعقاب الشهوة انتهى الهامش تأملت إقدام العلماء بالعقاب على شهوات النفس المنهية عنها فرأيتها مرتبة تزاحم الكفر لو لا تلوح معنى وهو أن الناس عند مواقعة المحظور ينقسمون فمنهم جاهل بالمحظور أنه محظور فهذا نوع عذر ومنهم من يظن المحظور مكروها لا محرما فهذا قريب من الأول وربما دخل في هذا القسم آدم عليه السلام ومنهم من يتأول فيغلط كما يقال إن آدم عليه الصلاة والسلام نهي عن شجرة بعينها فأكل من جنسها لا من عينها ومنهم من يعلم التحريم غير أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذلك فشغله ما رأى عما يعلم ولهذا لا يذكر السارق القطع بل يغيب بكليته في نيل الحظ ولا يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحد لأن ما يرى يذهله عما يعلم ومنهم من يعلم الحظر ويذكره الهامش على هامش النسخة الخطية لعل هنا سقطا وتقديره ومنهم من يعلم الحظر ويذكره غير أنه يغتر بالحلم والعفو وهذا وإن كان صحيحا غير أن الأخذ بالحزم أكمل انتهى الهامش غير أن الأخذ بالحزم أولى بالعاقل كيف وقد علم أن هذا الملك الحكيم قطع اليد في ربع دينار وهدم بناء الجسم لمحكم وهدم بناء الجسم المحكم بالرجم بالحجارة لالتذاب ساعة وخسف ومسخ وأغرق ثمانية عشر الله يمهل ولا يهمل ومن تأمل أفعال الباري سبحانه رآها على قانون العدل وشاهد الجزاء مراصدا للمجاز ولو بعد حين فلا ينبغي أن اغتر مسامح فالجزاء قد يتأخر ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم الإصرار على الذنب ثم يصانع صاحبه باستغفار وصلاة وتعبد وعنده أن المصانعة تنفع وأعظم الخلق اغترارا من أتى ما يكرهه الله وطلب منه ما يحبه كما روي في الحديث والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ومما ينبغي للعاقل أن يترصده وقوع الجزاء قال ابن سيرين الهامش محمد ابن سيرين من أعلام التابعين كان عالم البصرة في أيامه وكان من العباد توفي سنة عشر ومئة للهجرة انتهى الهامش قال ابن سيرين قال حيرت رجلا فقلت يا مفلس فأفلست بعد أربعين سنة وقال ابن الجلاء الهامش هو أبو عبد الله أحمد بن يحيا بغدادي سكن الشام من تلاميذ ذنون وأبي تراب صوفي من القرن الثالث انتهى الهامش وقال ابن الجلاء رآني شيخ لي وأنا أنظر إلى أمرد فقال ما هذا لتجدن غبها فنسيت القرآن بعد أربعين سنة وبالضد من هذا كل من عمل خيرا أو صح حانية فلينتظر جزاءها الحسن وإن امتدت المدة قال الله عز وجل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام من غض بصره من غض بصره عن محاسن امرأة أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه فليعلم فليعلم العاقل أن ميزان العدل لا يحابي تسعة عشر انحراف الصوفية تأملت أحوال الصوفية والزهاد فوجدت أكثرها منحرفا عن الشريعة بين جهل بالشرع وابتداء بالرأي يستدلون بآيات لا يفهمون معناها وبأحاديث لها أسباب وجمهورها لا يثبت فمن ذلك أنهم سمعوا في القرآن العزيز وما الحياة الدنيا إلا ما تاع الغرور إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ثم سمعوا في الحديث للدنيا أهون على الله من شاة ميتة على أهلها فبالغوا في هجرها من غير بحث في حقيقتها وذلك أنه مما لم يعرف وذلك أنه ما لم يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز أن يمدح ولا أن يذم فإذا بحثنا عن الدنيا رأينا أن هذه الأرض البسيطة التي جعلت قرارا للخلق الهامش البسيطة أي الواسعة لا أنها ليست كروية فإن علماء المسلمين يقولون بكروية الأرض من قبل المؤلف بقرون انتهى الهامش فإذا بحثنا عن الدنيا رأينا أن هذه الأرض البسيطة التي جعلت قرارا للخلق يخرج منها أقواتهم ويدفن فيها أمواتهم ومثل هذا لا يذم لموضع المصلحة فيه ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان كله لمصلحة الآدمي وفيه حفظ لسبب بقائه ورأينا بقاء الآدمي سببا لمعرفة ربه وطاعته إياه وخدمته وما كان سبب لبقاء العارف العابد يمدح ولا يذم فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم فقد علم ما خلف الزبير وابن عوف وغيرهما وبلغت صدقة علي رضي الله عنه أربعين ألفا وخلف ابن مسعود تسعين ألفا وكان ليث بن سعد يستغل كل سنة عشرين ألفا وكان سفيان يتجر بمال الهامش هما سفيانان الثوري وابن عيينة وكلاهما من الأعلام والمراد الأول عند الإطلاق لأنه أكبر وأشهر انتهى الهامش وكان ابن مهدي يستغل كل سنة ألفي دينار وإن أكثر من النكاح والسراري كان ممدوحا لا ملوما فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات وسراري وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار من ذلك وكان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أربع حرائر وسبع عشرة أمة وتزوج ولده الحسن نحوا من أربعمائة فإن طلب التزوج للأولاد فهو الغاية في التعبد وإن أراد التلذذ فمباح يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى من إعفاف نفسه والمرأة إلى غير ذلك وقد أنفق موسى عليه السلام من عمره الشريف عشر سنين في مهر بنت شعيب فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياء فيه وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما خيار هذه الأمة أكثرها نساء انتهى الشريط الثاني وننتقل إلى الشريط الثالث الشريط الثالث الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي وقالت سرية الربيع ابن خيثم كان الربيع يعزل وأما المطعم فالمراد منه تقوية هذا البدن لخدمة الله عز وجل وحق على ذناك أن يكرمها لتحمله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد فإن وجد اللحم أكله ويأكل لحم الدجاج وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل وما نقل عنه أنه امتنع من مباح وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه وقال ما هذا قالوا يوم النوروز فقال نورزونا كل يوم وإنما يكره الأكل فوق الشبع واللبس على وجه الاختيال والبطر وقد اقتنع أقوام بدون من ذلك لأن الحلال الصافي لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد وإلا فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثلة أشتريت له بسبعة وعشرين بعيرا وكان لتميم الداري الهامش تميم الداري صحابي سكن القدس توفي سنة أربعين للهجرة انتهى الهامش وكان لتميم الداري حلة أشتريت بألف درهم يصلي فيها بالليل فجاء أقوام فأظهروا التزهد وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى ثم تطلبوا لها الدليل وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويطلب دليلها ثم انقسموا فمنهم متصنعا في الظاهر ليث الشراف الباطن يتناول في خلواته الشهوات ويعكف على النذات ويرى في الناس بزيه أنه متصوف متزهد وما تزهد إلا القميص وإذا نظر إلى أفعاله وإذا نظر إلى أفعاله فعنده كبر فرعون ومنهم سليم الباطن إلا أنه بالشرع جاهل ومنهم من تصدر وصنف فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريقة وكانوا تعمي اتبعوا أعمى وكانوا كعمي اتبعوا أعمى ولو أنهم تلمحوا للأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما زاغوا ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد إذا حاد عن الشريعة بل يوسعونه لوما فنقل عن أحمد أنه قال له المروزي ما تقول في النكاح فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قال إبراهيم الهامش يريد أن يحدثه عن إبراهيم بن أدهم فما تركه يتم جملة انتهى الهامش قال قد قال إبراهيم فقال قال فصاح بي وقال جئتنا ببنيات الطريق وقيل له إن سريا السقطي قال له لما خلق الله تعالى الحروف وقفت الألف وسجدت الباة فقال له نفر الناس عنه فقال نفر الناس فقال نفر الناس عنه واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم كما قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أتظن أن نظن أن طلحة والزبير كان على الباضل فقال له إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرفه أهله ولعمر أنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم في نفسه كما ينقل عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال ترعنت على نفسي أو ترعنت على نفسي فحلفت لا أشرب الماء سنة وهذا إذا صح عنه كان خطأا قبيحا وزلة فاحشة لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه وقد كان يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفترى أن هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا عن إذن مالتها وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية أنه قال سرت إلى مكة على طريق التوكل حافية فكانت الشوكة تدخل في رجلي فأحكمها بالأرض أو فأحكها بالأرض ولا أرفعها وكان علي وكان علي مسح فكانت عيني إذا آلمتني فكانت عيني إذا آلمتني أدلكها بالمسح فذهبت إحدى عيني وأمثال هذا كثير وربما حملها القصاص على الكرامات وعظموها عند العوام فيخايل لهم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي وأحمد ولعمري إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب لأن الله تعالى قال ولا تقتل أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وقد طلب أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم ظلا حتى رأى صخرة ففرش له في ظلها وقد نقل عن قدماء هذه الأمة بدايات هذا التفريط وكان سببه من وجهين أحدهما الجهل بالعلم والثاني قرب العهد بالرهبانية وقد كان الحسن يعيب فرقدا السبخي أو السبخي الهامش في الأصل المطبوع والمخطوط وفي طبقات الشعراني وفي كثير من الكتب السنجي بنون وجيم وهو السبخي بباء وخاء نسبة للسبخة أو السبخة من نواحي البصرة انتهى الهامش وقد كان الحسن يعيب فرقدا السبخي ومالك ابن دينار في زهدهما الهامش إذا أطلق الحسن فهو البصري سيد التابعين وفرقدا السبخي ومالك ابن دينار من عباد المحدثين من عباد المحدثين ماتا كلاهما سنة احدى وثلاثين ومئة للهجرة انتهى الهامش فرؤيا عنده طعام فيه لحم فقال لا رغيفي مالك فقال لا رغيفي مالك ولا صحني فرقد ورأى على فرقد انكسا فقال يا فرقد إن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية وكم قد زوق قاص المجلسه بذكر أقوام خرجوا إلى السياحة بلا زاد ولا ماء وهو لا يعلم أن هذا من أقبح الأفعال وأن الله تعالى لا يجرب عليه فربما سمعه جاهل من التائبين فخرج فمات في الطريق فصار للقائل نصيبه من إتمه وكم يروون عن ذنون أنه لقي امرأة في السياحة فكلمها وكلمته وينسون الأحاديث الصحاح لا يحل الامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا بمحرم وكم ينقلون أن أقواما مشوا على الماء وقد قال إبراهيم الحربي الهامش الهامش وقولهم الهامش من أعلام المحدثين أي إبراهيم الحربي كان من تلاميذ أحمد بن حنبل توفي سنة 85 و200 للهجرة انتهى الهامش وقد قال إبراهيم الحربي لا يصح أن أحدا مشى على الماء قط الهامش وقولهم كل ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي غير مسلم راجع بحث الأستاذ السيد الخضر حسين شيخ الأزر السابق في رسائل الإصلاح ومنظومة الوهبانية في الفقه الحنفي وشرحها وفيها أن من ادعى لولي طي الأرض أن من ادعى لولي طي الأرض جاهل وقيل بكفره راجع الوهبانية والبزازية انتهى الهامش فإذا سمعوا هذا قالوا أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين أفنقول لسنا من المنكرين لها بل نتبع ما صح فإذا سمعوا هذا قالوا أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين فنقول لسنا من المنكرين لها بل نتبع ما صح والصالحون هم الذين يتبعون الشرع ولا يتعبدون بآرائهم وفي الحديث أن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم وكم يحثون على الفقر حتى حملوا خلقا على إخراج أموالهم ثم آل بهم الأمر إما إلى التسخط عند الحاجة وإما إلى التعرض بسؤال الناس وكم تأدى مسلم بأمرهم الناس وكم تأدى مسلم بأمرهم الناس بالتقلل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس فما قانعوا حتى أمروا بالمبالغة في التقلل فحكى أبو طالب المكي في قوت القلوب الهامش هو محمد ابن علي من مشايخ الصوفية سكن بغداد وتوفي بها سنة ست وثمانين وثلاثمائة للهجرة انتهى الهامش فحكى أبو طالب المكي في قوت القلوب أن فيهم من كان يزن قوته بكربة رطبة ففي كل ليلة الهامش وهي كربة النخل والطري منها يؤكل اليوم في العراق انتهى الهامش أن فيهم من كان يزن قوته بكربة رطبة ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل وكنت أنا ممن اقتدي بقوله في الصبا فضاق المعي فضاق المعي وواجب ذلك وأوجب ذلك مرض سليم افترى هذا شيء تقتضيه الحكمة افترى هذا شيء تقتضيه الحكمة أو ندب إليه الشرع وإنما مطية الآدمي قواه فإذا سعى في تقليلها ضعف عن العبادة فإن لو دخلنا ديار الروم فوجدنا أثمان الخمور وأجرة الفجور كان لنا حلالا بوصف الغنيمة أفتريد حلالا على معنى أن الحبة من الذهب لم تنتقل مذ خرجت من المعدن على وجه لا يجوز فهذا شيء لم ينظر فيه فهذا شيء لم ينظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد سمعت أن الصدقة عليه حرام فلما تصدق على بريرة بلحم فأهدته جاز له فلما تصدق على بريرة بلحم فأهدته جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف وقد قال أحمد بن حنبل أكره التقلل من الطعام فإن أقواما فعلوه فعاجزوا عن الفرائد وهذا صحيح فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن النوافل ثم عن الفرائد ثم يعجز عن مباشرة أهله وعفافهم وعن بدل القوى في الكسب لهم وعن فعل خير قد كان يفعله ولا يهولن كما تسمعه من الأحاديث التي تخث عن الجوع فإن المراد بها إما الحك على الصوم وإما النهي عن مقاومة الشبع فأما تنقيص المطعم على الدوام فمؤثر في القوى فلا يجوز ثم في هؤلاء المذموبين من يرى هجر اللحم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يود أن يأكله كل يوم واسمع مني بلا محابات لا تحت الجنة علي بأسماء الرجال فتقول قال بشر فتقول قد قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم الهامش بشر بن الحارث الحافي المتوفى سنة 27 ومئتين للهجرة انتهى الهامش فتقول قد قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم وإن من احتج بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ردوان الله عليهم أقوى حجة على أن لأفعال أولئك وجوها نحملها عليها بحسن الظن ولقد ذكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعة من السادات أنهم دفنوا كتبهم فقلت له ما وجه هذا فقال أحسن ما نقول أن نسكت يشير إلى أن هذا جهل من فاعله وتأولت أن لهم وتأولت أنا لهم فقلت لعل ما دفنوا من كتبهم فيه شيء من الرأي فما رأوا أن يعمل الناس به ولقد روينا في الحديث عن أحمد بن أبي الحواري الهامش هو أحمد بن عبد الله المحدث الزاهد أحد الأعلام توفي في الشام سنة 46 ومئتين للهجرة انتهى الهامش ولقد روينا في الحديث عن أحمد بن أبي الحواري أنه أخذ كتبه فرمى بها في البحر وقال نعم الدليل كنت ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلول وهذا إذا أحسن به الظن قلنا كان فيها من كلامهم ما لا يرتضيه فأما إذا كانت علوما صحيحة كان هذا من أفحش الإضاعة وأنا وإن تأولت لهم هذا فهو تأويل صحيح في حق العلماء منهم لأن قد روينا عن سفيان الثوري أنه قد أوصى بدفن كتبه وكان ندم على الأشياء كتبها عن قوم وقال حملني شهوة الحديث وهذا لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتركين فكأنه لما عسر عليه التمييز أوصى بدفن الكل وكذلك من كان له رأي من كلامه ثم رجع عنه جاز أن يدفن الكتب التي فيها ذلك فهذا وجه التأويل للعلماء فأما المتزهدون الذين رأوا صورة رأوا صورة فعل العلماء ودفنوا كتبا صالحة لألا تشغلهم عن التعبد فإنه جهل منهم لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء لهم مع الإقدام على تضيع مال لا يحل ومن جملة من عمل بواقعة دفن كتب العلم يوسف بن أصباط ثم لم يصبر عن التحديث فخلط فعد أو فعد في الضعفاء أنبأنا عبدالوهاب بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المظفر الشامي قال أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال حدثنا يوسف بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمر العقيلي قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أحمد بن خالد الخلال قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت ليوسف ابن أصباط الهامش هو العالم الزاهد المجاهد المتوفى سنة تسعين ومئة للهجرة انتهى الهامش قلت ليوسف ابن أصباط كيف صنعت بكتبك قال جئت إلى الجزيرة فلما نضب الماء دفنتها حتى جاء الماء عليها فذهبت قلت ما حملك على ذلك قال أردت أن يكون الهم هما واحدا قال العقيري وحدثني آدم قال سمعت البخاري قال قال صدق الهامش هو صدقه ابن الحسين الناسخ راجع الفصل رقم مئتين وأحد عشر انتهى الهامش قال قال صدقه دفن يوسف ابن أصباط كتبه وكان بعد يغلب عليه الهامش أن يضطر إلى التحديث بلا اكتساب أن يضطر إلى التحديث بلا كتاب انتهى الهامش وكان بعد يغلب عليه فلا يجيء كما ينبغي وقال المؤلف قلت الظاهر أن هذه كتب علم ينفع ولكن قلة العلم أوجبت هذا التفريط الذي قصد به الخير وهو شر فلو كانت كتبه من جنس كتب الثوري قال فيها عن ضعفاء ولم يصح له التمييز قرب الحال إنما تعليله بجمع الهم هو الدليل على أنها ليست كذلك فانظر إلى قلة العلم ماذا تؤثر مع أهل الخير ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من لعظمه ونزوره ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من نعظمه ونزوره أنه كان على شاطئ دجلة فبال ثم تيم فقيل له الماء قريب منك فقال خفت ألا أبلغه وهذا وإن كان يدل على قصر الأمل إلا أن الفقهاء إذا سمعوا مثل هذا الحديث تلاعب به من جهة أن التيمم إنما يصحه عند عدم الماء فإذا كان الماء موجودا كان تحريك اليدين بالتيمم عبثا وليس من ضرورة وجود الماء أن يكون إلى جانب المحدث بل لو كان على أذرع كثيرة كان موجودا فلا فعل للتيمم ولا أثر حينئذ ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقيها واحدا وإن قل أتباعه وخفت إذا مات أشيعه أفضل من ألوف تتمسح العوام بهم تبرك ويشيع جنائزهم ما لا يحصى وهل الناس إلا صاحب أثر يتبع أو فقيه يفهم مراد الشرع ويفتبه نعوذ بالله من الجهل وتعظيم الأسلاف تقليدا لهم بغير دليل فإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة وإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة والمحنة العظمى مدائق العوام فكم غرت كما قال علي رضي الله عنه ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا ولقد رأينا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخص فيقولون لا ينام الليل ولا يخطر النهار ولا يعرف زوجة ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئا قد نحل جسمه ودق عظمه حتى إنه يصل قاعدا فهو خير من العلماء الذين يأكلون ويتمتعون ذلك مبلغهم من العلم ولو علموا أن الدنيا كلها لو اجتمعت في لقمة فتناولها عالم يفتي عن الله ويخبر بشريعته كانت فتوى واحدة منه يرشد بها إلى الله تعالى خيرا وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلمه وإنما أمدح العاملين بالعلم وهم أعلموا بمصالح أنفسهم فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش كأحمد بن حنبل وكان فيهم من يستعمل رقيق العيش كسفيان الثوري مع ورعه ومالك مع تديونه والشافعي مع قوة فقهه ولا ينبغي أن يطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره فيضعف هو عنه فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه وقد قالت رابعة إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله ولا تكنن أيها السامع ممن يرى صور الزهد فربا متنعم لا يريد التنعم وإنما يقصد المصلحة وليس كل بدن يقوى على الخشونة خصوصا من قد لاق الكد وأجهده الفكر أو عضه الفقر فإنه إن لم يرفق بنفسه يترك واجبا عليه من الرفق فهذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت غير أني سطرتها على عجل حين جالت في خاطري والله ولي النفع برحمته عشرون النفس والروح قد أشكل على الناس أمر النفس وماهيتها مع إجماعهم على وجودها ولا يضر الجهل بذاتها مع إثباتها ثم أشكل عليهم مصيرها بعد الموت ومذهب أهل الحق أن لها وجودا بعد موتها وأنها تنعم وتعذب قال أحمد بن حنبل أرواح الشهداء المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار الهامش وما يقال في استحضار الأرواح لا دليل له من النقل ولا من العقل على أن حضور أرواح المؤمنين ممكن لأنها طليقة وإن كان ليس قطعيا الاحتمال أن يكون المتكلم على لسانها جنيا أو شيطانا وأن يكون الأمر كله من قبيل الوهم أما استحضار أرواح الكفار فغير ممكن لأنها مسجونة مقيدة وما يدعى منه باطل قطعا وأوسع مرجع في أمر الرح كتاب بن القيم وليس كل ما فيه مسلما له انتهى الهامش وقد جاء في أحاديث الشهداء أنها في حواصل طير خضر تعلق أنها في حواصل طير خضر تعلق أو تعلق من شجر الجنة الهامش تعلق أي تأكل انتهى الهامش وقد أخذ بعض الجهل بظواهر أحاديث النعيم فقالوا إن الموت يأكلون في القبور وينكحون والصواب من ذلك أن النفس تخرج بعد الموت إلى نعيم أو عذاب وأنها تجد ذلك إلى يوم القيامة فإذا كانت القيامة أعيدت إلى الجسد ليتكامل لها التنعم بالوسائد وقوله في حواصل طير خضر دليل على أن النفوس لا تنال لذة إلا بواسطة إن كانت تلك لذة مطعم أو مشرب إن كانت تلك لذة مطعم أو مشرب فأما لذات المعارف والعلوم فيجوز أن تنالها بذاتها مع عدم الوسائط والمقصود من هذا المذكور أني رأيت بعض الانزعاج من الموت وملاحظة النفس بعين العدم عنده فقلت لها إن كانت مصدقة للشريعة فقد أخبرت بما تعرفين إن كنت مصدقة للشريعة فقد أخبرت بما تعرفين ولا وجه للإنكار وإن كان هناك ريب في أخبار الشريعة صار الكلام في بيان صحة الشريعة فقالت لا ريب عندي قلت فاجتهدي في تصحيح الإيمان وتحقيق التقوى وبشري حينئذ بالراحة من ساعة الموت فإني لا أخاف عليك إلا من التقصير في العمل واعلمي أن التفاوت النعيم بمقدار درجات الفضائل فارتفعي بأجنحة الجد إلى أعلى أبراجها واحذري من قانص هوى أو شرك غرة والله الموفق واحد وعشرون بين العلم والعمل قلت يوما في مجلسي لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس كيف قلت هذا قالت لي النفس كيف قلت هذا وربما أوهم الناس أو أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم فما وجه هذه الشكوى فأجبتها أني لما عجزت أما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى ولكن للاسترواح وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي ليتنا لم نخلق وماذاك إلا لأثقال عجز عنها ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها أترى يظن الظن أن التكاليف أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين هيهات هذا أسهل التكاليف هذا أسهل التكاليف وإن التكاليف هو الذي عجزت عنه الجبال ومن جملته أنني إذا رأيت القدر أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للقدر أو للمقدر فكان من أصعب التكاليف وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإلام الأطفال وذبح الحيوان مع الاعتقاد بأن المقدر مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين فهذا مما يتحير العقل فيه فيكون تكاليف التسليم وترك الاعتراض فكم بين تكاليف البدن وتكاليف العقل ولو شرحت هذا لطال غير أني أعتذر عن ما قلت فأقود عن نفسي وما يلزمني حال غيري وما يلزمني حال غيري إنني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشغلت به ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم استقصاء والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوء يقوى والعز يقعد فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته وعينت بصيرتي في ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته وحركني إلى التخلي لخدمته وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل وإلى الخلوة صاح بي العلم أين تمضي أتعرض عني وأنا سبب معرفتك فأقول له إنما كنت دليلا وبعد الوصول يستغنى إنما كنت دليلا وبعد الوصول يستغنى عن الدليل قال هيهات كلما زدت أو كلما زدت زادت معرفتك بمحبوبك وفهمت كيف القرب منه وفهمت كيف القرب منه ودليل هذا أنك تعلم غدا أنك اليوم في نقصان أو ما سمعته يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما ثم ألست تبغي القرب منه فاشتغل بدلالة عباده عليه فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم فلما فهمت صدق هذه المقالة فلما فهمت صدق هذه المقالة تهوست على تلك الحالة وكلما تشاغلت بجمع الناس علي تفرق همي وإذا وجدت مراد من نفعهم ضعت أنا فأبقى في حيز التحير مترددا لا أدري إلى أي القدمين أعتمد فإذا وقفت متحيرا صاح العلم قم لكسب العيال وودأب في تحصير ولد يذكر الله فإذا شرعت في ذلك قالوا صاء ضرع الدنيا وقت الحلب ورأيت وأريت باب المعاشي مسدودا في وجهي لأن صناعة العلم شغلتني عن تعلم صناعة فإذا التفت إلى أبناء الدنيا رأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين المشتري وليت من نافقهم أو راياهم نال من دنياهم ورأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين المشتري وليت من نافقهم أو راياهم نال من دنياهم الهامش راياهم أي عاملهم بالرياء انتهى الهامش بل ربما ذهب دينه ولم يحصل مراده فإن قال الضجر اهرب قال الشرع كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وإن قال العزم انفرد قال فكيف بمن تعول فغاية الأمر أنني أشرع في التقلل من الدنيا وقد ربيت وقد ربيت في نعيمها وغذيت بلبانها ولطف مزاجي فوق لطف وضعه بالعادة فإذا غيرت لباسي وخشنت مطعمي لا نلقوت فإذا غيرت لباسي وخشنت أو خشنت مطعمي لأن القتى لا يحتمل الانبساط لأن القتى لا يحتمل الانبساط نفر الطبع لفراق العادة فحل المرض فقطع عنواجبات وأوقع فئفات ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة من الوجوه المستطابة وتخشينها لمن لم يألف سعيا لمن لم يألف سعيا في تلف النفس ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة وتخشينها لمن لم يألف سعيا في تلف النفس فأقول كيف فأقول كيف أصنع وما الذي أفعل وأخلو بنفسي في خلواتي وأتزيد من البكاء على نقص حالاتي فأقول أصف حال العلماء وجسمي يضعف على إعادة العلم وحال الزهاد وبدني لا يقوى على الزهد وحال المحبين ومخالطة الخلق ومخالطة الخلق تشت تهمي وتنقش صور المحبوبات من الهوى في نفسي فتصدأ مرآة قلبي وشجرة المحبة تحتاج إلى تربية في تربة طيبة لتقي ماء الخلوة لتسقي ماء الخلوة من دولاب الفكرة وإن آثرت التكسب لم أطق وإن آثرت التكسب لم أطق وإن تعرضت لأبناء الدنيا مع أن طبعي الأنفة من الذل وتديني يمنعني فلا يبقى للميل مع هذين الجاذبين أثر ومخالطة الخلق تؤذي النفس مع الأنفاس فلا تحقيق التوبة أقدر عليه ولا نيل مرتبة من علم أو عمل أو محبة يصح لي فإذا رأيتني كما قال القائل ألقاه في الماء مكتوما ألقاه في الماء مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء تحيرت في أمري وبكيت على عمري وأنادي في فلوات خلواتي بما سمعته من بعض العوام الهامش البيتان من تخميس البسيط انتهى الهامش وأنادي في فلوات خلواتي بما سمعته من بعض العوام وكأنه وصف حالي وحسرت كم أداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا حيل ولا سير وحسرت كم أداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا حيل ولا سير ما حيلتي في الهوى قد ضاع تدبيري لما لما شكلت جناحي قلت لي طيري لما شكلت جناحي قلت لي طيري 22 دواء لترقيق القلب تأملت أمر الدنيا والآخرة فوجدت حوادث الدنيا حسية طبيعية وحوادث الآخرة إيمانية يقينية والحسيات أقوى جذبا لمن لم يقوى علمه ويقينه والحوادث إنما تبقى بكثرة أسبابها فمخالطة الناس ورؤية المستحسنات والتعرض بالملذوذات يقوي حوادث الحس والعزل والفكر والنظر في العلم يقوي حوادث الآخرة ويبين هذا بأن الإنسان إذا خرج يمشي في الأسواق ويبسر زينة الدنيا ثم دخل إلى المقابر فتفكر ورق قلبه فإنه يحس بين الحالتين فرقا بينا وسبب ذلك التعرض بأسباب الحوادث فعليك بالعزلة والذكر والنظر في العلم فإن العزلة حمية والفكرة والعلم أدوية والدواء مع التخليط لا ينفع وقد تمكنت منك أخلاط المخالطة للخلق والتخليط في الأفعال فليس لك دواء إلا ما وصفت لك فأما إذا خالطت الخلق وتعرضت للشهوات ثم رمت صلاح القلب رمت الممتنع انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني ثلاثة وعشرون في أن الممنوع مطلوب تأملت حرص النفس على ما منعت منه فرأيت حرصها يزيد على قدر قوة المنع ورأيت في الشرب الأول أن آدم ورأيت في الشرب الأول الهامش الشرب جمع شارب كركب انتهى الهامش ورأيت في الشرب الأول أن آدم عليه السلام لما نهي عن الشجر حرص عليها مع كثرة الأشجار المغنية عنها وفي الأمثال المرء حريص على ما منع وتواق إلى ما لم ينل ويقال لو أمر الناس لو أمر الناس بالجوع لصبر ولو نهو عن تفتيت البعر البعر لرغب ولو نهو عن تفتيت البعر لرغب فيه وقالوا وقالوا ما نهين عنه إلا لشيء وقد قيل أحب شيء إلى الإنسان ما منع فلو بحثت عن سبب ذلك وجدت سببين أحدهما أن النفس لا تصبر على الحصر فإنه يكفي حصرها في البدن صورة فإذا حصرت في المعنى بمنع زاد طيشها ولهذا لو قعد الإنسان في بيته شهرا لم يصعب عليه ولو قيل له لا تخرج من بيتك يوما طال عليه والثاني أنها يشق عليها الدخول تحت حكم أنها يشق عليها الدخول تحت حكم ولهذا تستدد الحرام ولا تكاد تستطيب المباح ولذلك يسهل عليها التعبد على ما ترى وتؤثر لا على ما يؤثر الهامش أي على ما ترى وتؤثر هي لا على ما يؤثر الشرع انتهى الهامش 24 في العزلة ما زالت نفسي تنازعني بما يجبه مجلس الوعظ وتوبة التائبين ورؤية الزاهدين إلى الزهد والانقطاع عن الخلق والانفراد بالآخرة فتأملت ذلك فوجدت حمومه من الشيطان فإن الشيطان يرى أنه لا يخلو لي مجلس من خلق لا يحصون يبكون ويندبون على ذنوبهم ويقوم في الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصبا وربما بلغوا خمسين ومئة ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر من مئة وعمومهم صبيان قد نشأوا على اللعب والانهماك في المعاصي فكأن الشيطان لبعد غوره في الشر رآني أجتذب إلي من أجتذب منه فأراد أن يشغلني عن ذلك فأراد أن يشغلني عن ذلك بما يزخرفه ليخلو هو بمن أجتذبه من يده ولقد حسن إلي الانقطاع عن المجالس وقال لا يخلو من تصنع للخلق فقلت أما زخرفة الألفاظ وتزويقها وإخراج المعنى من مستحسن العبارة ففضيلة لا رذيلة وأما أن أقصد الناس بما لا يجوز في الشرع فما عاذ الله فما عاذ الله ثم رأيته يريني في التزهد قطع أسباب ظاهرها الإباحة من الاكتساب فقلت له فإن طاب لي الزهد وتمكنت من العزلة فنفد ما بيدي أو احتاج بعض عائلتي ألست أعود القهقرة فدعني أجمع ما يسد خلتي ويصونني عن مسألة الناس فإن مد عمري كان نعم السبب وإلا كان للعائلة ولا أكون كراكب أراق ماءه لرؤية سراب فلما ندم وقت الفوات لم ينتفع بالندم وإنما الصواب توطيئة المطجع قبل النوم وجمع المال الساد للخلة قبل الكبر أخذا بالحزم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس وقال نعم المال الصالح للرجل الصالح وأما الانقطاع فينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخير والعزلة عن الشر واجبة على كل حال وأما تعليم الطالبين وهداية المريدين فإن عبادة العلم فإنه عبادة العالم وإن من تغفيل بعض العلماء إيثاره بالصلاة والصوم إيثاره للتنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع لأن ذلك بذر يكثر ريعه ويمتد زمان النفعه وإنما تميل النفس إلى ما يزخرفه الشيطان من ذلك لمعنيين أحدهما حب البطالة لأن الانقطاع عندها أسهل والثاني لحب المدحة فإنها إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر لحب المدحة فإنها إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر فعليك بالنظر في الشرب الأول فكن مع الشرب المقدم وهم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم فهل نقل عن أحد منهم ما ابتدعه جهلة المتزهدين والمتصوفة من الانقطاع عن العلم والانفراد عن الخلق وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر إلا أن ينقطع من ليس بعالم يقصد الكف عن الشر فذلك في مرتبة المحتمي يخاف شر التخليط فأما الطبيب العالم بما يتناول فإنه ينتفع بما يناله خمسة وعشرون المراد من الخلق تأملت المراد من الخلق فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز ومثلت العلماء والزهاد العاملين صنفين فأقمت في صف العلماء مالكا وسفيان وأبا حنيفة والشافعي وأحمد وفي صف العباد مالك بن دينار ورابعة ومعروفا الكرخي وبشر بن الحارث فكلما جد العباد في العبادة وصاح بهم لسان الحال عبادتكم لا يتعداكم نفعها وإنما يتعدى نفع العلماء وهم ورثة الأنبياء وخلفاء الله في الأرض وهم الذين عليهم المعول ولهم الفضل إذن أطرقوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال وجاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلم منه ويقول الحسن أستاذنا وإذا رأى العلماء لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال بالعلماء وهل المراد من العلم إلا العمل وقال أحمد بن حنبل وقال أحمد بن حنبل وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه معروف وصح عن سفيان الثوري قال وددت أو وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث وقالت أم الدرداء لرجل هل عملت بما علمت؟ قال لا قالت فلما تستكثر من حجة الله عليك وقال أبو الدرداء ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة وويل لمن علم ولم يعمل سبعين مرة وقال الفضيل يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد فما يبلغ من الكل قوله تعالى أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ الهامش الآية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي التنزيل أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولعل المؤلف انتبس عليه الأمر بينهما انتهى الهامش وجاء سفيان إلى رابع فجلس بين يديها ينتفع بكلامها فدل العلماء العلم على أن المقصود منه العمل به وأنه آلة فانكسروا واعترفوا بالتقصير فحصل الكل على الاعتراف والذل فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافهم فذلك هو المقصود من التكليف ستة عشرون حب الله تأملت قوله تعالى يحبهم ويحبون فإذا النفس تأبى إثبت محبة للخالق توجب قلقا الهامش يريد بالقلق ما نسميه نحن الانفعال النفسي انتهى الهامش فإذا النفس تأبى إثبت محبة للخالق توجب قلقا وقالت محبته طاعته فتدبرت ذلك فإذا بها قد جهلت ذلك لغلبة الحس وبيان هذا أن محبة الحس لا تتعدى الصور الذاتية ومحبة العلم والعمل ترى الصور المعنوية فتحبها فإنا نرى خلقا يحبون أبا بكر رضي الله عنه وخلقا يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقوما يتعصبون لأحمد بن حنبل وقوما للأشعري فيقتتلون ويبذلون النفوس في ذلك وليسوا ممن رأى صور القوم ولا صور القوم توجب المحبة ولكن لما تصورت لهم المعاني فدلتهم على كمال القوم في العلوم وقع الحب لتلك الصور التي شهدت بأعين البصائر فكيف بمن ضيع تلك الصور المعنوية وابتدلها وكيف لا أحب من وهب لي ملذو ذات حسي وعرفني ملذو ذات علمي فإن التذاذي بالعلم وإدراك العلوم أولى من جميع النذات الحسية فهو الذي علمني وخلق لي إدراكا وهداني إلى ما أدركته ثم إنه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق ثم إنه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق جديد أراه فيه بإتقان ذلك الصنع وحسن ذلك المصنوة فكل محبوباتي منه وعنه وبه الحسية والمعنوية وتسهيل سبل الإدراك به والمدركات منه وألذ من كل لذة عرفاني له فلولا تعليمه ما عرفته وكيف لا أحب من أنا به وبقاء منه وتدبيري بيده ورجوعي إلي وكل مستحسن محبوب هو صنعه وحسنه وزينه وعطف النفوس إلي فكذلك الكامل القدرة أحسن من المقدور والعجيب الصنعه أكمل من المصنوة ومعنى الإدراك أحلى عرفانا من المدرك ولو أننا رأينا نقشا عجيبا لاستغرقنا تعظيم النقاش وتهويل شأنه وضريف حكمته عن حب المنقوش وهذا مما تترقى إليه الأفكار الصافية إذا خرق نظرها الحسيات ونفذ إلى ما وراءها فحينئذ تقع محبة الخالق ضرورة وعلى قدر روية الصانع في المصنوع يقع الحب له فإن قوي أوجب قلقا وشوقا وإن مال بالعارف إلى مقام الهيبة أوجب خوفا وإن انحرف به إلى تلمح الكرم أوجب رجاءا قويا وقد علم كل أناس مشربهم سبعة وعشرون التسليم أولى تأملت حالا عجيبة وهي أن الله سبحانه وتعالى قد بنى هذه الأجسام متقنة على قانون الحكمة فدل بذلك المصنوع على كمال قدرته ولطيف حكمته ثم عاد فنقضها فتحيرت العقول بعد إذعانها له بالحكمة في سر ذلك الفعل فعلمت أنها ستعاد للمعاد وأن هذه البنية لم تخلق وأن هذه البنية لم تخلق إلا لتجوز في مجاز المعرفة وتتجر في موسم المعاملة فسكنت العقول لذلك ثم رأيت أشياء من هذا الجنس أضرف منه مثل اخترام شاب ما بلغ بعض المقصود بنيانه مثل اخترام شاب ما بلغ بعض المقصود بنيانه وأعجب من ذلك أخذ طفل من أكف أبويه يتم الملان ولا يظهر سر سلبه والله الغني عن أخذه وهما أشد الخلق فقرا إلى بقائه وأضرف منه إبقاء هرم لا يدري معنى البقاء الهامش وأضرف منه أي أعجب منه انتهى الهامش وأضرف منه إبقاء هرم لا يدري معنى البقاء وليس له فيه إلا مجرد أذى ومن هذا الجنس تقتير الرزق على المؤمن الحكيم وتوسعته على الكافر الأحمق في نظائر في نظائر لهذه المذكورات يتحير العقل في تعليلها فيبقى مبهوتا فلم أزل أتلمح جملة التكاليف فإذا عجزت قوي العقل على الاطلاع على حكمة ذلك وقد ثبت لها حكمة الفاعل علمت قصورها عن درك جميع المطلوب فأذعنت أو علمت قصورها عن درك جميع المطلوب فأذعنت مقرة بالعجز وبذلك يؤدي مفروض تكليفها وبذلك يؤدى مفروض تكليفها فلو قيل للعقل قد ثبت عندك حكمة الخالق بما بنا أفيجوز أن ينقدح في حكمته أنه نقض لقال إني عرفت بالبرهان أنه حكيم وأنا أعجز عن إدراكي علل حكمته فأسلم على رغمي مقرا بعجزي الهامش هذا هو الحق وقد أخذه كانت وقد أخذه كانت الفيلسوف الألماني الأشهر فقاله بعد قرون طوال انتهى الهامش ثمانية وعشرون في الحب والزواج تأملت في فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه فرأيت أن الأصل الأكبر في وضعه وجود النسل لأن هذا الحيوان لا يزال يتحلل ثم يخلف المتحلل الغذاء ثم يتحلل من الأجزاء العصلية ما لا يخلفه شيء فإذا لم يكن بد من فنائه وكان المراد امتداد أزمان الدنيا جعل النسل خلفا عن الأصل أو جعل النسل خلفا عن الأصل ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف العورة وملاقات ما لا يستحسن لنفسه أو ما لا يستحسن لنفسه جعلت الشهوة تحث ليحصل المقصود ثم رأيت هذا المقصود الأصلي يتبعه شيء آخر وهو استفراغ هذا الماء الذي يؤذي دوام احتقانه فإن المني ينفصل من الهضم الرابع فهو أصف جوهر الغذاء وأجوده ثم يجتمع فهو أحد الذخائر للنفس فإنها تدخر لبقائها وقوتها الدم ثم المني فإذا زاد اجتماع المني أقلق على قدر إقلاق البول للحاق إلا أن إقلاقه من حيث المعنى أكثر من إقلاق البول من حيث الصورة فتوجب كثرة اجتماعه وطول احتباسه أمراضا صعبة لأنه يترقى بخاره إلى الدماغ فيؤذي وربما أحدث سمية ومتى كان المزاج سليما فالطبع يطلب بروز المني إذا اجتمع كما يطلب بروز البول وقد تنحرف بعض الأمزجة فيقل اجتماعه عنده فيندر طلبه الإخراج وإنما نتكلم عن المزاج الصحيح فأقول قد بينت أنه إذا وقع بعد به احتباسه أوجب أمراضا وجدد أفكار رذيئة وجلب العشق والوسوسة إلى غير ذلك من الآفات وقد نجد صحيح المزاج يخرج أو يخرج ذلك إذا اجتمع وهو بعد متقلقل فكأنه الآكل الذي لا يشبع فبحثت عن ذلك فرأيته فرأيته وقوع الخلل في المنكوح إما لدمامته وقبح منظره أو لآفة فيه أو لأنه غير مطلوب للنفس فحينئذ يخرج منه ويبقى بعضه فإذا أردت معرفة ما يدلك على ذلك فقس مقدار خروج المني في المحل المشتهى وفي المحل الذي هو دونه كالوطئ بين الفخذين بالإضافة إلى الوطئ في محل النكاح وكوطئ البكري بالإضافة إلى وطئ الثيب فعلم حينئذ أن تخير المنكوح يستقصي فضول المني فيحصل للنفس كمال لذة لموضع كمال بروز الفضول ثم قد يؤثر هذا في الولد أيضا ثم قد يؤثر هذا في الولد أيضا فإنه إذا كان أي الولد من شابين قد حبس أنفسهما عن النكاح مد يده كان الولد قد حبس أنفسهما عن النكاح مديده كان الولد أقوى منه من غيرهما أو من المدمن على النكاح في الأغلب ولهذا كره نكاح الأقارب لأنه مما يقبض النفس عن بساطها فيتخيل الإنسان أنه ينكح بعض ومدح نكاح الغرائب لهذا المعنى ومن هذا ومن هذا الفن يحصل كثير من المقصود من دفع هذه الفضول المؤذية بمنكوح مستجد وإن كان مستقبح الصورة ما لا يحصل به في العادة ومثال هذا أن الطاعم إذا امتلأ خبزا ولحما حيث لم يبق فيه فضل لتناول لقمة قدمت إليه الحلوى فيتناول فلو قدم أعجب منها لتناول لأن الجدة لها معنى لأن الجدة لأن الجدة لها معنى عجيب لأن الجدة لها معنى عجيب وذلك أن النفس لا تميل إلى ما ألفت وتطلب غير ما عرفت ويتخايل لها في الجديد نوع المراد فإذا لم تجد مرادها صرفت إلى جديد آخر فكأنها قد علمت وجود غرض تام بلا كدر وهي تتخيله فيما تراه الهامش في هذا إشارة إلى نظرية إفلاطون في المثل العليا انتهى الهامش وفي هذا المعنى دليل مدفون على البعث لأن خلق من همته متعلقة بلا متعلق نوع عبث نوع عبث الهامش أي أن الإنسان كلما نال لذة في الدنيا طمع بأخرى فلا يقنعه إلا لذة ليست في الدنيا وهي لذات الجنة انتهى الهامش فافهم هذا فإذا رأت النفس عيوب ما خالطت في الدنيا عادت تطلب جديدا ولذلك قال الحكماء العشق العمى عن عيوب المحبوب فمن تأمل عيوبه سلأ ولذلك يستحب للمرأة ألا تبعد عن زوجها بعدا ينسيه إياها ولا تقرب منه قربا يمله ولا تقرب منه قربا يمله وكذلك يستحب له لأن لا يملها أو يظهر لديه مكنونات عيوبها وينبغي له أن لا يطلع منها على عورة ويجتهد في أن لا يشم منها إلا طيب ريح إلى غير ذلك من الخصال التي تستعملها النساء الحكيمات فإنهن يعلمن ذلك بفطرهن من غير احتياج إلى تعليم فأما الجاهلات فإنهن لا ينظرن في هذا فيتعجل التفات الأزواج عنهن فمن أراد نجابة الولد وقضاء الوطر فليتخير المنكوحة إن كان زوجة فلينظر إليها فإذا وقعت في نفسه فليتزوجها ولينظر في كيفية وقوعها في نفسه فإن علامة تعلق حبها بالقلب أنه لا يكاد يصرف الطرف عنه فإذا انصرف الطرف قلق القلب بتقاضي النظرة الهامش أي اشتغل بطلب نظرة أخرى انتهى الهامش فإن علامة تعلق حبها بالقلب أنه لا يكاد يصرف الطرف عنه فإذا انصرف الطرف قلق القلب بتقاضي النظرة فهذا الغاية ودونه مراتب على مقاديرها يكون بلوغ الأغراض وإن كان جارية تشتري أو تشترى فلينظر إليها أبلغ من ذلك النظر وقد قدر على مناطقة المرأة أو مكالمتها بما يوجب التنبيه ثم ليرى ذلك منها فإن الحسن في الفم وفي العينين وقد نص أحمد على جوازي أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة يشير إلى ما يزيد على الوجه الهامش ليس في المعروف من مذهب أحمد جواز ذلك انتهى الهامش يشير إلى ما يزيد على الوجه ومن أمكنه أن يؤخر العقدة أو شراء الجارية لينظر كيف لينظر كيف توقان قلبه فإنه لا يخفى على العاقل توقان فإنه لا يخفى على العاقل توقان النفس لأجل المستجد وتوقانها لأجل الحب فإذا رأى قلق الحب أقدم فإنه قد أخبرنا محمد بن عبد القادر البزار قال أخبرنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا عبد الجبار بن أبي عامر قال حدثني أبي قال حدثني خالد بن سلام قال حدثنا عطاء الخرساني قال حدثنا عطاء الخرساني قال مكتوب في التوراة كل تزويج على غير هوى حسرة وندامة إلى يوم القيامة الهامش قوله كل تزويج على غير هوى أي ميل من القلب للهوى بمعنى العشق لأن على أن ذلك لا أصل له وليس في التوراة ولو كان فيها لما أخذنا به لأنه مخالف لما عندنا انتهى الهامش ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس الأخلاق فإنها من الخفي فإن الصورة إذا خلت من المعنى كانت كخضراء الدمن فإن نجابة الولد مقصودة وفراغ النفس من الاهتمام أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات ومن فرغ من المهمات العارضة أقبل على المهمات الأصلية ولهذا جاء في الحديث لا يقضي القاضي بين إثنين وهو غضبان وإذا وضع العشاء وحضرة العشاء فابدأوا بالعشاء فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عورتها فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عورتها ولتجتهد في مراضيه من غير قلب ولتجتهد في مراضيه من غير قرب يمل ولا بعد ينسي وتقدم على التصنع وتقدم على التصنع له يحصل الغرضان منها الولد وقضاء الوطر مع الاحتراز الذي أوصيت به تدوم الصحبة ويحصل الغناء بها عن غيرها ويحصل الغناء بها عن غيرها فاذا قدر على الاستكثار فاضاف اليها سواها عالما انه يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زيادة الذي يفرغ قلبه زيادة تخريغ كان افضل لحاله فان خاف من وجود الغيرة ما يشغل القلب الذي قد اهتممنا بجمع همته او خاف وجود مستحسن يشغل قلبه عن ذكر الاخرة او يطلب منها ما يوجب خروجه عن الورع ويدخل فيما اوصيت به انه يبعد في المستحسنات العفاف انه يبعد في المستحسنات العفاف فليبالغ الواجد لهن في حفظهن وسترهن فان وجد ما لا يرضيه فان وجد ما لا يرضيه اعجل الاستبدال فانه سبب السلو فانه سبب السلو فان قدر على الاقتصار فان الاقتصار على الواحدة اولى فان كانت على الغرض قنع وان لم تكن استبدل ونكاح المرأة المحبوبة يستفرغ الماء المجتمع فيوجب نجابة الولد وتمامه وقضاء الوطر بكماله ومن خاف وجود الغيرة فعليه بالسراري فانهن اقل غيرة والاستضراف لهن امكن من استضراف الزوجات وقد كان جماعة يمكنهم الجمع وكان النساء يصبر فكان لداود عليه الصلاة والسلام مئة امرأة ولسليمان عليه الصلاة والسلام الف امرأة وقد علم حال نبينا صلى الله عليه وسلم واصحابه وقد كان لامير المؤمنين علي رضي الله عنه اربع حرائر وسبع عشرة سرية وتزوج ابنه الحسن رضي الله عنه بنحو من اربع بئة الهامش ما رواه عن داود وسليمان من الاسرائيليات التي لم تصح وما فعله الحسن انكره عليه ابوه انتهى الهامش الى غير هذا مما يطول ذكره فافهم ما اشرت اليه تفز به ان شاء الله تعالى تسعة وعشرون كل شيء خلق الله تعالى في الدنيا فهو انموذج لما في الاخرة وكل شيء يجري فيها انموذج لما يجري في الاخرة فاما المخلوق منها فقال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا الا الاسماء وهذا لان الله تعالى شوق بنعيم الى نعيم وخوف بعذاب من عذاب فاما ما يجري في الدنيا فكل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الاجل وكل مذنب ذنبا وهو معنى قوله تعالى من يعمل سوء يجز به وربما رأى العاص سلامة بدنه وماله فظنى ان لا عقوبة وغفلته عما عوقب به عقوبة وقد قال الحكماء المعصية بعد المعصية عقاب المعصية والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة وربما كان العقاب العاجل معلويا كما قال بعض احبار بني اسرائيل يا ربي كم اعصيك ولا تعاقبني فقيل له كم اعاقبك ولا تدري اليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد حتى قال وهب ابن الورد وقد سئل ايجد لذة الطاعة من يعصي فقال ولا من هم الهامش يرد هذا هم يوسف وقصة الثلاثة الذين اغلق وحديث السبع الذين هم في ظل العرش انتهى الهامش فرب شخص اطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته او لسانه فحرم صفاء قلبه فرب شخص اطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته او لسانه فحرم صفاء قلبه او اثر شبهة في مطعمه فاضلم سره وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة الى غير ذلك وهذا امر يعرفه اهل وهذا امر يعرفه اهل محاسبة النفوس وعلى ضده يجد من يتق الله تعالى من حسن الجزاء على التقوى عاجلة كما في حديث ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى النظرة الى المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان من تركه ابتغاء مرضاتي اتيته ايمانا يجد حلاوته في قلبه الهامش قال الشيخ ناصر الالباني هذا الحديث ضعيف انتهى الهامش فهذه نبذة من هذا الجنس تنبه على مغفلها او تنبه على مغفلها فاما المقابلة الصريحة في الظاهر فقل ان تحتبس ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصبحة تمنع الرزق الهامش الصبحة نوم الضحى قال الشيخ ناصر ضعيف انتهى الهامش الصبحة تمنع الرزق وان العبد لا يحرم الرزق بالنبي يصيبه وقد روى المفسرون ان كل شخص من الاصباط جاء باثني عشر ولدا وجاء يوسف بأحد عشر بالهمة الهامش الهامش يشير الى قصة امرأة العزيز انظر الفصل التاسع والعشرين بعد المية وتعليقتي علي انتهى الهامش ومثل هذا اذا تأمله ذو بصيرة رأى الجزاء وفهم كما قال الفضيل اني لا اعصل لها عز وجل فاعرف ذلك في خلق دابة وجارية وعن ابي عثمان النيسابور الهامش النيسابور شيخ الصوفية في نيسابور توفي سنة 298 للهجرة انتهى الهامش وعن ابي عثمان النيسابور انه انقطع شسع نعله في مضيه الى الجمعة فتعوق لاصلاحه ساعة ثم قال انما انقطع لاني ما اغتصلت غسل الجمعة ومن عجائب الجزاء في الدنيا انه لما امتدت ايد الظلمع من اخوة يوسف وشروه بثمن بخس امتدت اكفهم بين يديه بالطلب يقولون وتصدق علينا ولما صبر هو يوم الهمة ملك المرأة حلالا ولما بغت عليه بدعواها ما جزاء من اراد باهلك سوءا انطقها الحق بقولها انا راوته ولو ان شخصا ترك معصية لاجل الله تعالى لرأى ثمرة ذلك وكذلك اذا فعل طاعة وفي الحديث اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة اي عاملوه لزيادة الارباح العاجلة ولقد رأينا من سامح نفسه بما يمنع منه الشرع طلبا للراحة العاجلة فانقلبت احواله الى التنغص العاجل وعكست عليه المقاصد حكى بعض المشايخ انه اشترى في زمن شبابه جارية انه اشترى في زمن شبابه جارية قال فلما ملكتها فلما ملكتها تاقت نفسي اليها فما زلت اسأل الفقهاء لعل مخلوقا يرخص لي فكلهم قال لا يجوز النظر اليها بشهوة ولا لمسها ولا جماعها الا بعد حيضها قال فسألتها فاخبرتني انها اشتريت وهي حائض فاخبرتني انها اشتريت وهي حائض فقلت قرب الامر فسألت الفقهاء فقالوا لا يعتد بهذه الحيضة حتى تحيض في ملكه قال فقلت لنفسي وهي شديدة التوقان لقوة الشهوة وتمكن القدرة وقرب المصاقبة متى قلين فقالت الايمان بالصبر على الجمر شئت او ابيت فصبرت الى انحان ذلك فاثابني الله على ذلك الصبر نيل ما هو اعلى منها وارفع ثلاثون من دلائر الوحدانية نظرت في الادلة على الحق سبحانه وتعالى فوجدتها اكثر من الرمل فوجدتها اكثر من الرمل ورأيت من اعجبها ان الانسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين وينطق الالسلة به وان لم يشاهده الناس وربما اوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق فيكون جوابا لكل ما اخفى من الذنوب وذلك ليعلم الناس ان هناك من يجازي على الزلل ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استار ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استار ولا يضع لديه عمل وكذلك يخفي الانسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وباكثر منها حتى انهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه الا بالبحاس ليعلم ان هناك ربا لا يضيع عمل عامل وان قلوب الناس لتعرف حال الشخص فتحبه او تأباه وتذمه او تمدحه وربما لم يتحقق ما بينه وبين الله تعالى فانه يكفيه كل هم فانه يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر وما اصلح عبد بينه وبين الخلق دون الحق الا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما واحد وثلاثون طبقات الغافلين تأملت الارض ومن عليها بعين فكري فرأيت خرابها اكثر من عمرانها ثم نظرت في المعمور منها فوجدت الكفار مستولين على اكثره ووجدت اهل الاسلام في الارض قليلا بالاضافة الى الكفار ثم تأملت المسلمين فرأيت الاكسابة ثم تأملت المسلمين فرأيت الاكسابة قد شغلت جمهورهم عن الرزاق فرأيت الأكساب قد شغلت جمهورهم عن الرزاق وأعرضت بهم عن العلم الدال عليه فالسلطان مشغول بالأمر والنهي واللذات العارضة له ومياه أغراضه جارية لا سكر لها الهامش السكر سد المياه وهو من عامي الشام الفصيح انتهى الهامش ومياه أغراضه جارية لا سكر لها ولا يتلقاه أحد بموعظة بل بالمدحة التي تقوي هوى النفس وإنما ينبغي أن تقاوم الأمراض بأضادها فما قال عمر بن المهاجر قال لي عمر بن عبد العزيز إذا رأيتني قد حدت عن الحق إذا رأيتني قد حدت عن الحق فخذ بثيابي وهزني وقل ما لك يا عمر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا انتهى الشريط الثالث وننتقل إلى الشريط الرابع الشريط الرابع الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام بن الجوزي فأحوج الخلق إلى النصائح والمواعظ السلطان وأما جنوده فجمهورهم في سكر الهوى وزينة الدنيا وقد انضاف إلى ذلك الجهل وعدم العلم فلا يؤلمهم ذنب ولا ينزعجون من لبس حرير أو شرب خمر حتى ربما قال بعضهم إيش يعمل الجندي أيلبس القطن ثم أخذهم للأشياء ثم أخذهم للأشياء من غير وجهها فالظلم معهم كالطبع وأرباب البوادي وأهل القرى قد غمرهم الجهل فلذلك كان تقلبهم في الأنجاس والتهوين لأمر الصلوات وربما صلت المرأة منهن أو ربما صلت المرأة منهن قاعدة ثم نظرت في التجار فرأيتهم قد غلب عليهم الحرص حتى لا يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت وصار الربى في معاملاتهم فاشية فلا يبال أحدهم من أين حصلت له الدنيا وهم في باب الزكاة مفرطون ولا يستوحشون من تركها إلا من عصمه الله ثم نظرت في أرباب المعاش فوجدت الغشة في معاملاتهم عاما والتطفيفة والبخسة وهم مع هذا مغمورون بالجهل ورأيت عامة من له ولد يشغله أو يشغله ببعض هذه الأشغال طلبا للكسب قبل أن يعرف ما يجب عليه وما يتأدب به ثم نظرت في النساء فرأيتهن قليلات الدين عظيمات الجهل ما عندهن من الآخرة خبر إلا من عصم الله فقلت وعجبا فمن بقي لخدمة الله عز وجل ومعرفته فنظرت فإذا العلماء والمتعلمون والعباد والمتزهدون فتأملت العباد والمتزهدين فرأيت جمهورهم يتعبد بغير علم ويأنس إلى تعظيمه وتقبيل يده وكثرة أتباعه حتى إن أحدهم لو اضطر إلى أن يشتري حاجة من السوق لم يفعل لألا ينكسر جاهه ثم تترقى بهم رتبة ناموس إلى أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يكون أعظيم القدر عندهم ولا يتزاورون بل ربما ظن بعضهم على بعض فقد صارت النواميس كالأوثان يعبدونها ولا يعلمون وفيهم من يقدم على الفتوى بجهل لألا يخل بناموس التصدر ثم يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا ولا يعلمون أن المذمومة من الدنيا ما هم فيه لا تناول المباحات ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين من من عليه أمارة النجابة لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به وجمهورهم يطلب ما يصيره شبكة للكسب إما ليأخذ قضاء مكان أو ليصير قاضي بلد أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه ثم يكتفي ثم تأملت العلماء فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى ويستخدمه فهو يؤثر ما يصده العلم عنه ويقبل على ما ينهى ولا يكاد يجد ذوق معاملة الله سبحانه وإنما همته أن يقول ألا إن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة ألا إن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة جامع بين العلم والعمل عارف بحقوق الله تعالى خائف منه فذلك قطب الدنيا ومتى مات أخلف الله عوضه وربما لم يمت حتى يرى من يصلح للنيابة عنه في كل نائبة ومثل هذا لا تخل الأرض منه فهو في مقام النبي في الأمة وهذا الذي أصفه يكون قائما بالأصول حافظا للحدود وربما قل علمه أو قلت معاملته فأما الكاملون في جميع الأدوات فيندر وجودهم فيكون في الزمان البعيد منهم واحد ولقد سبرت السلف كلهم فأردت أن أستخرج منهم من جمع بين العلم حتى صار من المجتهدين وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين فلم أرى أكثر من ثلاثة أولهم الحسن البصري وثانيهم سفيان الثوري وثالثهم أحمد بن حنبل الهامش لقد حجر المؤلف واسع وإلا فأين أبو حنيفة وأين ابن المبارك وأين الأوزاعي وأين المئات من أمثالهم ممن كانوا في العلم مقصد الطالبين وكانوا في العبادة والورع وأنكروا على من ربعهم سعيد بن المسيب وما أنكروا على من ربعهم سعيد بن المسيب وإن كان في السلف سادات إلا أن أكثرهم غلب عليه فن فنقص من الآخر فمنهم من غلب عليه العلم ومنهم من غلب عليه العمل وكل هؤلاء كان لهم الحظ الوافر من العلم والنصيب الأوفى من المعاملة والمعرفة ولا يؤس من وجود من يحذو حذوهم وإن كان الفضل بالسك لهم فقد اطلع الله عز وجل فقد أطلع الله عز وجل الخضر على ما خفي عن موسى عليهما السلام فخزائن الله مملؤة وعطاؤه لا يقف على شخص ولقد حكي لي عن ابن عقيل أنه كان يقول عن نفسه أنا عمت في قارب ثم كسر وهذا غلط فمن أين له فكم من معجب بنفسه كشف له أو كشف له من غيره ما عاد يحتقر نفسه على ذلك وكم من متأخر سبق متقدمة وقد قيل إن الليالي والأيام حاملة وليس يعلم غير الله ما تند 32 محاورة النفس رأيت ميل النفس إلى الشهوات زائدة في المقدار رأيت ميل النفس إلى الشهوات زائدا في المقدار حتى إنها إذا مالت مالت بالقلب والعقل والذهن فلا يكاد ينتفع بشيء من البدن فاصحت بها يوما وقد مالت بكليتها إلى شهوة ويحكي قفي لحظة أكلمك كلمات ثم فعلي ما بد لك قالت قل اسمع قالت قل اسمع قلت قد تقرر قلة ميلك إلى المباحات من الشهوات وإن جل ميلك إلى المحرمات فأنا أكشف لك عن الأمرين فربما رأيت الحلوين مرين فربما رأيت الحلوين مرين أما المباحات من الشهوات فمطلقة لك ولكن طريقها صعب لأن المال قد يعجز عنها والكسب قد لا يحصل معظمها والوقت الشريف يذهب بذلك ثم شغل القلب بها وقت التحسيل وفي حالة الحصول وبحذر الفوات ثم ينغصها من النقص ما لا يخفى على مميز إن كان مطعما فالشبع يحدث آفات وإن كان شخصا فللملل أو الفراق أو سوء الخلق ثم ألذ النكاح أكثره إيهانا للبدن إلى غير ذلك مما يطول شرحه وأما المحرمات فتشتمل على ما أشرنا إليه من المباحات وتزيد عليه خوف عقاب الدنيا وفضيحتها ووعيدا آخرة ثم الجزع كلما ذكرها التائب وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلا لأنه قهر بخلاف غالب الهوى فإنه يكون قوي القلب عزيزا لأنه قهر فالحذر الحذر من رؤية المشتهى بعين الحسن فالحذر الحذر من رؤية المشتهى بعين الحسن كما يرى لذة أخذ المال من الحرز ولا يرى بعين فكره القطعة وليفتح عين البصيرة لتأمل العواقب واستحالة اللذة نغصه وليفتح عين البصيرة لتأمل العواقب واستحالة اللذة نغصه وانقلابها عن كونها لذة إما لملل أو لغيره من الآفات أو لانقطاعها بامتناع الحبيب فتكون المعصية الأولى كلقمة تناولها جائع فما ردت كلب الجوع بل شهت الطعام وليتذكر الإنسان لذة قهر الهوى مع تأمل فوائد الصبر عنه فمن وفق لذلك كانت سلامته قريبة منه ثلاثة وثلاثون الشواغل عن الله خطر لي خاطر والمجلس قد طاب الهامش يعني مجلس وعظه انظر الفصل رقم واحد انتهى الهامش خطر لي خاطر والمجلس قد طاب والقلوب قد حضرت والعيون جارية والرؤوس مطرقة والنفوس قد ندمت على تفريطها والعزائم قد نهضت لإصلاح شؤولها والسينة اللوم تعمل في الباطن على تضيع الحزم وترك الحذر فقلت لنفسي ما بال هذه اليقظة لا تدوم فاني ارى ان النفس واليقظة في المجلس متصافيان متصادقان فاذا قمنا عن هذه التربة وقعت الغربة فتأملت ذلك فرأيت ان النفس ما تزال متيقظة والقلب ما يزال عارفة غير ان القواطع كثيرة والفكر الذي ينبغي استعماله في معرفة الله سبحانه وتعالى قد كل مما يستعمل في اجتناب الدنيا وتحصيل حوائج النفوس والقلب منغمس في ذلك والبدن اسير مستخدم بين الفكر يجول في اجتناب الطعام والشراب والكسوة وينظر في صدد ذلك وما يدخره لغده وسنته اهتم بخروج الحدث وتشاغل بالطهارة ثم اهتم بخروج الفضلات المؤذية ومنها المني فاحتاج الى النكاح فعلم انه لا يصح الا باكتساب كسب الدنيا فتفكر في ذلك وعمل بمقتضاه ثم جاء الولد فاهتم به واذا الفكر عامل في اصول الدنيا وفرعها فاذا حضر الانسان المجلس فانه لا يحضر جائعا ولا حاقنة بل يحضر جامعا لهمته ناسيا ما كان من الدنيا على ذكره فيخل الوعظ بالقلب فيذكره بما الف ويجذبه بما عرف فينهض عمال القلب في زوارق عرفانه فيحضرون النفس الى باب المطالبة بالتفريط وياخذون الحس بما مضع من العيوب فتجري عيون الندم وتنعقد عزائم الاستدراك ولو ان هذه النفس ولو ان هذه النفس خلت عن المعهودات التي وصفتها لتشاغلت بخدمة بخدمة باريها ولو وقعت في سورة حبه لستوحشت عن الكل شغلا بقربه ولهذا اعتمد الزهاد الخلوات وتشاغلوا بقطع المعوقات وعلى قدر مجاهدتهم في ذلك ناروا من الخدمة مرادهم كما ان الحصاد على مقدار البذر غير اني تلمحت في هذه الحالة دقيقة وهي ان النفس لو دامت لها اليقظة لوقعت فيما هو شر من فوت ما فاتها وهو العجب بحالها والاحتقار لجنسها وربما ترقت بقوة علمها وعرفانها الى دعوة لي وعندي واستحق فتركها في حومة فتركها في حومة ذنوبها تتخبط فاذا وقفت على الشاطئ فتركها في حومة ذنوبها تتخبط فاذا وقفت على الشاطئ وقامت بحق ذلة العبودية اولى لها هذا حكم الغالب من الخلق ولذلك شغلوا عن هذا المقام فمن بذر فصلح له فلابد له من هفوة يراقبها عين الخوف من عقابها رفقا بها تصح له عبوديته وتسلم له عبادته والى هذا المعنى اشار الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم 34 في المال تفكرت فرأيت ان حفظ المال من المتعين وما يسمه جهلة المتزهدين توكلا من اخراج ما في اليد ليس بالمشروع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب ابن مالك امسك عليك بعض مالك او كما قال له وقال لسعد لان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس فان اعترض جاهل فقال فقد جاء ابو بكر رضي الله عنه بكل ماله فالجواب ان ابا بكر صاحب معاش وتجارة فاذا اخرج الكل فاذا اخرج الكل امكانه ان يستدين عليه فيتعيش فمن كان على هذه الصفة لا اذم اخراجه لماله وانما الذم متطرق الى من يخرج ماله وليس من ارباب المعايش او يكون من اولئك الا انه ينقطع عن المعاش فيبقى كلا على الناس يستعطيهم ويعتقد انه على الفتوح وقلبه متعلق بالخلق وطعمه ناشب فيهم ومتى حرك بابه نهض قلبه وقال رزق قد جاء وهذا امر قبيح بمن يقدر على المعاش واذا لم يقدر كان اخراج ما يملك اقبح لانه يتعلق قلبه بما في ايدي الناس وربما ذل لبعضهم او تزين له بالزهد واقل احواله ان يزاحم الفقراء والمكافيفة والزمنا الهامش الزمنا هم اصحاب الامراض المزمنة انتهى الهامش واقل احواله ان يزاحم الفقراء والمكافيفة والزمنا في الزكاة فعليك بالشرب الاول الهامش الشرب جمع شارب مثل ركبة جمع راكب او مثل ركب جمع راكب والمراد سلف انتهى الهامش فانظر هل فيهم من فعل ما يفعله جهلة المتزهدين وقد اشرت في اول هذا في اول هذا الى انهم كسبوا وخلفوا الاموال فرد المشرب الاول الذي لم يطرق فانه صافي واحذر من المشارب المطروقة بالاراء الفاسدة الخارجة في المعنى كالكمين على الشريعة مدعنة بلسان حالها ان الشرع ناقص يحتاج الى ما يتمم به واعلم مرفقك الله تعالى ان البدنك المطية ولابد من علف المطية والاهتمام بها فاذا اهملت ذلك كان سبما ليقوفك عن السير وقد رؤيا سلمان رضي الله عنه يحمل طعاما على عاتقه فقيل له اتفعل هذا وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان النفس اذا احرزت كوتها اطمأنت وقال سفيان الثوري اذا حصلت قوت شهر فتعبد وقد جاء قوام ليس عندهم سوى الدعاوة فقالوا هذا شك في الرازق والثقة به اولى والثقة به اولى فاياك وياهم وربما ورد مثل هذا عن بعض صدور الزهاد من السلف فلا يعول عليه ولا يهولنك خلافهم فقد قال ابو بكر المروزي سمعت احمد بن حنبل يرغب في النكاح فقلت له قال ابن ادهم فما تركني اتمم حتى صاح علي وقال اذكر لك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وتأتيني ببنيات الطريق الهامش تقدم في الفصل التاسع عشر وبنيات الطريق الازقة المتفرعة عن الجادة العامة والمثال مكتبس من الحديث المشهور انتهى الهامش واعلم وفقك الله انه لو رفض الاسباب شخص يدعي التزهد وقال لا اكل ولا اشرب ولا اقوم من الشمس في الحر ولا استدفئ من البرد كان عاصيا بالاجماع وكذلك لو قال وله عائلة لا اكتسب ورزقهم على الله تعالى فعصابهم اذا كان آثما كما قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت واعلم ان الاهتمام بالكسب يجمع الهم ويفرغ القلب ويقطع الطمع في الخلق فان الطبع له حق يتقاضاه وقد بين الشرع ذلك فقال ان لنفسك عليك حقا وان لعينك عليك حقا ومثال الطبع مع المريد السالك كمثل كلب لا يعرف الطارق فكل من رأاه يمشي نبح عليه فان القى اليه كسرة سكت عنه فالمراد من الاهتمام بذلك جمع الهم لا غير فافهم هذه الاصول فان فهمها مهم 35 الشهوات مصايد تأملت في شهوات الدنيا فرأيتها مصايد هلاك وفخوخ تلف فمن قوي عقله على طبعه وحكم عليه يسلم ومن غلب طبعه فيا سرعة هلكته ولقد رأيت بعض ابناء الدنيا كان يتوق الى التسري ثم يستعمل الحرارات المهيجة للباء ثم يستعمل الحرارات المهيجة للباء فما لبث ان انحلت حرارته الغارزية وتلف ولم ارى في شهوات النفس اسرع هلاكا من هذه الشهوة فانه كلما مال الانسان الى شخص مستحسن اوجب ذلك حركة الباء زائدا عن العادة اوجب ذلك حركة الباء زائدا عن العادة واذا رأى احسن منه زادت الحركة وكثر خروج المني زائدا عن الاول فيفنى جوهر الحياة اسرع شيء فيفنى جوهر الحياة اسرع شيء وبالضد من هذا ان تكون المرأة مستقبحة فلا يوجب نكاحها خروج الفضلة المؤذية كما ينبغي فيقع التأذي بالاحتباس فيقع التأذي بالاحتباس وقوة التوقي الى منكوح وكذلك المفرط في الاكل فانه يجن على نفسه كثيرا من الجنايات والمقصر في مقدار القوت كذلك فعلمت ان افضل الامور اوساطها والدنيا مفازة فينبغي ان يكون السابق فيها العقل فمن سلم زمام رحلته الى طبعه وهواه فيا عجلة تلفه هذا فيما يتعلق بالبدن والدنيا فقس عليه امر الاخرة فافهم ستة وثلاثون زهد السلف بلغني عن بعض زهاد زماننا انه قدم اليه طعام فقال لا اكل فقيل له لما قال لان نفسي تشتهي وانا منذ سنين ما بلغت نفسي ما تشتهي فقلت لقد خفيت طريق الصواب عن هذا من وجهي وسبب خفائها عدم العلم اما الوجه الاول فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا ولا اصحابه وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل ودخل فرقد السبخي ودخل فرقد السبخي على الحسن وهو يأكل الفالوذج فقال يا فرقد ما تقول في هذا فقال لا اكله ولا احب من اكله فقال الحسن لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم وجاء رجل الى الحسن فقال ان لي جارا لا يأكل الفالوذج فقال ولم قال يقول لا اؤدي شكرة فقال ان جارك جاهل وهل يؤدي شكرة الماء البارد وكان سفيان الثوري يحمل في سفره الفالوذج والحمل المشوي والحمل المشوي ويقول ان الدابة اذا احسن اليها عملت وما حدث في الزهاد بعدهم من امور هذا الفن مسروقة من الرهبانية وانا خائف عليهم من قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ولا يحفظ ولا يحفظ عن احد من السلف الاول من الصحابة من هذا الفن شيء الا ان يكون ذلك لعارض وسبب ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اشتهى شيئا فاثر به فقيرا واعتق جاريته رميثة الهامش انظر كتابنا اخبار عمر طبع دار الفكر في الصفحة السادسة والسبعين بعد الخمسمية انتهى الهامش فاثر به فقيرا واعتق جاريته رميثة وقال انها احب الخلق الي فهذا وامثاله حسن لانه ايثار بما هو اجود عند النفس من غيره واكثر لها من سواه فاذا وقع في بعض الاوقات كسرت بذلك الفعل سورة هواها ان تطغى بنيل كل ما تريد فاما من دام على مخالفتها على الاطلاق فانه يعمي قلبها ويبلد خواطرها ويشتت عزائمها فيؤذيها اكثر مما ينفعها وقد قال ابراهيم بن ادهم ان القلب اذا اكره عمي وتحت مقالته سر لطيف وهو ان الله عز وجل قد وضع طبيعة الادمي على معنى عجيب وهو انها تختار الشيء من الشهوات مما يصلحها فتعلم باختيارها له صلاحة فتعلم باختيارها له صلاحة وصلاحها به وقد قال حكاماء الطب ينبغي ان يفسح او يفسح للنفس ينبغي ان يفسح للنفس ما تشتهي من المطاعم وان كان فيه نوع ضرر لانها انما تختار ما يلائمها فاذا قمعها الزاهد في مثل هذا عادى على بدنه بالضرر ولولا جواذب في الباطن من الطبيعة ما بقي البدن فان الشهوة للطعام تبور فاذا وقعت الغنية بما يتناول كف الشهوة فالشهوة مريد ورائد ونعم الباعث على مصلحة البدن غير انها اذا افرطت وقع الاذى ومتى منعت ما تريد على الاطلاق مع الامن من فساد العاقبة عاد ذلك بفساد احوال النفس ووهان الجسم واختلاف السقم الذي تتداعى به الجملة مثل ان يمنعها الماء عند اجتداد العطش والغذاء عند الجوة والجماعة عند قوة الشهوة والنوم عند غلبته حتى ان المغتم اذا لم يتروح بالشكوى قتله الكمد فهذا اصل اذا فهمه هذا الزاهد انه قد خالف فعلم انه قد خالف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه من حيث النقل وخالف الموضوع في الحكمة ولا يلزم على هذا قول القائل فمن اين يصف المطعم لانه اذا لم يصف كان الترك ورعا وانما الكلام في المطعم الذي ليس فيه ما يؤذي في باب الورع وكان ما شرحته جوابا للقائل ما ابلغ نفسي شهوة على الاطلاق والوجه الثاني اني اخاف على الزاهدي اني اخاف على الزاهدي ان تكون شهوته انقلبت الى الترك فصار يشتهي ان لا يتناول وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق فان سلمت من الرياء للخلق كانت الافة من جهة تعلقها بمثل هذا الفعل و ادلالها في الباطن به وادلالها في الباطن به فهذه مخاطرة وغلط وربما قال بعض الجهال هذا صد عن الخير والزهد وليس كذلك فان الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ولا ينبغي ان يغتر بعبادة جريج ولا بتقوى ذي الخويسرة ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه من اظهار تخشع الزائد في الحد والتنوق في تخشين والتنوق في تخشين الملبس واشياء صار العوام يستحسنونها وصارت لاقوام كالمعاشي يجتنون من ارباحها تقبيل اليد وتوفير التوقير وحراسة الناموس واكثرهم في خلوته على غير حالته في جلوته وقد كان ابن سيرين يضحك بين الناس قهقهة واذا خلى بالليل فكأنه قتل اهل القرية فنسأل الله تعالى علما نافعا فهو الاصل فمتى حصل اوجب معرفة المعبود عز وجل وحرك الى خدمته بمقتضم شرعه واحبه وسلك بصاحبه طريق الاخلاص واصل الاصول العلم وانفع العلوم النظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده سبعة وثلاثون جهاد النفس تأملت جهاد النفس فرأيته اعظم جهاد ورأيت خلقا من العلماء والزهاد لا يفهمون معناه لان فيهم من منعها حضوضها على الاطلاق وذلك غلط من وجهين احدهما انه رب مانع لها شهوة انه رب مانع لها شهوة اعطاها بالمنع اوفى منها مثل ان يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه اياها ذلك فيرضي النفس بالمنع لانها قد استبدلت به المدح واخفى من ذلك ان يرى بمنعه اياها ما منع انه قد فضل انه قد فضل سواه ممن لم يمنعها ذلك وهذه دفائن تحتاج الى منقاش فهم الى منقاش فهم يخلصها الهامش قوله او قوله تحتاج الى منقاش اي منقاط دقيق انتهى الهامش الوجه الثاني اننا قد كلفنا حفظها ومن اسباب حفظها اننا قد كلفنا حفظها ومن اسباب حفظها ميدها الى الاشياء التي تقيمها فلابد من اعطائها ما يقيمها او يقيمها واكثر ذلك او كله ما تشتهي ونحن كالوكلاء في حفظها لانها ليست لنا بل هي وديعة عندنا فمنعها حقوقها على الاطلاق خطر ثم رب شد اوجب استرخاء ورب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها وانما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل يحملها على مكروهها في تناول ما ترجو به العافية ويذوب في المرارة قليلا من الحلاوة ويتناول من الاغذية مقدار ما يصفه الطبيب ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربما جر جوعا ومن لقبة ربما حرمت لقمات ومن لقمة ربما حرمت لقمات فكذلك المؤمن العاقل لا يترك لجامها ولا يهمل مقودها بل يرخي لها في وقت والطول بيده بل يرخي لها في وقت والطول بيده الهامش الطول الزمام قال لبيد كالطول المرخي وثنياه في اليد وثنياه في اليد انتهى الهامش فما دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليها فإذا رآها قد مالت ردها باللطف فإن ونت وأبت فبالعنف ويحبسها في مقام المدارات كالزوجة التي مبني عقلها على الضعف والقلة فهي تدار عند نشوزها بالوعظ فإن لم تصلح فبالهجر فإن لم تستقم فبالضرب وليس في سياط التأديب أجود من صوت عزم هذه مجاهدة من حيث العمل فأما من حيث وعظها وتأنيبها فينبغي لمن رآها تسكن للخلق وتتعرض بالدناءة من الأخلاق أن يعرفها تعظيم خالقها لها فيقول ألست التي قال فيك خلقتك بيدي وأسجدت لك ملائكتي وارتضاك للخلافة في أرضك ورسلك واقترض منك واشترى الهامش في قوله واقترض منك إشارة إلى من يقرض الله قرضا حسنا وفي قوله واشترى إشارة إلى أن الله اشترى من المؤمنين الآية انتهى الهامش فإن رآها تتكبر قال لها هل أنت إلا قطرة من ماء مهين تقتلك شرقة وتؤلمك بقة وإن رأى تقصيرها عرفها حق الموالي على العبيد وإن ونت في العمل حدثها بجزيل الأجر وإن مالت إلى الهوى خوفها عظيم الوزر ثم يحذرها عاجل العقوبة الحسية كقوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم والمعنوية كقوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فهذا جهاد بالقول وذاك جهاد بالفعل ثمانية وثلاثون في الدعاء رأيت في البلاء أن المؤمن رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب فيكرر الدعاء وتطول المدة فلا يرى أثرا للإجابة فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب ولقد عرض لي شيء من هذا الجنس ولقد عرض لي شيء من هذا الجنس فإنه نزلت بي نازلة فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده فتارة يقول الكرم واسع والبخل معدوم فما فائدة تأخير الجواب فقلت له اخسأ يا لعين فما أحتاج إلى تقاض ولا أرضاك وكيلة ثم عدت إلى نفسي فقلت إياك ومساكنة وسوسته فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر في محاربة العدو لكفى في الحكمة قالت فسلني قالت فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة فقلت قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء فلا وجه للاعتراض عليه والثاني أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة فربما رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضي فربما رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضي وقد يخفى في الحكمة فيما يفعله الطبيع فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة فلعل هذا من ذاك والثالث أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي والرابع أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك فربما يكون في مأكولك شبهة أو قلبك وقت الدعاء في غفلة أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه فبحثي أو قلبك وقت الدعاء في غفلة أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه فبحثي عن بعض هذه الأسباب لعلك تقعين بالمقصود كما روي عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه نزل بعض الأعاجم في داره فجاء فرآه فوقف فجاء فرآه فوقف بباب الدار وأمر بعض أصحابه فدخل فقل عطينا جديدا قد طينه فقام الأعجمي وخرج فسئل أبو يزيد عن ذلك فقال هذا الطين من وجه فيه شبهة فلما زالت الشبهة زال صاحبها وعن إبراهيم الخواص رحمه الله رحمة الله عليها أنه خرج لإنكار منكر فنبحه كلب له فمنعه أن يمضي فعاد ودخل المسجد وصلى ثم خرج فبص بص الكلب له فمضى وأنكر فزال المنكر فسئل عن تلك الحال فقال كان عندي منكر فمنعني الكلب فلما عدت تبت من ذلك فكان ما رأيتم والخامس أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير فكان المنع أصلح وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الله الغزوة فهتف به هاتف إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت والسادس أنه ربما كان أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللج واللجء واللجء وحصوله سبب للاشتغال به عن المسؤول الهامش اللجء مصدر لجء وهو على وزن منع يمنع منعا انتهى الهامش أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللجء وحصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول وهذا الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجء فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه فلذعهم في خلال النعم بعوارضا تدفعهم إلى بابه يستغيثون به فهذا من النعم في طي البلاء وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه فأما ما يقيمك بين يديه فبه جمالك وقد حكي عن يحيى البكاء أنه رأى ربه عز وجل في المنام فقال يا رب كم أدعوك ولا تجيبني فقال يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك وإذا تدبرت هذه الأشياء تشغلت بما هو أنفع لك من حصوله ما فاتك من حصول ما فاتك من دفع خلل أو اعتذار من زلل أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني تسعة وثلاثون تهوين المصيبة من نزلت به بلية فأراد تمحيقها فليتصورها أكثر مما هي تهن فليتصورها أكثر مما هي تهن وليتخايل ثوابها وليتوهم أعظم منها يرى الربح في الاقتصار يرى الربح في الاقتصار عليها وليتلمح سرعة زوالها فإنه لولا كرب الشدة ما رجيت ساعة الراحة وليعلم أن مدة مقامها عنده كمدة مقام الضيف فليتفقد حوائجه في كل لحظة فيا سرعة انقضاء مقامه ويا لذة مدائحه وبشره في المحافل ووصف لمضيف بالكرم فكذلك الشدة ينبغي أن تراعى الساعات ويتفقد فيه أحوال النفس ويتفقد فيها أحوال النفس ويتلمح ويتلمح الجوارح فينبغي أن تراعى الساعات ويتفقد فيها أحوال النفس ويتلمح الجوارح مخافة أن يبدو من اللسان كلمة أو من القلب تسخط فكأن قد لاح فجر الأجر فانجاب ليل البلاء ومدح السار بقطع الدجا فما طلعت شمس الجزاء إلا وقد وصل منزل السلامة أربعون في الخوف لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتفضل ساعة التغاج التشاغل به على ساعات النوافل وتقول أقوى دليل لي على فضله على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول فرأيتها في هذا على الجادة السهلة والرأي الصحيح إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها فما الذي أفادك العلم أين الخوف أين القلق أين الحذر أوما سمعت بأخيار الأحضار في تعبدهم واجتهادهم أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجية نشيج كثير البكاء أما كان في خد عمر رضي الله عنه خطاني من آثار الدموع أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة الهامش لا أدري من أين جاء المؤلف بهذا انتهى الهامش أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري أما كان الحسن البصري على قوة القلق أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة أربعين سنة أما صام الأسود ابن يزيد حتى خضر وصفر الهامش الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي من التابعين وقد نشأ من قبيلة النخع جلة من الأعلام أشهرهم إبراهيم وقد أخذ عن الأسود ومنهم علقما وشريك القاضي توفي الأسود سنة 75 للهجرة انتهى الهامش أما قالت بنت الربيع ابن خيثم له الهامش هو والربيع ابن خيثم تابعي متعبد أخذ عنه الشعبي وإبراهيم النخعي توفي سنة 64 للهجرة انتهى الهامش أما قالت بنت الربيع ابن خيثم له ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام فقال إن أباك يخاف البيات أما كان أبو مسلم الخولاني الهامش أبو مسلم الخولاني اليماني الزاهد هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدركه نزل الشام وتوفي سنة 62 للهجرة انتهى الهامش أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق سوطا في المسجد يؤدب نفسه إذا فترة أما صام يزيد الرقاشي الهامش هو يزيد ابن ابان الرقاشي المحدث البصري الزاهد ضعفه ابن معين انتهى الهامش أما صام يزيد الرقاشي أربعين سنة وكان يقول وَا لَهْفَهُ سَبَقَنِ الْعَابِدُونَ وَقَطَعَ بِي أو وَقُطِعَ بِي أما صام منصور بن المعتمر الهامش هو السلامي الكوفي أحد الأعلام من تلاميذ إبراهيم وإذا أطلق اسم إبراهيم فهو النخعي ثقة متعبد توفي سنة ثنتين وثلاثين ومئة للهجرة انتهى الهامش أما صام منصور بن المعتمر أربعين سنة أما كان سفيان الثوري يبكي الدمى من الخوف الهامش المؤلف نفسه في هذا الكتاب وفي منهاج القاصدين وفي تلبيس إبليس يكثر اللوم على مثل هذا ويدعو إلى اتباع السنة والقصد في العبادة انتهى الهامش أما كان سفيان الثوري يبكي الدمى من الخوف أما كان إبراهيم بن أدهم الهامش هو الزاهد المشهور المتوفى سنة إحدى وستين ومئة للهجرة انتهى الهامش أما كان إبراهيم بن أدهم يبود الدمى من الخوف أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فاحذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به فإنها حالة الكسالة الزمنة وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبر وخف هجمة لا تقيل العثارة وتطوي الورود على المصدر ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر واحد وأربعون العلم والعبادة ما يزيد العلم عندي فضلا أن قوما تشاغلوا بالتعبد عن العلم فوقفوا عن الوصول إلى حقائق الطلب فروي عن بعض القدماء أنه قال لرجل يا أبا الوليد إن كنت أبا الوليد يتورع أن يكنيه ولا ولد له ولو أوغل هذا في العلم لعالم أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا صهيبا أبا يحيى وكنا طفلا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير الهامش النغير هو طائر اسمه النغر والنغير على التصير انتهى الهامش وقال بعض المتزهدين قيل لي يوما كل من هذا اللبن فقلت هذا يضرني ثم وقفت بعد مدة عند الكعبة فقلت اللهم إنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين فهتف بي هاتف ولا يوما لبا وهذا لو صح جاز أن يكون تأديبا له لأن لا يقف مع الأسباب ناسيا للسبب وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري الهامش أبهري أي الشريان الأبهر انتهى الهامش وقال ما نفعني مال كمال أبي بكر ومن المتزهدين أقوام يرون التوكل قطع الأسباب كلها وهذا جهل بالعلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغارة وشاور الطبيبة ولابس الدرع وحفر الخندق ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي وكان كافرا وقال لسعد لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فالوقوف مع الأسباب مع نسيال المسبب غلط وكل هذه الظلمات إنما تقع بمصباح العلم ولقد ضل من مشى في ظلمة الجهل أو في زقاق الهوى 42 الملائكة والبشر ما أزال يتعجب ممن يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء والأولياء فإن كانت تفضيل بالصور فصورة الآدمي أعجب من ذوي أجنحة وإن تركت صورة الآدمي لأجل أوساخها المنوطة بها فالصورة ليست الآدمي إنما هي قالب ثم قد استحسن منها ما يستقبح في العادة مثل خلوف فم الصائم ودم الشهداء والنوم في الصلاة فبقيت صورة معمورة وصار الحكم للمعنى ألهم مرتبة يحبهم؟ الهامش؟ كذا في الأصل انتهى الهامش ألهم مرتبة يحبهم؟ أو فضيلة يباهي بهم؟ وكيف دار الأمر فقد سجدوا لنا؟ وهو صريح في تفضيلنا عليهم فإن كانت الفضيلة بالعلم فقد علمت القصة يوم لا علم لنا يا آدم أنبئهم يوم لا علم لنا يا آدم أنبئهم وإذا فضلت الملائكة بجوهرية ذواتهم فجوهرية أرواحنا من ذلك الجنس وعلينا أثقال أعباء الجسم بالله لو لا احتياج الراكب إلى الناقة فهو يتوقف لطلب علفها ويرفق في السير بها لطرق أرض لطرق أرض مني قبل العشر الهامش أي قبل عشر ذي الحجة انتهى الهامش لطرق مينا قبل العشر وعجبا أتفضل الملائكة بكثرة التعبد فما ثم صعاد الهامش لم أجد صعاد بمعنى صعود وهي في بعض النسخ صاد ويستقيم بها المعنى ولكن يأتي بعدها مصاعد فلا تخل الجملة في الحالين من اضطراب لعله من تحريفات النسخ انتهى الهامش فما ثم صعاد أو يتعجب من الماء إذا جرى أو من منحدر يسرع يسرع إنما العجب أو إنما العجب من مصاعد بلى قد يتصور منهم الخلاف بلى قد يتصور منهم الخلاف ودعوى الألوهية لقد لقدر لقدر قل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم لكنهم يعلمون عقوبة الحق فيحذرون فأما بعدنا عن المعرفة الحقيقية وضعف يقيننا بالناهي وغلبة شهوتنا مع الغفلة يحتاج إلى جهاد أعظم من جهادهم تالله لو ابتلي أحد المقربين بما ابتلين به لم يقدر على التماسك يصبح أحدنا وخطاب الشرع يقول له اكسب لعائلتك واحذر في كسبك وقد تمكن منه ما ليس من فعله كحب الأهل وعلوق الولد بنيات القلب واحتياج بدنه إلى ما لا بد منه فتارة يقال للخليل عليه السلام اذبح ولدك بيدك واقطع ثمرة فؤادك بكفك ثم قم إلى المنجنيق لترمى في النار وتارة يقال لموسى عليه السلام صم شهرا ليلا ونهارا ثم يقال للغضبان أكظم وللبصير أغضض والد المقول اسمت وللمستنذ النوم تهجد ولمن مات حبيبه اصبر ولمن أصيب في بدنه اشكر وللواقف في الجهاد بين اثنين لا يحل أن نفر ثم اعلم أن الموتى يأتي بأصعب المرارات فينزع الروح عن البدن فإذا نزل فاثبت واعلم أنك ممزق في القبر فلا تتسخط لأنه مما يجري به القدر وإن وقع بك مرض فلا تشك إلى الخلق فهل للملائكة من هذه الأشياء شيء وهل ثم إلا عبادة ساذجة ليس فيها مقاومة طبع ولا رد هوى وهل هي إلا عبادة صورية بين ركوع وسجود وتسبيح فأين عبادتهم المعنوية من عبادتنا ثم أكثرهم في خدمتنا بين كتبة علينا ودافعين عنا ومسخرين لإرسال الريح والمطر وأكبر وظائفهم الاستغفار لنا فكيف يفضلون عنا بلا علة ظاهرة أما حكت على محك التجارب ومنهم هاروت وماروت أما حكت على محك التجارب ومنهم هاروت وماروت فخرجوا أقبح من بهرج الهامش هاروت وماروت عند كثير من المفسرين لم يكونا من الملائكة يؤيد هذا قراءة الملكين بكسر اللام يؤيد هذا قراءة الملكين بكسر اللام وما أدري كيف يصفهم المؤلف بمثل هذا والله يصفهم بأنهم عباد مكرمون وهذه أمور سبعية لا مجال للعقل فيها ولم يرد فيها نص صريح والسكوت عن الكلام فيها أولى انتهى الهامش ولا تظنن أني أعتقد في تعبد الملائكة ولا تظنن أني أعتقد في ظن الملائكة نوع تقصير لأنهم شديدوا الإشفاق والخوف لعلمهم بعظمة الخالق لكن طمأنينة من لم يخطئ تقوي نفسه وانزعاج وانزعاج الغائص في الزلل يرقي روحه إلى التراقي فاعرفوا إخواني شرف أقداركم وصونوا جواهركم عن تدنيسها بلوم الذنوب فأنتم معرض الفضل على الملائكة فاحذروا أن تحطكم الذنوب إلى حضيض البهائم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاثة وأربعون النجاة في التسليم رأيت كثيرا من الخلق وعالما من العلماء لا ينتهون عن البحث عن أصول الأشياء التي أمروا بعلم جلها ومن غير بحث عن حقائقها ومن غير بحث عن حقائقها كالروح مثلا فالله تعالى سترها بقوله قل الروح من أمر ربي فلم يقنعوا وأخذوا يبحثون عن ماهيتها ولا يقعون بشيء ولا يثبت لأحد منهم برهان على ما يدعيه وكذلك العقل فإنه موجود بلا شك كما أن الروح موجودة بلا شك كلاهما يعرف بآثاره لا بحقيقة ذاته فإن قال قائل فما السر في كتم هذه الأشياء قلت لأن النفس ما تزال تترقى في حالة إلى حالة لأن النفس ما تزال تترقى من حالة إلى حالة فلو اطلعت على هذه الأشياء لترقت إلى خالقها فكان ستر ما دونه زيادة في تعظيمه لأنه إذا كان بعض مخلوقاته يعلم جملة فهو أجل وأعلى ولو قال قائل ما الصواعق وما البرق وما الزلازل قلنا شيء مزعج ويكفي والسر في ستر هذا أنه لو كشفت حقائقه خف مقدار تعظيمه ومن تلمح هذا الفصل علم أنه فصل عزيز فإذا ثبت هذا في المخلوقات فالخالق أجل وأعلى فينبغي أن يوقف في إثباته على دليل وجوده فينبغي أن يوقف في إثباته أو يوقف في إثباته على دليل وجوده ثم يستدل على جواز بعثه رسله ثم تتلقى أوصافه ثم تتلقى أوصافه من كتبه ورسله ولا يزاد على ذلك ولقد بحث خلق كثير عن صفاته بآرائهم فعاد وبال ذلك عليهم وإذا قلنا إنه موجود وعلمنا من كلامه أنه سميع بصير حي قادر كفان هذا في صفاته ولا نخوض في شيء آخر وكذلك نقول متكلم والقرآن كلامه ولا نتكلف ما فوق ذلك ولم يقل السلف تلاوة ومثلو وقراءة ومقروء ولا قالوا استوى على العرش بذاته ولا قالوا ينزل بذاته الهامش هذا هو الحق ومن أراد اتباع السلف آمن بما جاء من عند الله على مراد الله ففوض وأول ما لا يفهمه العربي إلا مؤولا وشرح هذا في كتاب تعريف عام بدين الإسلام انتهى الهامش بل أطلقوا ما ورد من غير زيادة وهذه كلمات كالمثال فقس عليها جميع الصفات تفز سليما من تعطيل متخلصا من تشبيه أربعة وأربعون غفلة الخلق رأيت أكثر الخلق في وجودهم كالمعدومين فمنهم من لا يعرف الخلق ومنهم من يثبته على مقتضى حسه ومنهم من لا يفهم المقصود من التكليف فترى المتوسمين بالزهد يدأبون في القيام والقعود ويتركون الشهوات وينسون ما قد أنسوا به من شهوة الشهرة وتقبيل الأياد ولو كل ما أحدهم لقال ألمثلي يقال هذا ومن فلان الفاسق فهؤلاء لا يفهمون المقصود وكذلك كثير من العلماء في احتقارهم غيرهم والتكبر في نفوسهم فتعجبت كيف يصلح هؤلاء لمجاورة الحق وسكن الجنة فرأيت أن الفائدة في وجودهم في الدنيا تجالس الفائدة في دخولهم الجنة فإنهم في الدنيا بين معتبر به يعرف عارف الله سبحانه يعرف عارف الله سبحانه نعمة الله عليه بما كشف له مما غطي عن ذاك ويتم النظام بالاقتداء تصور أولئك فإن العارف لا يتسع وقته لمخالطة من يقف مع الصورة فالزاهد كراع البهم والعالم كمؤدب السبيان والعارف ملقن الحكمة وَلَوْلَا نَفَّاطُ الْمَلِكِ وَحَارِسِهِ وَوَقَّادُ أُتُونِهِ مَا تَمْ عَيْشُهُ الْهَامِشِ قوله وَلَوْلَا نَفَّاطُ أي الموكل بالنفط انتهى الْهَامِشِ وَلَوْلَا نَفَّاطُ الْمَلِكِ وَحَارِسُهُ وَوَقَّادُ أُتُونِهِ مَا تَمْ عَيْشُهُ فمن تمام عيش العارف استعمال أولئك بحسبهم فإذا وصلوا إليه حرَّض مانعهم وفيهم من لا يصل إليه فيكون وجود أولئك كزيادة لا في الكلام هي حشو وهي مؤكدة فإن قال قائل فهب هذا يصح في الدنيا فكيف في الجنة والجواب إن الأنس بالجيران مطلوب ورؤية القاصر من تمام لذة الكامل ولكل شرب ومن تأمل ما أشرت إليه كفاه ومن تأمل ما أشرت إليه كفاه رمز لخضي عن تطويل الشرح انتهى الْهَامِشِ تأملت فرأيت أن هذا الرمز لم يكفي وأن كان خيراً لو عمد إلى تطويل الشرح وإن كان خيراً لو عمد إلى تطويل الشرح انتهى الْهَامِشِ خمسة وأربعون معرفة الله لما تلمحت تدبير الصانع في سوق رزقي لما تلمحت تدبير الصانع في سوق رزقي بتسخير السحاب وإنزال المطر برفق والبدر تحت الأرض كالموتى قد عفنا ينتظر نفخة من صور الحياة فإذا به اهتز خضراً ثم إذا انقطع عنه الماء مد يد الطلب يستعطي وأمال رأسه خاضعاً فسبحان من أراني فيما يربين به فسبحان من أراني فيما يربين به كيف تربيتي في الأصل فيا أيتها النفس التي قد طلعت على بعض حكمه قبيح بك والله الإقبال على غيره ثم العجب كيف تقبلين على فقير مثلك ينادين لسان حاله بي مثل ما بك يا حمام فارجعي إلى الأصل الأول واطلبي من المسبب ويطوب لك أن عرفتيه فإن عرفانه ملك الدنيا والآخرة ستة وأربعون تحذير الإخوان كنت في بداية الصبوة قد ألهمت أو قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة وحببت إلي الخلوة فكنت أجد قلبا طيبا وكانت عين بصيرتي قوية الحدة تتأسف على لحظة تنضي في غير طاعة وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات ولي نوع أنس وحلاوة مناجاه فانتهى الأمر إلى أنصار بعض ولاة الأمور ليستحسن كلامي فأمالني إليه فمال الطبع ففقدت تلك الحلاوة ثم استمالني آخر فكنت أتقم خالطته ومطاعمه لخوف الشبهات وكانت حالي قريبة ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح فعدم ما كنت أجد وصارت المخالطة توجب ظلمة القلب إلى أن عدم النور كله فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس فيتوبون ويصلحون وأخرج مفلسا فيما بيني وبين حالي وكثر ضجيجي من مرضي وعجزت وعجزت عن طب نفسي فلجأت إلى قبور الصالحين الهامش أي لزيارتها الزيارة المشروعة والاعتبار بها أي لزيارتها الزيارة المشروعة والاعتبار بها انتهى الهامش وتوسلت في صلاحي فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني ورد قلبي علي بعد نفوره مني ورد قلبي علي بعد نفوره مني وأراني عيب ما كنت أؤثره فأفقت من مرض غفلتي وقلت في مناجات خلوتي سيدي كيف أقدر على شكرك وبأي لسان أنطق بمدحك إذ لم تآخذني على غفلتي ونبهتني من رقدتي وأصلحت حالي على كره من طبعي فما أربحني فيما سلب مني إذ كانت ثمرته اللجأ إليك إذ كانت ثمرته اللجأ إليك وما أوفر جمعي إذ ثمرته إقبالي على الخلوة بك وما أغناني إذ أفقرتني إليك وما آنسني إذ أوحشتني من خلقك آهن على زمان ضاع في غير خدمتك أسفا لوقت مضى في غير طاعتك قد كنت إذا انتبهت وقت الفجر لا يؤلمني نومي طول الليل وإذا انسلخ عني النهار لا يوجعني ضياع ذلك اليوم وما علمت أن عدم الإحساس لقوة المرض فالآن قد هبتنا سائم العافية فأحسست بالألم فاستدللت على الصحة فيا عظيم الإنعام فيا عظيم الأنعام أو الإنعام تمم لي العافية آهن من سكر لم يعلم قدر عربدته إلا في وقت الإفاقة لقد فتقت ما يصعب رتقه لقد فتقت ما يصعب رتقه فوأسفا على بضاعة ضاعت وعلى ملاح تعب في موج الشمال مصاعدا مدة ثم غلبه النوم فرد إلى مكانه الأول يا من يقرأ تحذيري من التخليط فإني وإن كنت خنت نفسي بالفعل نصيح لإخواني بالقول احذروا إخواني من الترخص فيما لا يؤمن فساده فإن الشيطان يزين المباح في أول مرتبة ثم يجر إلى الجناح فتلمحوا المآل وافهموا الحال وربما أراكم الغاية الصالحة وكان في الطريق إليها نوع مخالفة فيكفي الاعتبار في تلك الحال بأبيكم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ إنما تأمل آدم الغاية وهي الخلد ولكنه غلط في الطريق وهذا أعجب مصائد إبليس يصيد بها العلماء يتأولون لعواقب المصالح فيستعجلون ضرر المفاسد مثاله أن يقول للعالم ادخل على هذا الظالم فاشفع فيه مظلوم فيستعجل الداخل رؤية المنكرات ويتزلزل دينه وربما وقع في شرك صار به أظلم من ذلك الظالم فمن لم يتق بدينه فليحذر بنا المصائد فإنها خفية وأسلموا مال الجبان العزلة خصوصا في زمان قد مات فيه المعروف وعاش المنكر ولم يبقى لأهل العلم وقع عند الولاة فمن داخلهم دخل معهم فيما لا يجوز ولم يقدر على جذبهم مما هم فيه ثم من تأمل الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسرخين من نفع العلم قد صاروا كالشرط فليس إلا العزلة عن الخلق والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة ولأن أنفع نفسي وحدي خير لي من أنفع غيري وأتضرر فالحذر الحذر من خوادع التأويلات وفواسد الفتاوى والصبر الصبر على ما توجبه العزلة الهامش الحق في أمر العزلة ما جاء في الإحياء وما ذكره المؤلف في الكتاب الذي اختصره فيه وهو منهاج القاصدين وقد تكون العزلة مطلوبة لناس دون ناس وفي زمان دون زمان وانظر الفصل الرابع والعشرين والثامن والأربعين والثاني والثمانين والواحد والتسعين من هذا الكتاب انتهى الهامش والصبر الصبر على ما توجبه العزلة فإنه إن انفردت بمولاك فتح لك باب معرفته فهان كل صعب وطاب كل مر وتيسر كل عسر وحصلت كل مطلوب وحصلت كل مطلوب والله الموفق بفضله ولا حول ولا قوة إلا به سبعة واربعون في الورع تأملت على نفسي تأويلا في مباح أنال به شيئا من الدنيا إلا أنه في باب الورع كدر فرأيته أولا قد احتلب در الدين فذهبت حلاوة المعاملة لله تعالى ثم عاد فقلص ضرع حلبي له فوقع الفقد للحالين فقلت لنفسي ما مثلك أو ما مثلك إلا كمثل وال ظالم جمع من غير حله فصودر فأخذ منه الذي جمع وألزم ما لم يجمع فالحذر الحذر من فساد التأويل فإن الله تعالى لا يخادع ولا ينال ما عنده بمعصيته ثمانية وأربعون من حديث النفس رأيت نفسي كلما صفى فكرها أو اتعظت بدارج أو زارت قبور الصالحين تتحرك همتها في طلب العزلة والإقبال على معاملة الله تعالى فقلت لها يوما وقد كلمتني في ذلك حدثيني ما مقصودك وما نهاية مطلوبك أتراك تريدين مني أن أسكن قفرا لا أنيس به فتفوتني صلاة الجماعة ويضيع مني ما قد علمته لفقد من أعلمه وأن أكل الجشب الذي لم أتعود الهامش الخلط من الطعام الجشب أي الخلط من الطعام انتهى الهامش وأن أكل الجشب الذي لم أتعوده فيقع نضوى طلحا الهامش طلح البعير فهو طلح أي أعيا وتعب والنضوء المهزول انتهى الهامش فيقع نضوى طلحا في يومين وأن ألبس الخشن الذي لا أطيقه فلا أدري من كربي محمولي أين أنا وأن أتشاغل عن طلب ذرية تتعبد بعدي مع بقاء القدرة على الطلب بالله ما نفعني العلم الذي بذلت فيه عمري إن وافقتك وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم اعلم أن البدن مطية والمطية إذا لم يرفق بها لم تصل براكبها إلى المنزل وليس مراد بالرفق وليس مراد بالرفق الاكثار من الشهوات وإنما أعني أخذ البلغة الصالحة للبدن فحينئذ يصف الفكر ويصح العقل ويقوى الذهن ألا ترى إلى تأثير المعوقات عن صفاء الذهن في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وقاس العلماء على ذلك الجوع وما يجري مجراه من كونه حاقنا أو حاقبا الهامش الحاق بالبول والحاقب بالغائط انتهى الهامش وهل الطبع إلا ككلب يشغل الأكل فإذا رمى له ما يتشاغل به طاب له الأكل فأما الانفراد والعزلة فعن الشر لا عن الخير ولو كان فيها لك وقع خير ولو كان فيها لك وقع خير لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم هيهاتا لقد عرفت أن أقواما دام بهم التقلل واليبس إلى أن تغير فكرهم وقوي الخلط السوداوي عليهم فاستوحشوا من الناس ومنهم من اجتمعت له من المآكل الردية أخلاط مجة فبقي اليوم واليومين والثلاثة لا يأكل وهو يظن ذلك من إمداد اللطف أو من أمداد اللطف وإذا به من سوء الهضم وفيهم من ترقى به الخلط إلى رؤية الأشباح فيظنه الملائكة فالله الله في العلم والله الله في العقل فإن نور العقل لا ينبغي أن يتعرض بإطفائه والعلم لا يجوز الميل إلى تنقيصه فإذا حفظ حفظ وظائف الزمان ودفع ما يؤذي وجلب ما يصلح وصارت القوانين مستقيمة في المطعم والمشرب والمخالطة فقالت لي النفس فوظف لي وظيفة واحسبني مريضا فقالت لي النفس فوظف لي وظيفة واحسبني مريضا قد كتبت قد كتبت له شربة فقلت لها قد دللتك على العلم وهو طبيب ملازم يصف كل لحظة لكل داء يعرض دواء يلائم وفي الجملة ينبغي لك ملازمة تقوى الله عز وجل في المنطق والنظر وجميع الجوارح وتحقق الحلال في المطعم وإيداع كل لحظة ما يصلح لها من الخير ومناهبة الزمان في الأفضل ومجانبة ما يؤدي إلى ما يؤذي من نقص ربح أو وقوع خسران ولا تعمل عملا إلا بعد تقديم النية وتأهبي لمزعج الموت فكأن قضي الهامش أي فكأنه قد جاء انتهى الهامش وما عندك من مجيئه في أي وقت يكون ولا تتعرض لمصالح البدن بل وفريها عليه وناوليه إياها على قانون الصواب لا على مقتضى الهوى فإن إصلاح البدن سبب لإصلاح الدين ودع الرعونة التي يدل عليها الجهل للعلم من قول النفس فلان يأكل الخل والبقل وفلان لا ينام الليل فاحملي ما تطيقين الهامش هذا هو الحق لا ما جرى إليه القلم في الفصل الأربعين انتهى الهامش وما قد علمت قوة البدن عليه فإن البهيمة إذا أقبلت إلى نهر أو ساقية فضربت لتقفز لم تفعل حتى تزين نفسها فإن علمت فيها قوة فإن علمت فيها قوة الطفر طفرت الهامش أي الوثب انتهى الهامش وإن علمت أنها لا تطيق لم تفعل ولو قتلت وليس كل الأبدان تتساوى في الإطاقة ولقد حمل أقوام من المجاهدات في بداياتهم أشياء أوجبت أمراضا قطعتهم عن خير وتسخطت قلوبهم بوقوعها فعليك بالعلم فإنه شفاء من كل داء والله الموفق تسعة وأربعون الرد على المشبهة عجبت من أقوام يدعون العلم ويمينون إلى التشبيه بحملهم لحاديثة على ظواهرها فلو أنهم أمروها كما جاءت سلم لأن من أمر ما جاء من غير اعتراض ولا تعرض فمن قال شيئا لا له ولا عليه ولكن أقواما قصرت علومهم فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا هذا وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد مدحته الخنساء فقالت إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضان الذي بها غلام إذا هز القناة شفاها فلما أتت القصيدة قال لكاتبه فلما أتمت القصيدة قال لكاتبه اقطع لسانها فجاء ذاك الكاتب المغفل بالموسى فقالت له ويلك فقالت له ويلك إنما قال أجزل لها العطاء ثم ذهبت إلى الحجاج فقالت كاد والله يقطع مقولي فكذلك الظاهرية الذين لم يسلموا بالتسليم فإنه من قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد لم ألمه وهذه طريقة السلف فأما من قال الحديث يقتضي كذا ويحمل على كذا مثل أن يقول استوى على العرش بذاته وينزل إلى السماء الدنيا بذاته فهذه زيادة فهمها قائلها من الحس لا من النقل ولقد عجب ولقد عجبت لرجل أندلسي وقال له ابن عبد البر صنف كتاب التمهيد فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنيا فقال هذا يدل على أن الله تعالى على العرش لأنه لولا ذلك لما كان لقوله ينزل معنا وهذا كلام جاهل لمعرفة الله عز وجل لأن هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام فقاس صفة الحق عليه فأين هؤلاء وأتباع الأثر فأين هؤلاء واتباع الأثر ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون ثم عاب المتكلمين انتهى الشريط الرابع وننتقل إلى الشريط الخامس الشريط الخامس الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام بن الجوزي واعلم أيها الطالب للرشاد أنه قد سبق إلينا من العقل والنقل أصلان راسخان عليهما مر الأحاديث كلها الهامش لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآية أو الحديث المتواتر تواترا حقيقيا إن كان هذا الدليل إن كان هذا لدليل لا يحتمل التأويل انتهى الهامش أما النقل فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ومن فهم هذا لم يحمل وصفا له على ما يجبه الحس وأما العقل فإنه قد علم وأما العقل فإنه قد علم مباينة الصانع للمصنوعات واستدل على حدوثها بتغيرها ودخول الانفعال عليها فثبت له قدم الصانع وعجبا كل العجب من أراد لم يفهم وعجبا كل العجب من راد لم يفهم أليس في الحديث الصحيح أن الموت يذبح بين الجنة والنار أوليس العقل إذا استفتي في هذا صرف الأمر عن حقيقته لما ثبت عند من يفهم ما هي الموت فقال الموت عرض يوجب بطلان الحياة فكيف يمات الموت فكيف يمات الموت فإذا قيل له فما تصنع بالحديث قال هذا ضرب فقال هذا ضرب مثلا بإقامة صورة ليعلم بتلك الصورة الحسية فوات ذلك المعنى قلنا له فقد روي في الصحيح تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان فقال الكلام لا يكون غمامة ولا يتشبه بها قلنا له أفتعطل النقل قال لا ولكن يأتي ثوابهما قلنا فما الدليل الصارف لك عن هذه الحقائق فقال علمي بأن الكلام لا يتشبه بالأجسام والموت لا يذبح ذبح الأنعام والموت لا يذبح ذبح الأنعام ولقد علمتم سعة لغة العرب ما ضاقت أعطانكم من سماعي مثل هذا فقال العلماء صدقت هكذا نقول في تفسير مجيء البقرة وفي ذبح الموت فقال وعجبا لكم صرفتم عن الموت والكلام ما لا يليق بهما حفظا لما علمتم من حقائقهما فكيف لم تصرف عن الإله القديم ما يوجب التشبيه له بخلقه الهامش كقوله تعالى وجاء ربك وقوله إنا نسيناهم وقوله الله يستهزئ بهم فإن العربي الذي نزل القرآن بلغته لا يفهمه إلا مؤولا مصروفا عن ظاهره ومثلها يد الله فوق أيديهم وآية الاستواء على العرش فإن قيل إن الله أثبت لنفسه يدي بقوله بل يداه مبسوطتان قلنا وفي القرآن بين يدي رحمته وبين يدي عذاب شديد فهل للرحمة والعذاب يدان لا وإنما هو تمثيل يفهمه العربي هذا مع العلم أن اتباع سلف في السكوت عن الخوض في هذا كله وتفويض أمره إلى الله أحسن انتهى الهامش فكيف لم تصرف عن الإله القديم ما يوجب التشبيه له بخلقه بما قد دل الدليل على تنزيهه عنه فما زال يجادل الخصوم بهذه الأدلة ويقول فما زال يجادل الخصوم بهذه الأدلة ويقول لا أقطع حتى أقطع فما قطع حتى قطع خمسون السر في حذف آية الرجم من القرآن لفا تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم من القرآن لفا الهامش نسخ آية بلفظها كما يروى في آية الرجم لم يثبت بدليل يفيد العلم انتهى الهامش تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم من القرآن لفظا مع ثبوت حكمها إجماعا فوجدت لذلك معنيين أحدهما لطف الله تعالى بعباده في أنه لا يواجههم بأعظم المشاق بل ذكر الجلدى وستر الرجم ومن هذا المعنى قال بعض العلماء إن الله تعالى قال في المكرهات كتب عليكم الصيام على لفظ لم يسمي فاعلة وإن كان قد علم أنه هو الكاتب فلما جاء إلى ما يوجب الراحة قال كتب على نفسه الرحمة والوجه الثاني أنه يبين بذلك فضل الأمة في بدلها النفوس قنوعا ببعض الأدلة فإن الاتفاق لما وقع على ذلك الحكم كان دليلا إلا أنه ليس كالدليل متفق لأجله ومن هذا الجنس شروع الخليل عليه الصلاة والسلام في ذبح ولده بمنام وإن كان الوحي في اليقظة آكد واحد وخمسون الأسباب التي تنافي التوكل عرضت لي حالة فلجأت فيها بقلبي إلى الله تعالى وحده عالما بأنه لا يقدر على جنب نفعي ودفع ضري سواه ثم قمت أتعرض بالأسباب فأنكر علي يقيني وقال هذا قبح في التوكل فقلت ليس كذلك فإن الله تعالى وضع من الحكم وكان معنى حالي أن ما وضعت لا يفيد وإن وجوده كالعدم الهامش يوجز المؤلف أحيانا حتى يغيب المعنى وهو يريد أن يقول هنا إن الحكم والأسباب من خلق الله إن الحكم والأسباب من خلق الله فإن كان الأخذ بها لا يفيد كان وجودها كعدمها انتهى الهامش وما زالت الأسباب في الشرع الهامش أي ما زالت موجودة معترفا بها انتهى الهامش كقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وقال تعالى فذروه في سنبله وقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين وشاورط ببين ولما خرج إلى الطائف لم يقدر على دخول مكة حتى بعت إلى المطعم ابن عدي فقال أدخل في جوارك وقد كان يمكنه أن يدخل متوكلا بلا سبب فإذا جعل الشرع الأمور منوطة بالأسباب كان إعراضي عن الأسباب دفعا للحكمة ولهذا أرى أن التداوية مندوب إليه وقد ذهب صاحب مذهبي الهامش يعني به الإمام أحمد بن حمل انتهى الهامش وقد ذهب صاحب مذهبي إلى أن ترك التداوي أفضل ومنعني الدليل من اتباعه في هذا فإن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داءا إلا وأنزل له دواءا فتداو ومرتبة هذه اللفظة الأمر والأمر إما أن يكون واجبا أو ندبا ولم يسبقه حظر فيقال هو أمر فيقال هو أمر إباحة وكانت عائشة رضي الله عنها تقول تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينعت له وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كل من هذا فإنه أوفق لك من هذا ومن ذهب إلى أن تركه أفضل احتج بقوله عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة سبعون ألفا بلا حساب ثم وصفهم فقال لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وهذا لا ينافي التداوي لأنه قد كان أقوام يكتوون لألا يمرضوا ويسترقون لألا تصيبهم نكبة وقد كوى عليه الصلاة والسلام وقد كوى عليه الصلاة والسلام سعد بن زرارة ورخص في الرقية في الحديث الصحيح فعلمنا أن المراد ما أشرنا إليه وإذا عرفت الحاجة إلى إسهال الطبع رأيت أن أكل البلوط مما يمنع منه علمي وشرب ماء التمر هندي وشرب ماء التمر هندي أوفق وهذا الطب فإذا لم أشرب ما يوافقني ثم قلت اللهم عافني قالت لي الحكمة أما سمعت عقلها وتوكل اشرب وقل عافني ولا تكن كمن بين زرعه وبين النهر كف من تراب تكاسل أن يرفعه بيده ثم قام يصلي صلاة للسسقاء وما هذه الحالة إلا كحال من سافر على التجريد الهامش أي بلا زاد ولا رفقة وهذا السفر معصية لأنه مخالف للسنة والمدار في الطاعات كلها على الاتباع واقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خير فيما خالف السنة انظر الفصل رقم 140 انتهى الهامش وإنما سافر على التجريد لأنه يجرب بربه عز وجل هل يرزقه أو لا وقد تقدم الأمر إليه وتزود فقال لا أتزود فهذا هالك قبل أن يهلك ولو جاء وقت صلاة وليس معه ماء نيم على تفريطه وقيل له هل لا استسبحت الماء قبل المفازة فالحذر الحذر من أفعال أقوام دققوا فمرقوا عن الأوضاع الدينية وظنوا أن كمال الدين بالخروج عن الطباع والمخالفة للأوضاع ولولا قوة العلم والرسوخ فيه لما قدرت على شرح هذا ولا عرفته فافهم ما أشرت إليه فهو أنفع لك من كراريسة تسمعها ولكن مع أهل المعاني لا مع أهل الحشو 52 النظافة تلمحت على خلق كثير من الناس إهمال أبدانهم فمنهم من لا ينظف فمه بالخلال بعد الأكل ومنهم من لا ينق يديه في غسلها من الزهم ومنهم ومنهم من لا يكاد يستاك وفيهم من لا يكتحل وفيهم من لا يراعي الإبطى إلى غير ذلك فيعود هذا الإهمال بالخلل في الدين والدنيا أما الدين فإنه قد أمر المؤمن بالتنظف والاغتسال للجمعة لأجل اجتماعه بالناس ونهى عن دخول المسجد إذا أكل الثوم وأمر الشرع بتنقية البراجم وقص الأغفار والسواك والاستحداد وغير ذلك من الأداب الهامش البراجم هي مفصل الأصابع والاستحداد يريد التعطر والتطيب انتهى الهامش فإذا أهمل ذلك ترك مسنون الشرع وربما تعد بعض ذلك إلى فساد العبادة مثل أن يهمل أغفاره فيجمع تحته الوسخ المانع للماء في الوضوء أن يصل وأما الدنيا فإني رأيت جماعة من المهملين أنفسهم يتقدمون إلى السرار الهامش أن يدنوا منك ليكلمك سرا فيؤذيك بريحه انتهى الهامش يتقدمون إلى السرار أو السرار والغفلة التي أوجبت إهمالهم أنفسهم والغفلة التي أوجبت إهمالهم أنفسهم أوجبت جهلهم بالأذى الحادث عنهم فإذا أخذوا في مناجات السر لم يمكن أن أصدف عنهم لأنهم يقصدون السر فألقى الشدائد من ريح أفواههم ولعل أكثرهم من وقت انتباههم ما أمر أصبعه على أسنانه ثم يوجب مثل هذا نفور المرأة وقد لا تستحسن ذكر ذلك للرجل فيثمر ذلك التفاتها عنه وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي وفي الناس من يقول هذا تصنع وليس بشيء فإن الله تعالى زيننا لما خلقنا لأن للعين حظا في النظر ومن تأمل أهداب العين والحاجبين وحسن ترتيب الخلقة علم أن الله تعالى زين الآدمين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنظف الناس وأطيب الناس وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى تبينا عفرة إبطي وكانت ساقه ربما انكشفت فكأنها جمارة الهامش جمارة النخلة باطن جدعها وهو يؤكد اليوم غضا في العراق امتهى الهامش وكان ليفارقه السواك وكان يكره أن يشم منه وكان يكره أن يشم منه ريح ليس الطيبة وفي حديث أنس الصحيح ما شانه الله ببيضاء الهامش أي أنه لم يشب والحديث في مسلم انتهى الهامش وقد قالت الحكماء من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما لكم تدخلون علي قلحا استاكوا الهامش القلحة صفرة الأسنان انتهى الهامش وقد فضلت او وقد فضلت الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك فالمتنظف ينعم نفسه ويرفع منها عكدها وقد قالت الحكماء من طال ظفره قصرت يده ثم انه يقرب من قلوب الخلق وتحبه النفوس لنظافته وطيبه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيبة ثم انه يؤنس الزوجة بتلك الحال فان النساء شقائق الرجال فكما انه يكره الشيء منها فكذلك هي تكرهه وربما صبره على ما يكره وهي لا تصبر وقد رأيت جماعة يزعمون انهم زهاد وهم من اقضر الناس وذلك انهم ما قوامهم العلم واما ما يخك عن داود الطائي انه قيل له لو سرحت لحيتك فقال اني عنها مشغول فهذا قول معتذر عن العمل بالسنة والاخبار في غيبته والاخبار عن غيبته عن نفسه بشدة خوفه من الاخرة ولو كان مفيقا بذلك لم يترك فلا يحتج بحال المغلوبين ومن تأمل خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا في العلم والعمل فبه يكون الاقتداء وهو الحجة على الخلق تلاثة وخمسون خطأ المبالغة في اتقاء الحر والبرد تأملت مبالغة ارباب الدنيا في اتقاء الحر والبرد في اتقاء الحر والبرد فرأيتها تعكس المقصود في باب الحكمة وانما تحصل مجرد لذة وانما تحصل مجرد لذة ولا خير في اللذة تعقب ألم فأما الحر فانهم يشربون الماء المثلوج وذلك على غاية في الضرر واهل الطب يقولون انه يحدث امراضا صعبة يظهر اثرها في وقت الشيخوخة ويصنعون الخيوش المضاعفة الهامش الخيوش عادة عراقية باقية الى الان هي وضع الخيش على النوافذ ورشه بالماء باستمرار لترطيب الجو في حرارة الصيف انتهى الهامش ويصنعون الخيوش المضاعفة وفي البرد يصنعون اللبود المانعة للبرد او اللبود المانعة للبرد وهذا من حيث الحكمة يضاد ما وضعه الله تعالى فانه جعل الحر لتحلل الاخلاط والبرد لجمودها فيجعلون هم جميع السنة ربيعة فيجعلونهم جميع السنة ربيعة فتعكس الحكمة التي وضع الحر فتعكس الحكمة التي وضع الحر والبرد لها ويرجع الاذى على الابدان ولا يظنن سامع هذا اني امره بملاقات الحر والبرد وانما اقول له لا يفرط في التوقي ويعرض في الحر لما يحلل بعض الاخلاط الى حد لا يؤثر في القوة وفي البرد بان يصيبك منه الامر القريب للمؤذي فان الحر والبرد لمصالح البدن وقد كان بعض الامراء يصونون وقد كان بعض الامراء يصون نفسه من الحر والبرد اصلا فمات عاجلا وقد ذكرت قصته في كتاب لقط المنافع في علم الطب اربعة وخمسون الصبر على القضاء ليس في التكليف اصعب من الصبر على القضاء ولا فيه افضل من الرضا به فاما الصبر فهو مرض واما الرضا فهو فضل وانما صعب الصبر لان القدر يجري في الاغلب بمكروه النفس وليس مكروه النفس يقف على المرض والاذى في البدن بل هو يتنوع حتى يتحير العقل في جريان القدر فمن ذلك انك اذا رأيت مغمورا بالدنيا قد سالت له اوديتها حتى لا يدري ما يصنع بالمال فهو يصوغه اوانيا يستعملها ومعلوم ان البلور والعقيقة والشبه قد يكون احسن منها صورة غير ان قلة مبالاته بالشريعة جعلت عنده وجودا انهي كعدمه ويلبس الحريرة ويظلم الناس والدنيا مصبة عليه ثم يرى خلقا من اهل الدين وطلاب العلم مغمورين بالفقر والبلاء مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم فحينئذ يجد الشيطان طريقا للوسواس ويبتدي بالقدح في حكمة القدر فيحتاج المؤمن الى الصبر على ما يلقى من الضر في الدنيا وعلى جدال ابليس في ذلك وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على اهل الدين وابلغ من هذا ايلام الحيوان وتعذيب الاطفال ففي مثل هذه المواطن يتمحض الايمان ومما يقوي الصبر على الحالتين النقل والعقل اما النقل فالقرآن ومما يقوي الصبر على الحالتين النقل والعقل اما النقل فالقرآن والسنة اما القرآن فمنقسم الى قسمين احدهما بيان سبب اعطاء الكافر والعاصي فمن ذلك قوله تعالى انما نملي لهم ليزدادوا اثما وقوله ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة وقوله واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها وفي القرآن من هذا كثير والقسم الثاني ابتلاء المؤمن بما يلقى كقوله تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وقوله ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وقوله ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وفي القرآن من هذا كثير وأما السنة فمنقسمة إلى قول وحال أما الحال فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتقلب على رمال حصير تؤثر في جنبه فبكى عمر رضي الله عنه وقال كسر وقيصر في الحرير والديباج فقال له صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا عمر ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا وأما القول فكقوله عليه الصلاة والسلام لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وأما العقل فإنه يقوع ساكر الصبر بجنود منها أن يقول قد ثبتت عندي الأدلة القاطعة على حكمة المقدر فلا أترك الأصل الثابت لما يظنه الجاهل خللا ومنها أن يقول ما قد استهولته أيها الناظر من بسط يد العاصي هي قبض في المعنى وما قد أثر عندك من قبض يد الطائع بسط في المعنى بسط في المعنى لأن ذلك البسط يوجب عقابا طويلة وهذا القبض يؤثر بساطا في الأجر جزيلة فزمان الرجلين ينقضي عن قريب والمراحل تطوى والركبان في الحتيث ومنها أن يقول قد ثبت أن المؤمن بالله كالأجير وأن زمن التكليف كبياض نهار ولا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب بل ينبغي أن يصابر ساعات العمل فإذا فرغ تنظف ولبس أجود ثيابه فمن ترفها وقت العمل ندم وقت تفريق الأجر وعوقب على التواني فيما كلف فهذه النبذ تقوي أزر الصبر وأزيدها بسطا وأزيدها بسطا فأقول أترى أو أترى إذا أريد اتخاذ شهداء فكيف لا يخلق أقوام يبسطون أيديهم لقتل المؤمنين أفيجوز أن يفتك بعمر إلا مثل أبي لؤلؤة وبعلي إلا مثل ابن ملجم أفيصح أن يقتل يحيى بن زكريا إلا جبار كافر ولولا أن عين الفهم زال عنها غشاء العشاء لرأت المسببة للأسباب والمقدرة للأقدار فصبرت على بلائه إثارا لما يريد ومنها هنا ينشأ الرضا كما قيل لبعض أهل البلاء ادعو الله بالعافية فقال أحبه أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل فقال أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني خمسة وخمسون درجات الرضا بالقضاء لما أنهيت كتابة الحصل المتقدم هتف بهاتف من باطني دعني من شرح الصبر على الأقدار فإني قد اكتفيت بإنموذج ما شرحت فإني قد اكتفيت بإنموذج ما شرحت وصف حال الرضا فإني أجد نسيما فإني قد اكتفيت بإنموذج ما شرحت وصف حال الرضا فإني أجد نسيما من ذكره فيه روح للروح فقلت أيها الهاتف اسمع الجواب وافهم الصواب إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة فإذا عرفته رضيت بقضائه وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي يجد بعض طعمها الراضي أما العارف فتقل عنده المرارة لقوة حلاوة المعرفة فإذا ترق بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارة الأقدار حلاوة كما قال القائر عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما حسبي من الحب أني لما تحب أحب وقال بعض المحبين في هذا المعنى ويقبح من سواك الفعل عندي ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك ذاك فصاحبي لهاتف حدثني بماذا أرضى قدر أني أرضى في أقداره بالمرض والفقر أفأرضى بالكسل عن خدمته والبعد عن أهل جنته فبين لي من الذي يدخل تحت الرضا مما لا يدخل فقلت له نعم ما سألت أو نعم ما سألت فاسمع الفرق فاسمع الفرق سماع من ألقى السمع وهو شهيد ارضى بما كان منه فأما الكسل فأما الكسل والتخلف فذاك منسوب إليك فلا ترضى به من فعلك وكن مستوفيا حقه عليك مناقشا نفسك فيما يقربك منه غير راض منها بالتواني في المجاهدة فأما ما يصدر من أقضيته المجردة التي لا كسب لك فيها فكن راضيا بها كما قالت رابعة رحمة الله عليها وقد ذكر عندها رجل من العباد يلتقط من مزبلة فيأكل فقيل هل سأل الله تعالى أن يجعل رزقه من غير هذا فقالت إن الراضي لا يتخير ومن ذاق طعم المعرفة وجد فيه طعم المحبة فوقع الرضا عند ضرورة فوقع الرضا عنده ضرورة الهامش هذا هذا إذا بدل الجهد في اتخاذ الأسباب للوصول إلى أطيب من هذا المطعم وسلك كل طريق حلال يوصل إليه وسأل الله خيرا منه ثم لم يجد غيره أما من غير سعي ولا عمل فلا انتهى الهامش فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة ثم العمل بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة لعل ذلك يورث المحبة فقد قال سبحانه وتعالى أي في الحديث القدسي لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فذلك الغنى الأكبر ووافق راه ستة وخمسون حاجة طالب العلم إلى المعاش رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم في زمن الصبع عن المعاش فيحتاجون إلى ما لا بد منه فلا يصلهم من بيت المال شيء ولا من صلاة الإخوان ما يكفي فيحتاجون إلى التعرض بالإذلال فلم أر في ذلك من الحكمة إلا سببين أحدهما قمعوا إعجابهم بهذا الإذلال والثاني نفع أولئك بثوابهم ثم أمعنت الفكرة فتلمحت نكتة لطيفة وهو أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب ونبت عنها بالعزم ورأت أخرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الكلاب أو غائط يؤتى لضرورة فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار لم يكن للقلب بها متعلق متمكن فتهون حينئذ سبعة وخمسون وجوب التلطف بالبدن والرد على المتزهدين ما زال جماعة من المتزهدين يزورون أو ما زال جماعة من المتزهدين يزرون على كثير من العلماء إذا انبسطوا في مباحات والذي يحملهم على هذا الجهل فلو كان عندهم فضل علم ما عابوهم وهذا لأن الطباعة لا تتساوى فرب شخص يصلح على خشونة العيش وآخر لا يصلح على ذلك ولا يجوز لأحد أن يحمل غيره على ما يطيقه هو إن لنا ضابطا هو الشرع فيه الرخصة وفيه العزيمة فلا ينبغي أن يلامى من حصر نفسه في ذلك الضابط ورب رخصة كانت أفضل من عزائم لتأثير نفعها ولو علم المتزهدون أن العلم يوجب المعرفة بالله تعالى فتنبت القلوب من خوفه وتنحل الأجسام للحذر منه فوجب التلطف بالأجسام حفظا لقوة الراحلة ولأن آلة العلم والحفظ القلب والفكر فإذا رفهت الآلة جاد العمل وهذا أمر لا يعلم إلا بالعلم فبجهل المتزهدين بالعلم أنكروا ما لم يعلموا وظنوا أن المراد إتعاب الأبدان وإنضاء الرواحل وما علموا أن الخوف المضنية يحتاج إلى راحة مقاومة كما قال القائل روح القلوب تعي الذكر ثمانية وخمسون علم الورق وعلم الخرق ليس في الوجود شيء أشرف من العلم كيف لا وهو الدليل فإذا عدم وقع الضلال وأن من خفي مكايد الشيطان أن يزين في نفس الإنسان التعبد ليشغله عن أفضل التعبد وهو العلم ليشغله عن أفضل التعبد وهو العلم حتى إنه زين لجماعة من القدماء أنهم دفنوا كتبهم ورموها في البحر وهذا قد ورد عن جماعة وأحسن ظني بهم أن أقول كان فيها شيء من رأيهم وكلامهم فما أحب انتشاره وإلا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يخاف عواقبه كان رميها إضاعة للمال لا يحل وقد دنت حيلة إبليس إلى جماعة من المتصوفة حتى منعوا من حمل المحابر كلامذتهم حتى قال جعفر الخلدي لو تركني الصوفية جئتكم بأسناد الدنيا كتبت مجلسا عن أبي العباس الدوري فلقيني بعض الصوفية فقال دع علم الورق وعليك بعلم الخرق ورئيت محبرة محبرة مع بعض الصوفية فقال له صوفي استر عورتك وقد أنشدوا للشبلي إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق وهذا من خفي حيال إبليس ولقد صدق عليهم ظنه وإنما فعل وزينه عندهم بسببين أحدهما أنه أرادهم يمشون في الظلمة والثاني أن تصفح والثاني أن تصفح العلم كل يوم يزيد في العالم ويكشف له ما كان ما كان خفي عنه ويقوي إيمانه ومعرفته ويريه عيب كثير من مسالكه إذا تصفح منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فأراد إبليس سد تلك الطرق بأخفى حياله فأظهر أن المقصود العمل للعلم لنفسه وخفي على المخدوع أن العلم عمل وأي عمل فاحذروا من هذه الخديعة الخفية فإن العلم هو الأصل الأعظم والنور الأكبر وربما كان تقليب الأوراق أفضل من الصوم والصلاة والحج والغزو وكم من معرض عن العلم يخوض في عذاب من الهوى في تعبده ويضيع كثيرا من الفرض بالنفل ويشتغل بما يزعمه الأفضل عن الواجب ولو كانت عنده شعلة من نور العلم لاهتدى فتأمل ما ذكرت لك ترشد إن شاء الله تعالى تسعة وخمسون وجوب تعليل النفس لتصبر على ما حملت مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد التنغم وكلمات الاستراحة مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد التنغم وكلمات الاستراحة فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله والآخر همته مثل ذلك فرأيت أنهما لو لم يفعل هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر وكلما فعل هذا هذا الأمر فتأملت السبب في ذلك فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر وطربه به وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك فينقطع الطريق وينسى وينسى ثقل المحمول فأخذت من هذا إشارة عجيبة ورأيت الإنسان قد حمل من التكليف أمورا صعبة ومن أثقل ومن أثقل ما حمل مدارات نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس كما قال الشاعر فإن تشكت فعللها المجزة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى ومن هذا يخك أن بشر الحافي رحمة الله عليه سار ومعه رجل في طريق فعطش صاحبه فقال له أنشرب من هذا من هذا البئر فقال بشر اصبر إلى البئر الأخرى فلما وصل إليها قال له البئر الأخرى فما زال يعلله ثم التفت إليه فقال له هكذا تنقطع الدنيا ومن فهم هذا الأصل على النفس ومن فهم هذا الأصل علل النفس وتلطف بها ووعدها الجميلة لتصبر على ما قد حملت كما كان بعض السلف يقول لنفسه والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك وقال أبو يزيد رحمة الله عليه ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك أعلم أن مدارات النفس والتلطف بها لازم وبذلك ينقطع الطريق فهذا رمز إلى الإشارة وشرحه يطول انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني ستون المنكرات في مجالس الصوفية والوعاظ تأملت أشياء تجري في مجالس الوعظ يعتقدها العوام وجهال العلماء قربة وهي منكر وبعد وذلك أن المقري وذلك أن المقر يطرب ويخرج الألحان إلى الغناء والواعظ ينشد بتطريب أشعار المجنون وليلة فيصفق هذا ويخرق ثوبه هذا ويعتقد أن ذلك قربة ويعتقد أن ذلك قربة ومعلوم أن هذا أو أن هذه الألحان كالموسيقى يوجب طربا للنفوس فالتعرض بما يوجب الفساد غلط عظيم وينبغي الاحتساب على الوعظ في هذا الهامش أن ينبغي للمحتسب أن يمنعهم منه وقد بطلت الآن وظيفة المحتسب وانظر الكلام عنها في كتاب الأحكام السلطانية انتهى الهامش وكذلك المقابريون منهم فإنهم يهيجون الأحزان ليكثر بكاء النساء فيعطون على ذلك الأجرة فيعطون على ذلك الأجرة ولو أنهم أمروا بالصبر لم ترد النسوة ذلك ولو أنهم أمروا بالصبر لم ترد النسوة ذلك وهذا أضاد الشرع وهذا أضاد للشرع قال ابن عقيل حضرنا عزاء رجل قد مات له ولد فقرأ المقرئ يا أسف على يوسف فقلت له هذه نياحة بالقرآن وفي الوعاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبة فترى الحائكة والسوقية الذي لا يعرف فرائض تلك الصلاة ينزق أثوابه بدعوى دعوى لمحبة الله تعالى والصافي حالا منهم وهو أصلحهم يتخايل بوهمه شخصا هو الخالق فيبكيه شوقه إليه لما يسمع من عظمته ورحمته وجماله وليس ما يتخيلونه المعبود لأن المعبود لا يقع في خيال وبعد هذا فالتحقيق مع العوام صعب ولا يكادون ينتفعون بمر الحق إلا أن الواعظ مأمور بأن لا يتعد الصواب ولا يتعرض لما يفسدهم بل يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه وهذا يحتاج إلى صناعة فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ ومنهم من يعجبه الإشارة ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم لكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح في الطعام ثم يجذبهم إلى العزائم ويعرفهم الطريق الحق وقد حضر أحمد بن حنبل فسمع كلام الحارث المحاسبي فبكى ثم قال لا يعجب للحضور وإنما بكى لأن الحال أوجبت البكاء وقد كان جماعة من السلف يرون تخليط القصاص الهامش القصاص في الاستلاح القديم الوعاب وقد غلط من من لا فهم له وقد غلط من لا فهم له ولا علم عنده فحسبهم مثل أهل القصص من أذباء الغرب من ذلك ما كتب شفيق جبري في كتابه الذي درس فيه الأغاني لأب الفرج وهو كتاب فيه دعوة عريضة وجهل بين انتهى الهامش فينهون عن الحضور عندهم وهذا على الإطلاق لا يحسن اليوم لأنه كان الناس في ذلك الزمان متشاغلين بالعلم فرأوا حضور القصص صاد لهم واليوم كثر الإعراض عن العلم فأنفعوا مال العامي مجلس الوعظ يرده عن ذنب ويحركه إلى توبة وإنما الخلل في القاص فليتق الله عز وجل واحد وستون الرد على المتأولين من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفات للصفات والإضافات فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغ في الإثبات ليتقرر في أنفس العوام وجود الخالق فإن النفوس تأنس بالإثبات فإذا سمع العامي ما يوجب النفيا طرد عن قلبه الإثبات فكان أعظم ضرر عليه وكان هذا المنزه من العلماء على زعمه وكان هذا المنزه من العلماء على زعمه مقاوما لإثبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمحو وشارعا في إبطال ما يفتون به وبيان هذا أن الله تعالى أخبر باستوائه على العرش فأنست النفوس إلى إثبات الإله ووجوده قال تعالى ويبقى وجه ربك وقال تعالى بل يداه مبسوطتان وقال غضب الله عليهم ورضي الله عنهم وأخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا وقال قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن وقال كتب التوراة بيده وكتب كتابا فهو عنده فوق العرش إلى غير ذلك مما يطول ذكره فإذا امتلأ العامي والصبي من الإثبات وكاد يأنس من الأوصاف بما يفهمه الحس قيل له قيل له ليس كمثله شيء فمحى من قلبه ما نقشه الخيال وتبقى ألفاظ وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة ولهذا أقر الشرع على مثل هذا فسمع منشدا يقول وفوق العرش رب العالمين فضحك وقال له آخر أو يضحك ربنا فقال نعم وقال إنه على عرشه هكذا كل هذا ليقرر الإثبات في النفوس وأكثر الخلق لا يعرفون الإثبات إلا على ما يعلمون من الشاهد فيقع منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه فأما إذا ابتدأ بالعامي الفارغ من فهم الإثبات فقلنا ليس في السماء ولا على العرش ولا يوصف بيد وكلامه صفة قائمة بذاته وليس عندنا منه شيء ولا يتصور نزوله إن محى من قلبه تعظيم المصحف ولم يتحقق في سره إثبات إله وهذه جناية عظيمة على الأنبياء توجب نقض ما تعب في بيانه ولا يجوز لعالم أن يأتي إلى عقيدة عامي قد ألس بالإثبات فيهو فيهوشها أو فيشوهها فإنه يفسده ويصعب صلاحه فأما العالم فإنا قد أمنا لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة الله تعالى وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما يعلم ولا يجوز أن يكون محمولا ولا أن يوصف بملاسقة ومس ولا أن ينتقل ولا يخفى عليه أن المراد بتقليب القلوب بين أصبعين الإعلام بالتحكم في القلوب فإن ما يدبره الإنسان بين أصبعين هو متحكم فيه إلى الغاية ولا يحتاج إلى تأويل من قال الأصبع الأثر الحسن فالقلوب بين أثرين من أثار الربوبية وهما الإقامة والإزاغة ولا إلى تأويل من قال يده نعمتان لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات وقد حدثنا لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات وقد حدثنا بما نعقل وضربت لنا الأمثال بما نعلم وقد ثبت عندنا بالأصل المقطوع به أنه لا يجوز عليه ما يعرفه الحسن علمنا المقصود بذكر ذلك وأصلح ما نقول للعوام أمر هذه الأشياء كما جاءت ولا تتعرض لتأويلها وكل ذلك يقصد به حفظ الإثبات وهذا الذي قصده السلف وكان أحمد يمنع من أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق كل ذلك ليحمل على الاتباع وتبقى ألفاظ الإثبات على حالها وأجهل الناس من جاء إلى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم فأضعف في النفوس قوى التعظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو يشير إلى المصحف ومنع الشافعي أن يحمله المحدث بعلاقته تعظيما له فإذا جاء متحذلق فقال الكلام صفة قائمة بذات المتكلم فمعنى قوله هذا أن ما هنا أن ما هاهنا شيء يحترم فهذا قد ضاد بما أتى به مقصود الشرع وينبغي أن يفهم أوضاع الشرع ومقاصد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقد منعوا من كشف ما قد قنع الشرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في القدر ونهى عن الاختلاف لأن هذه الأشياء تخرج إلى ما يؤذي فإن الباحث عن القدر إذا بلغ فهمه إلى أن يقول قضى وعاقب تزلزل إيمانه بالعدل وإن قال لم يقدر ولم يقضي تزلزل إيمانه بالقدرة والملك فكان الأولى ترك الخوض في هذه الأشياء ولعل قائلا يقول هذا منع لنا هذا منع لنا عن الاطلاع على الحقائق وأمر بالوقوف مع التقليد فأقول لا إنما أعلمك أن المراد منك الإيمان بالجمل وما أمرت بالتنقير مع أن قوى فهمك تعجز عن إدراك الحقائق فإن الخليل عليه الصلاة والسلام قال فإن الخليل عليه الصلاة والسلام قال أرني كيف تحيي فأراه ميتا حي ولم يره كيف أحياه فإن الخليل عليه الصلاة والسلام قال أرني كيف تحيي فأراه ميتا حي ولم يره كيف أحياه لأن قواه تعجز عن إدراك ذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليبين للناس ما نزل إليهم يقنع من الناس بنفس الإقرار واعتقاد الجمل وكذلك كانت الصحابة فما نقل عنهم أنهم تكلموا في تلاوة ومتلو وقراءة ومقرو ولأنهم قالوا استوى بمعنى استولى وينزل بمعنى يرحم بل قنع بإثبات الجمل التي تثبت التعظيم عند النفوس وكف الخيال بقوله ليس كمثله شيء ثم هذا منكر ونكير إنما يسألان عن الأصول للمجملة فيقولان من ربك وما دينك ومن نبيك ومن فهم هذا الفصل سلم من تشبيه المجسمة وتعطيل المعطلة ووقف على جادة السلف الأول والله الموفق اثنان وستون فوائد السمع والبصر قرأت هذه الآية قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به فلاحت لي منها إشارة كدت أطيش منها وذلك أنه إن كان عني بالآية نفس السمع والبصر فإن السمع آلة لإدراك المسموع والبصر آلة لإدراك المبصرات فهما يعرضان ذلك على القلب فيتدبر ويعتبر فإذا عرضت المخلوقات على السمع والبصر أوصل إلى القلب أخبارها من أنها تدل على الخالق وتحمل على طاعة الصانع وتحذر من بطشه عند مخالفته وإن عني معنى السمع والبصر فكذلك يكون بذهولهما عن حقائق ما أدرك شغلا بالهوى فيعاقب الإنسان بسلب معاني تلك الآلات فيرى وكأنه ما رى ويسمع وكأنه ما سمع والقلب ذاهل عما يتأذى به لا يدري ما يراد به لا يؤثر عنده أن يبلى ولا تنفعه موعظة تجلى ولا يدري أين هو ولا المراد منه ولا إلى أين يحمل وإنما يلاحظ بالطبع مصالح عاجلته ولا يتفكر في خسران آجلته لا يعتبر برفيقه ولا يتعظ بصديقه ولا يتزود لطريقه كما قال الشاعر الناس في غفلة والموت يوقظهم وما يفيقون حتى ينفد العمر يشيعون أهاليهم بجمعهم وينظرون إلى ما فيه قد قبروا ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا وهذه حالة أكثر الناس فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلات فإنها أقبح الحالات ثلاثة وستون في العشق نظرت فيما تكلم به الحكماء في العشق وأسبابه وأدويته وصنفت في ذلك كتابا سميته بذنب الهوى وذكرت فيه عن الحكماء أنهم قالوا سبب العشق حركة نفس فارغة وأنهم اختلفوا فقال قوم منهم لا يعرض العشق إلا لضراف الناس وقال آخرون بل لأهل الغفلة منهم عن تأمل الحقائق إلا أنه خطر لي بعد ذلك معنى عجيب أشرحه ها هنا وهو أنه لا يتمكن العشق إلا مع واقف جامد فأما أرباب صعود الهمم فإنها كل ما تخايلت ما توجبه المحبة فلاحت عيوبه لها إما بالفكر فيه أو بالمخالطة له تسلت وتعلقت بمطلوب آخر فلا يقف على درجة العشق الموجب للتمسك بتلك الصورة العامي عن عيوبها إلا فلا يقف على درجة العشق الموجب للتمسك بتلك الصورة العامي عن عيوبها إلا جامد واقف وأما أرباب الأنفة من النقائص فإنهم أبدا في الترقي لا يصدهم صاد فإذا علقت الطباع أو فإذا علقت الطباع محبة شخص لم يبلغ أو لم يبلغ مرتبة لم يبلغ مرتبة العشق المستأثر بل ربما مالوا ميلا شديدا أما في البداية لقلة التفكر أو لقلة المخالطة والاطلاع على العيوب وإما لتشتت بعض الخلال الممدوحة بالنفوس من جهة مناسبة من جهة مناسبة وقعت بين الشخصين كالظريف مع الظريف والفطن مع الفطن فيوجب ذلك المحبة فأما العشق فلا فهم أبدا في السير فلا يوقف وابل الطبع يتبع حاد الفهم فإن للطبع متعلقا لا تجده في الدنيا لأنه يروم ما لا يصح وجوده من الكمال في الأشخاص فإذا تلمح عيوبها أو فإذا تلمح عيوبها نفر فإذا تلمح عيوبها نفر وأما متعلق القلب من محبة الخالق البارئ فهو مانع لها من الوقوف مع ما سواه فهو مانع لها من الوقوف مع سواه وإن كانت محبته لا تجانس محبة المخلوقين غير أن أرباب المعرفة والها قد شغلهم حبه عن حب غيره وصارت الطباع مستغرقة لقوة معرفة القلوب ومحبتها كما قالت رابعة أحب حبيبا لا أعاب بحبه وأحببتم من في هواه عيوب ولقد روي عن بعض فقراء الزهاد أنه مر بمرأة عجيبة أنه مر بمرأة فأعجبت فخطبها إلى أبيها فزوجه وجاء بها وجاء به إلى المنزل وألبسه غير خلقانه فلما جن الليل صاح الفقير ثيابي ثيابي فقدت ما كنت أجده فهذه عثرة في طريق هذا الفقير دلته على أنه منحرف عن الجادة وإنما تعتري هذه الحالات أرباب المعرفة بالله عز وجل وأهل الأنفة من الرذائل وقد قال ابن مسعود إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مثانتها ومثال هذه الحال أن العقل يغيب عن استحلاء تناول المشتهى من الطعام عن التفكير في تقليبه في الفم وبلعه ويذهل عند الجماع عن ملاقات القاذرات لقوة غلبة الشهوة وينسى عند بلع الرضاب استحالته عن الغذاء وفي تغطية تلك الأحوال مصالح إلا أن أرباب اليقظة يعتريهم من غير طلب لها في غالب أحوالهم فينقص عليهم لذيذ العيش ويوجب الأنفة من رذالة الهوى وعلى قدر النظر في العواقب يخف العشق عن قلب العاشق وعلى قدر جمود الذهن يقوى القلق قال المتنبي الهامش من قصيدته التي يعزي بها عدد الدولة بعمته انتهى الهامش قال المتنبي لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسببه ولو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه ومجموع ما اردت شرحه ان طباع المتيقضين تترقى فلا تقف مع شخص مستحسن وسبب ترقيها التفكر في نقص ذلك الشخص وعيوبه او في طلب ما هو اهم منه وقلوب العارفين تترقى الى معروفها فيعتبر في معبر الاعتبار فاما اهل الغفلة فجمودهم في الحالتين وغفلتهم عن المقامين يوجب اسرهم وقسرهم وحيرتهم فاما اهل الغفلة فجمودهم في الحالتين وغفلتهم عن المقامين يوجب اسرهم وقسرهم وحيرتهم اربعة بين الخوف والرجاء عرض لي امر يحتاج الى سؤال الله عز وجل ودعائه فدعوت وسألت فاخذ بعض اهل الخير يدعو معي فرأيت نوعا من اثر الاجابة فقالت لي نفسي هذا بسؤال ذلك العبد لا بسؤالك فقلت لها اما انا فاني اعرف من نفسي من الذنوب والتقصير ما يوجب منع الجواب غير انه يجوز ان يكون انا الذي اجيب لان هذا الداعي الصالح سليم مما اظنه من نفسي اذ معي انكسار تقصيري ومعه الفرح بمعاملته وربما كان الاعتراف بالتقصير انجح في الحوائج على انني انا وهو على انني انا وهو نطلب من الفضل لا باعمالنا فاذا وقفت انا على قدم الانكسار معترفا بذنوبي وقلت اعطوني بفضلكم فما لي في سؤالي شيء امت به وربما تلمح ذاك وربما تلمح ذاك حسن عمله وكان صادا له فلا تكسريني ايتها النفس فيكفيني كسر علمي بي لي ومعي من العلم الموجب للأدب والاعتراف بالتقصير وشد الفقر الى ما سألت ويقيني بفضل المطلوب عن ما ليس مع ذلك العابد فبارك الله في عبادته فربما كان اعترافي بتقصيري اوفى خمسة وستون اختلاف الافهام قرأت من غرائب العلم وعجائب الحكم على بعض من يدعي العلم فرأيته يتلوى من سماع ذلك ولا يطلع على غوره ولا يشرعب الى ما يأتي فصدفت عن اسماعه شيئا اخر وقلت انما يصلح مثل هذا لذي لب يتلقاه تلقي العطشان الماء ثم اخذت من هذا اشارة هي ان لو كان هذا يفهم ما جرى ومدحني لحسن لحسن ما صنعت لعظم قدره عندي ولأريته محاسن مجموعاتي وكلامي ولكنه لم اره اهلا صرفتها عنه وصدفت بنظري اليه وكانت الاشارة ان الله عز وجل قد صنف هذه المخلوقات فاحسن التركيب واحكم الترتيب ثم عرضها على الالباب فاي لب اوغل في النظر مدح على قدر فهمه فاحبه المصنف وكذلك انزل القرآن يحتوي على عجائب الحكم فمن فتشه بيد الفهم وحادثه في خلو الفكر استجلب رضى المتكلم به وحضي الزلفة لديه ومن كان ذهنه مستغرق الفهم بالحسيات صرف عن ذلك المقام قال الله عز وجل سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ستة وستون زيادة عمر المؤمن زيادة عمر المؤمن خير دعوت يوما فقلت اللهم بلغني امالي من العلم والعمل واطل عمري لابلغ ما احب من ذلك فعارضني وسواس من ابليس فقال ثم ماذا اليس الموت فما الذي ينفع طول الحياة فقلت له يا ابله لو فهمت ما تحت السؤال علمت انه ليس بعبث اليس في كل يوم يزيد علمي ومعرفتي فتكثر ثمار غرسي يوم حصادي افيسرني انني مت منذ عشرين سنة لا والله لاني ما كنت اعرف الله تعالى معرفتي به اليوم وكل ذلك ثمرة الحياة التي فيها اجتنيت ادلة الوحدانية وارتقيت عن حضيض التقليد الى يفاع البصيرة واطلعت على علوم زاد بها قدري وتجوهرت بها نفسي ثم زاد غرسي لاخرتي وقويت تجارتي في انقاذ المباضعين من المتعلمين وقد قال الله تعالى لسيد المرسلين وقل رب زدني علما وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من السعادة ان يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الانابة فيا ليتني قدرت على عمر نوح فان العلم كثير وكل ما حصل منه حاصل رفع ونفع سبعة وستون العارفون واتخاذ الاسباب قلوب العارفين يغار عليها او يغار عليها من الاسباب وان كانت لا تساكنها لانها لما انفردت لمعرفتها انفرد لها بتولي امورها فاذا عرضت بالاسباب محيى اثر الاسباب ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وتأمل في حال عقوب وحذره على يوسف عليهم السلام حتى قال اخاف ان يأكله الذئب فقالوا اكله الذئب فلما جاء اوان الفرج خرج يهوذا بالقميص فسبقته الريح اني لاجد ريح يوسف وكذلك قول يوسف عليه السلام للساقي اذكرني عند ربك فعوقب بان لبث سبع سنين وان كان يوسف عليه السلام يعلم انه لا خلاص الا باذن الله وان التعرض بالاسباب مشروع غير ان الغيرة اثرت في العقوبة ومن هذه ومن هذا قصة مريم عليه السلام وكفلها زكريا فغار المسبب من مساكنة الاسباب كل ما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقا ومن هذا القبيل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اب الله ان يرزق عبده المؤمن الا من حيث لا يحتسب والاسباب طريق ولا بد من سلوكها والعارف لا يساكنها غير انه يحلى له امرها او يحلي له امرها ما لا يحلي لغيره الهامش ما يلي من الكلام مضطرب ولعل تحريفا عراه من النساخ او شيئا سقط منه ولم نهتدي لوجه اصلاحه انتهى الهامش والاسباب طريق ولا بد من سلوكها والعارف لا يساكنها غير انه يحلي له امرها ما لا غير انه يحلي له امرها ما لا يحلي لغيره من انها لا تساكن وربما عرفت ان وربما عرفت ان ما لا اليها وان كان ميله لا يقبله غير انه اقل الهفوات يوجب الادب الهامش بياض في الاصل انتهى الهامش لاطوفن الليلة لاطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل واحدة منهن غلامة ولم يقل ان شاء الله فما حملت الا واحدة جاءت بشق غلام ولقد طرقته حالة اوجبت التشبث ببعض الاسباب الا انه كان من ضرورة ذلك لقاء بعض الظلمة ومداراته بكلمة فبين انا افكر في تلك الحال دخل علي قارئ فاستفتح فتفألت بما يقرأ فقرأ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون فبهدت من اجابتي على خاطري وقلت لنفسي اسمعي فانني طلبت النصر في هذه المدارات فاعلمني القرآن انني اذا ركنت الى ظالم فاتني ما ركنت لاجله من النصر فياطوب لمن عرف المسبب وتعلق به فانها الغاية القصوى فنسأل الله ان يرزقنا ثمانية وستون درجات قوة الايمان المؤمن لا يبالغ في الذنوب وانما يقوى الهوى وتتوقد نيران الشهوة فينحدر وله مداد لا يعزم المؤمن على مواقعته ولا على العود بعد فراغه ولا يستقصي في الانتقاب انغضب وينوي التوبة قبل الزلل وتأمل اخوة يوسف عليه السلام فانهم عزموا على التوبة قبل ابعاد يوسف فقالوا اقتلوا يوسف ثم زاد ذلك تعظيما فقالوا او اطرحوه ارضا ثم عزموا على الانابة فقالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين فلما خرجوا به الى الصحراء هموا بقتله بمقتضى ما في القلوب من الحسد فقال كبيرهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب ولم يرد ان يموت بل يلتقطه بعض السيارة فاجابوا الى ذلك والسبب في هذه الاحوال ان الايمان على حسب قوته فتارة يردها عند الهم وتارة يضعف فيردها عند العزم وتارة عند بعض الفعل فاذا غلبت الغفلة وواقع الذنب فترى الطبع فنهض الايمان فينغص بالندم اضعاف ملتذ تسعة وستون اذا عظم العالم نفسه خفيت عليه اخطاؤه افضل الاشياء التزيد من العلم فانه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة والمذاكرة تبين له خطأ والمذاكرة تبين له خطأ وربما كان معظما في النفوس فلم يتجاسر على الرد عليه فلم يتجاسر على الرد عليه ولو انه اظهر الاستفادة لا اهديت اليه مساوئه ولو انه اظهر الاستفادة لا اهديت اليه مساوئه فعاد عنها ولا اهديت 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 انه قال ان الله تعالى يعلم جمل الاشياء ولا يعلم التفاصيل الهامش اعوذ بالله انه لا يمكن ان يقولها وهذه كتبه وهذه مباحثه فتبين ان تصيب قوما انتهى الهامش ولا ادري اي شبهة وقعت في وجه هذا المسكين حتى قال هذا وكذلك ابو حامد حين قال النزول التنقل والاستواء مماسة وكيف اصف هذا بالفقه والزهد وهو لا يدري ما يجوز على الله مما لا يجوز الهامش متى قال هذا واين واذا لم يوصف الغزالي بالفقه والزهد فمن لعمري يوصف بهما بعده انتهى الهامش ولو انه ترك تعظيم نفسه لرد صبيان الكتاب لرد صبيان الكتاب رأيه عليه فبان له صدقهم ومن هذا الفم ابو بكر ابن مقسم او مقسم فانه عمل كتاب الاحتجاج للقراء فاتى فيه بفوائد الا انه افسد علمه باجازته ان يقرأ بما لم يقرأ به ثم تفاقم ذلك منه حتى اجاز ما يفسد المعنى مثل قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا فقال يصلح ان يقال هنا نجي اي خلصوا ما سيقت القصة ليبين انهم انفردوا وتشاوروا فيما يصنعون وكيف يرجعون الى ابيهم وقد احتبس اخوهم فاي وجه للنجات ها هنا ومن تأمل كتابه رأى فيه من هذا الجنس ما يزيد على الاحصاء اكثر من هذا الفن القبيح ولو انه اصغى الى علماء وقته وترك تعظيم نفسه لبان له الصواب غير ان اقتصر الرجل على علمه اذا مازجه نوع رؤية للنفس حبس او حبس من ادراك الصواب نعوذ بالله من ذلك سبعون اذا عملت خيرا فاحمد الله تأملت قوله عز واجل يمنون عليك ان اسلم قل لا تمن علي اسلام بل الله يمن عليكم ان هداكم للامان فرأيت فيه معنا عجيبة وهو انهم لما وهبت لهم العقول فتدبر بها عيب الاصلام وعلم انها لا تصلح للعبادة فوجه العبادة الى من فطر الاشياء كانت هذه المعرفة ثمرة العقل الموهوب لهم الذي به الذي به باين البهائم فاذا امنوا بفعلهم الذي ندب اليه العقل الموهوب فقد جهلوا قدر الموهوب وغفلوا عم واي شيء لهم في الثمرة والشجرة ليست ملكا لهم الهامش اي انه ما دام العقل نفسه من خلق الله وهو ملك له فليس لصاحب العقل شيء يدعيه لنفسه ويفتخر به انتهى الهامش فعلى هذا كل متعبد ومجتهد في علم وعمل انما رأى بنور اليقظة وقوة الفهم والعقل صوابا فوقع على البطلوب فينبغي ان يوجه الشكر الى من بعث له في ظلام الطبع القبس ومن هذا الفني حديث الثلاث الذين دخلوا الغار فانحطت عليهم الصخرة فسدت باب الغار فقالوا تعالونا توسلوا بصالح اعمالنا فقال كل منهم فعلت كذا وكذا وهؤلاء ان كانوا لاحظوا نعمة الواهب للعصمة عن الخطأ فتوسلوا بانعامه عليهم الذي اوجب تخصيصهم بتلك النعمة عن ابناء جنسهم فبه توسلوا اليه وان كانوا لاحظوا افعالهم فلمحوا جزاءها ظنا منهم انهم هم الذين فعلوا فهم اهل غيبة لا حضور فهم اهل غيبة لا حضور ويكون جواب مسألتهم لقطع منالهم الدائمة ومثل هذا رؤية المتقي تقوى حتى انه يرى انه افضل من كثير من الخلق وربما احتقر اهل المعاصي وربما احتقر اهل المعاصي وشمخ عليهم وهذه غفلة عن طريق السلوك ربما اخرجت ولا اقول لك خالط الفساق احتقارا لنفسك بل اغضب عليهم في الباطن واعرض عنهم في الظاهر وتلمح جريان الاقدار عليهم في الباطن فاكثرهم لا يعرف من عصى وجمهورهم لا يقصد العصيان بل يريد موافقة هواه وعزيز عليه ان يعصي وفيهم من غلب عليه تلمح العفو والحلم فاحتقر ما يأتي لقوة يقينه بالعفو وهذه كلها ليست باعذار لهم ولكن تلمحه انت يا صاحب التقوى واعلم ان الحجة عليك اوفى من الحجة عليهم لانك تعرف من تعصي وتعلم ما تأتي بل انظر الى تقليب القلوب بين اصبعين فربما فربما دارت الدائرة فاصرت المنقطع ووصل ووصل المقطوع فربما دارت الدائرة فاصرت المنقطع ووصل المقطوع فالعجب ممن يدل بخير عمله وينسى من انعم ووفق اشتركوا في القناة